اشتركوا في القناة انا هعمل لك فيديو اقول لك خلي بالك من النقطة دي فانا بقول لك في واحد اسمه عمر سليمان راجل شرير مش غلبان الراجل ده مش بينام الراجل ما حضر لك مفاجأ جنان ايه عمل حاج ان انا هعمل لك انتحان من امستردام طب مثل لو سمعت تلحقني انا بقى الراجل الطيب انا عمر سليمان الغلبان اللي هشيل منك على الراجل الشرير والحاجات اللي هو اعملها لك واعمل لك مفاجأة النهاردة ان كمان عمل لك لنفسي سليمانك نايت اجزام انا عمل لك مفاجأة ان حضرتك وانت قاعد معايا هقول لك على اهم النقطة اللي ممكن الراجل الشرير ده يجيبها يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل معايا شباب في السليمان نايت اجزام بيقول لك ايه بيقول لك مستر احنا المنخش الامتحان الراجل الشرير كان يلينا الامتحان عدد الاسئلة 35 و هتخش اتلاقي 40 مستر اسئلة كتير اوعدك ان انا هكلمه يحاول يقلل الاسئلة شوية اوعدك ان انا مش هسيبك بس انت خليك جدعة معايا و تذكرلي خلص اللي هو راك انت بتتفرج عليها و انت مذاكر انت فرج معايا عشان تأكد على نقط معينة الراجل ده بيتكلم فيها مستر طب لما خش الامتحان اول ما سيادك تخش الامتحان هتلاقي البرقية الجميلة دي فيه اقرار لحضرتك كده سريعة دم دي ايه ده مستر اقرار هقر هقر سيادتك ينفحش تقل عن الدرجة الاساسية بتاعتك اللي هبقى من دهالك وقول لك الحد الأضنى والحد الأقصى ماشي سيادتك وانت داخل انت قريدي تشابتر سري و تشابتر فور الأول جزء لحد ما وصلنا له سيادتك تنتحان فيه جميل فيديوهات اليوتيوب هي الاساسية عندك في الامتحان حلوة قوي مستر كل يوم الجمعة فقط وفيه فجأة صغيرة بس بعدين اللي وراه اختار المعاد المتاح اللي نسبك ودعالة فيه سيادتك هتجيب ورقة فلوسكاب لنفسك اكتب لي فيها كل حاجة والله العظيم الورقة لو ما كفتش عيدها وقعد اكتب وراء الحدت المهمة انا الطيب هو الشرير هيتحق عليك ماشي طب مستر اول ما تخش الامتحان هتسلم موبايلة وتسلم نونيتك وتخش سواء هنا في القاهرة عند الجن الازرق هتعمل نفس الكلام ماشي اخيرا تملل بيانات بدعادك وتتأكد انك مالي كل بياناتك عشان انت بالنسبة لنا كود ورقم عشان اقدر اسلمك نادقة انتحانك الموضوع بكل بساطة يا طرى يا عمر يا سلمان ها يا طرى الامتحان يا هيبقى ايه يا سينيور تو الامتحان هيبقى ايه يا سينيور تو قال لي يا مستر هيكون عامل ازاي الامتحان انا بقى جاي اشرح هيكون عامل ازاي الامتحان دي اللي انت عايزها انت قعد عشان ها ايه ده خطر لا ان شاء الله لا يا طرى هيبقى سهل ولا هيبقى صعب الامتحان هيبقى شربة ولا هيبقى نار ولا ده ولا ده والله العظيم الامتحان هيبقى في مستوى الطالب المتوسط سيادتك مش متوسط مستوى الطالب المذاكر ذاكرت سمعت سمعت الفيديوهات سمعت الحل انا مش هعدي ده طب مستر بصوا شكل الامتحان هيبقى عامل ايه ده طب بصوا هيبقى عامل ازاي ايه ده او هيبقى عامل كده ايه يا عم او هيبقى عامل كده انا ايسر يا جماعة الامتحان هيبقى اسهل اكيد من ده محدش يتوتر ما تخافش عبيد ما تخافش يهبل خاف من انك لما تخلص حصتك او تخلص امتحانك اعمل حسابك ان كل من هو قاعد قدامي والله لو انجزت في الامتحان امتحان اخر السنة بالنسبة لك بقى سهل وانا بقولها لك وانا وصك من اللي بقوله طب يا طار الامتحان ابي عامل ازاي تعال اقريك على فكرة انا عايز اقولك على الحاجة هو انا كنت بهذر معك والله الامتحان الامتحان مش هيبقى بتقول انت متخيله على قد من الامتحان ان انا سارق منه نسخ ايه انا متغذر صح والله ما بتغذر انا سارق من الامتحان نسخ ادي نسخ ادي نسخ ادي نسخ قدامك اهم تلات ورقات مسرقين سمحني كنت بس اعرف تقريبا بمبايل ستة ستة مية وخلي بالك حول كده زوم ويعرف ادي دي اسئلة موجودة جوه الامتحان وده شكل الفريمن اللي هيجيلك جوه الامتحان يلا بينا يا عم امر اسليمان نتفرج هنراجع ايه قبل ما تخش الامتحان شباب يلا بينا هربتدي مع بعض باول نقطة وهي النقطة اللي بتتكلم عن الحج اللي اسمه لويز انا هتكلم على نقط بعينها سريعة خليك لماح خليك اماح جيب النقطة اللي انا عاوزها لويز قالك ايه قال لي انا برسم اخر الكترونات على هيئة نقط ماشي الاخر الكترونات دي اللي موجودة في حاجة اسمها الاست انرجي ليفل ماشي عم الحاج وبعدين قال لي يا نجم انا ازاي بعرف اخر الكترونات وازاي اعرف عندها كام الالكترون واي مركب اخره كام الالكترون قال لي يا مستر عمر عشان اعرف كل مركب اخره كام الالكترون لازم ابص الاسم المجموعة اللي هو في الجروب العمود اللي هو فيه وساعدها اعرف عدد الالكترونات طب سريعا يا نجم بسرعة بسرعة افتكر معايا حاجة انت مشوفتهاش قبل كده ياوه 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 حالو مالو مين ده يا مستر قال لي ده حاجة جديدة حاجة حاجة يلا مين ارنجالة العمود ده اي 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 ا وعندي كالسيوم. طب جروب سري ايه? انا قلتلك مين? كان عندي بورون وكان عندي الامونيوم. في فور ايه? قلتلك احفظ الكاربون. فيف ايه? فيف ايه يا ساني واحدة. قلتلك احفظ الكاربون. اما فيف ايه? قال لي يا مسل لما قولك فيف ايه? بقى انا بقول على نايتروجين فوسفرس اس اللي هو ارسينيك. طب مسل لو سمحت سيكس اي انا كان عندي اوكسوجين سالفر واخر حاجة اس ايه اللي هو سيرينيوم. اخر حاجة سيفن ايه? فولورين كولورين بورومين ايودين. واخيرا الزيرو جروب او كنت بقول عليهم نوبل جاز اللي كنت بقولوا ان الناس دي كومبيليت فيلد مين هم? قال لي يا مستر. حليم. نيون. ارجون. كريبتون. زينون. رادون. حلو قوي. لو جينا بسطينا هم دول اهم الناس في الحميدة اللي انا حافظهم. مستر قال لي والله اسم الجروب اللي انا قاعد فيه ماله. هو هو يا عم الحاج عدد الالكترون الموجود في اخر دور. يعني انا دلوقتي بشوف النبر بتاع الالكترون اللي موجود في الغلول. يلا بينا ها. اشوف انا موجود في جروب ايه. ارجعت سألتك هو في الالمونيوم اخره كام? بتقولي الالمونيوم موجود في جروب. ثري. الالمونيوم موجود في جروب ثري اي. طر وان موجود في ثري ايه. يبقى اخره كام الكترون? قل لي فبالتالي يبقى اخره تنالك الكترونات. ينبقى انا قدرتا اعرف العدد انه اتم ни علشان اسف. لو انا وانا بوزع ليت نفسي عملت كده. ده واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين تلاتة. لو انا حطيت هنا مسلا بقلب من دماغي ده من عالي. اتنين اتنين ستة اتنين اربعة. وجيت سألتك فين الدور الاخير. هترد علي وتقول الدور الاخير هو الدور التالت. اقول له هو سري بي. هتقولي سري بي اخره بقول لك حمار. انت كده بتقول الشقة اللي في الدور الاخير. انا بتكلم على الدور نفسه. هو فين الدور نفسه الاخير. قال لي يا مستر الدور الاخير الدور التالت. طب حلو. مين اللي في الدور التالت? انا عندي السري اس والسري بي. اللي اتنين موقع دين في الدور التالت. ده اخر اتنين. اما ده اخر اربعة. حلو الكلام. الاتنين دول موجودين في الدور التالتي. بقى لما اجب اسألك فيه كم الكترون? اتنين واربعة مجموحهم كم? هدي خمسة ستة. بقى مجموحهم ستة الكترونات. وطرامة اخري ستة الكترونات يبقى لها موجود في جروب ايه? سيكس ايه. حلو قوي. وبعدين قال لي والله ولا قبلين جالي واحد طيب اسمه الحج لويز. قال لي انا بدل ما اقول اللاست الكترون ببقى انا هبدأ ان انا ارسمهم في الكيميا على هيئة دوت. على هيئة نقط. حول المركب. وقال لي لو ده المركب الكيميائي ربنا خلق المركب الكيميائي حوالي اربع اماكن. هنا وهنا وهنا وهنا. وكل مكان من دول يقدر ان هو يشيل حتى اتنين الكترون. يبقى كل مكان من دول يقدر ان هو يشيل كم الكترون اتنين. فالراجل قالك لما تيجي توزع حول المركب وزع للمركب سنجل زن وزع المركب دبل. يبقى لما اجيه للمركب ووزع ازاي? سنجل دي يعني لو قلتلك ان انا حوالي خمسة. هوزع ازاي? واحد اتنين. تلاتة. اربع. ودي الخامس. مستر طب الدبل ده انا حطه باي المكان قال لي حطه في اي من اربع مربعات. اخي قال لي اجيبك حطه. قال لي والتنين اللي وقفين لو وحدهم الاوضة دي تعتبر اوضة مليانة. فالاوضة دي بنقوله انها ولا بتخش ولا بتهش ولا بتنش وقف الحلقة محدش بيتكلمها. المكان اللي في الاتنين لوحدها كنا بنسميه ايه? قال لي بنسميهم يبقى الاتنين اللي وحدهم بقول عليهم ايه? الوامبير. كده لو جينا بصينا. الاوضة دي نوعيسها واحد. ودي نوعيسها واحد. ودي نوعيسها واحد عشان ده اكتمل. فهي هتعمل بوند عشان تبقى مكتملة. فهتشارك حد ولا هتدي الحد. شو بقى هنعمل حاجة. انا كل هشرحه دلوقتي اول واحد ظهار لي هو الحج لويز. طب قلنا با مستر لو انا عايز ارسم مركب مسلا البرومين. البرومين موجود في جروب سيبن ايه. طبعا موجود في جروب سيبن ايه بحواليه سبعة. يلا بينا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وزع فردي ثم زوجي هنا ده وده وده دول مش محتاجين من حاجة اسمهم في الكيميا لون بير اما ده هو اللي محتاج يعمل حاجة ويعمل ربطة والربطة اللي هيعملها تبقى ربطة كوفيلانت وتعالا بينا نشوف انواع الرابطات الكوفيلانت. شباب تعالا بقى نتكلم مع بعض بسرعة كده عن طيب البوند. انواع البوند ليه نوعين? نوع اسمه كيميكال بوند ونوع اسمه فيزيكال بوند. يلا بينا عامل حاج نعرف الفرق. انا قلت لك قبل كده لو واحد ماشي الكلب ورابط الكلب بسلسلة فالسلسلة طالما موجودة في ايدي وانا شايفها وحاسسها بقول عليها ربطة كيميكال. طب لو فكيت الكلب وسبت السلسلة الكلب هيفضل ماشي جنبي. الربطة الاحساسية الغير مرئية بقول عليها ربطة فيزيكال. او مثلا بنقوله بشكل اخر يعني كزي ما زملقنا بيتكلموا معنا مثل لو صمح هي ربطة الفيزيكال ممكن نقولها بنوع تاني يقول له تفضل يقول لي الربطة الفيزيكال هي ربطة بتحصل معظم الوقت ما بين الماليكيل. ماليكيل مع ماليكيل زي الهايدر جنبون. تعالي اول بس نتكلم واحدة واحدة. الكيميكال انا عندي منها تلات انواع. واحدة اسمها كوفيلانت بوند. واحدة اسمها ايونيك بوند. واحدة اسمها كوردينيت بوند او كوردينيت. بص يا حبيب. نبدأ بقى اسألهم وهو الايونيك بوند. الايونيك بوند بيحصل ما بين واحد متل والتاني نمية. واحد بيعمل عملية loss والتاني بيعمل عملية gain. واحد بقول عليه و التاني بقول عليه hoo nine. اللي بيعمل loss بياخد اشارة bostive واللي بيعمل game بياخد اشارة negative. فانا بقول يا عمل حاجروح امشي مش منك حاجة. فالتاني بيقوله هات شكرا على كل حاجة. فعملنا مع بعض ربطة بيقوله عليها. الاكترو اتراكشن. ربطة بتاعتمد ان واحد شرطه بوسط بالتانية شرطه نجدب فبيقربوا البعض بيسحابوا البعض بيبوا مع بعض ربطه. شكرا الله يونيك. طب مصر لو سمحت عشان ما نساش ازاي فربة بين المتر والنومتر. حاضر. كان عندي ولد شائي اسمه الهايدروجين. يلا عشان الناس كلها بقى اتاخدها وتقول بتاعتها اه. دي بتاعات احنا اللي مهلفانها. قلت له ايه? يركز. بس. نو. فاسيب. بارس. سي ال. واخد معاك الهالوجين. يلا. البي فوسفرس كاربون نايتروجين اكسجن فلورين سيليريم بي. فوسفرس تاني بي ار برومين سالفر كولورين. والهالوجين فلورين كولورين برومين اايدين. كل المركبات دي تصنف عندي مركبات ممتال. اي حاجة على طول طول عليها ايه? ماشى. طب اللي انا هتكلم عليه واساسي وعامي وناسي الكوفيلانت بوند. الربط او الكوفيلانت بوند بتاعتنا بتحصل ما بين نان متل مع نان متل نان ناية مع نان ناية. ميستر هيعملو لوس? لأ. هيعملو جين? لأ. هيعملو ايه? والله ميستر انا معايا الكترون. وحمص معا الكترون. وكل واحد فيهم محتاج الكترون ولا ده هيسلف ده ولا ده هيسلف ده. اما ليه? يقولك تب ما تيجي نعملو مع بعض شركة. نعملو مع بعض عملية شير. ولا نعملو لوس ولا انت هتعمل جين هنعمل شير وشغلنا كله باذن الله هيكون على الربط الكوفيلانت اللي بتعتمد على الشير. رسوماتنا معظم الرسم معظم الشغل معظم الدروس في الاول هنتكلم كوفيلانت. طب ميستر الكوردينت بقى لما نغير بتحصل فين? والله ميستر هو مركب اللي عليك ركز. مكتمل واحد بقى ايه? مليان. وكله مبسوط وعمل ربطاته. ولكن ايه? اللي ولكن عنده لونبير زيادة. عنده اتنين الكترون على راسه هده بيقولك دول زيادة عندها. اللونبير اللي وقفين ادي ايه? ودي ايه? وقفين عنده زيادة. يعمل ايه? يجي له واحد شحات غلبان. من الشحات الضعيف الهايدروجين بوزيتف. اللي انا بقول عليه بروتون. ما عم اسمه الهايدروجين بوزيتف او البروتون الشحات يقوله بالله عليك. عشان خاطر ربنا. انا مالي انا مستر فيكنت. انا فاضي معيش اي حاجة قطي فاضية. ولا هقدر اديك ولا اخد منك ساعدني اديني الاتنين اللي معاك. فيقوله بص بص يقوله ايه? خد الاتنين اللي معايا. بص شاور السهم 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 السهم. يبقى بتحصل مبين. مركب غني قوي جامد وانا ورجي بترك فيه مركبات معينة عندها زيادة مع مركب فقير. فقير. شحات. يقوله خد الاتنين الكترون هي الربطة اللي هي شبه السهم اسمها كوردنت بوند. طب مستر مين الفيزيكال الفيزيكال عندي نوعين. واحدة اسمها الهايدروجين بوند. وخلي بالك الهايدروجين بوند باديها رمز النقط. وهي اللي بتحصل ايه? قال البوند دي بتحصل بتوين بتوين ايه? قال اللي والله زي الاتش تو او. وقصادها واحدة اتش تو او. اللي اتنين دي مع نفسها ودي مع نفسها. اللي اتنين يمسكوا مع بعض بربطة اضافية اسمها هيدروجين بوند. خلي بالك. اللي بيحصل والله جوه الاتش تو او بيحصل جواها عملية سحب. جوه الاتش تو او بيحصل جواها عملية سحب. جوه الاتش تو او بيزهر لي حاجة اسمها بارشي البوستف وحاجة اسمها بارشا نيجاتف بارشا البوستف بارشا نيجاتف ده جواها وانا استعلمها فيبدأ ان هما يرجوهم مع بعض يصحوهم مع بعض بربط اسمها هايدروشين تاني رابطة وهي الربطة اللي اسمها الميتاليك وانا قلتلك هي الربطة اللي بتاعتمد على الزحمة نعمة بابا على الزحمة زحمة اه قلتلك ادي مركب وادي مركب كل مركب حوالي فيلانس الكترون حوالي مجموعة من الكترونات كل ما عدد الالكترونات اللي حوالي بتزيد كل ما الزحمة بتزيد كل ما نتكبس ونتزنق اكتر فمسل لما تزنق الحركة بتاعتي تقل اصبح مزنوق مش قادر اتحرك الحركة هتقل فبقى راجل يبقى الربطة اللي بتعتمد على ال فيلانس الكترون على اخر الكترونات اللي موجودة حول المركب اسمها رابطة ايه اسمها ميتالك بوند ودي تعتبر ربطة فيزيكال يلا نخش نتعلم ازاي شباب دلوقتي هنشرح الكوفيلانت بوند بسرعة سمحني بقى ان انا الواحدي هبقى تايمس فورك مش مش هقعد على حاجة الكوفيلانت بوند بتاعت حضرتك مش هبقى معاك في حاجة انجز معايا ما تسرعش مالها الكوفيلانت بوند بتحصل نتيجة لعملية الشير طبعا بتحصل نتيجة لعملية الشير فانعرف ان يا مستر مركب ومركب اللي اتنين بيشاركوا الالكترون من عنده يعملونها عملية شير طب حلو مثل لو سمحت احنا عارفين ان في حاجة اسمها الالكترو نيجاتيفتي وكنت بديها رمز لو تفتكر تبقى دلوقتي هي القوة والقدرة على عملية سحب المركب وكان عندي ناس مشهورة مثلا زي الفلورين بتساوي اربعة زي الهايدروجين تساوي 2.1 زي الكاربون بتساوي 2.5 زي الكولورين بتساوي سري زي النيتروجين بتساوي ثلاثة واخيرا الاكسجين بتساوي ثلاثة ونص حلو قوي ودول كان اشهرهم طب يعمل حاج لو سمحت انا هعمل ايه عشان اعرف نوع المركب عن طريق استخدام القوة قال لي ايه اعمل فرق في القوة يعني هعمل القوتين ماينس بعض والله مثلا لو عملتلهم ماينس وطلع الرقم بتاعي بزيرو زي مسلا السي ال اللي توم وركبين زي بعض يعمل هنا السي ال اللي بكام سري بقى سري بقى سري بقى سري بزيرو اللي النوع بتاعي الربطة بقولها عليها بيور كوفيلانت الحق ناي اللي انا بقوله ده في الكوفيلانت بوند طب والله يا مستر عمر لو جيت اعمل ماينس وطلع من زيرو لحد زيرو بويند فور وخلي بالك الزيرو بويند فور معانا في الجزء اللي هورا ده خلاص يبقى الرابطة دي تقال عليها ايه نان بولر كوفيلانت حلواوي طب يا مسلا لو جيت حسبتها لقيتها من زيرو بويند فور لحد وان بويند سيفن انكس في الكلام لو من زيرو بويند فور لحد وان بويند سيفن يقال عليها ايه يقال لي بقولها عليها في اللحزة دي بولر كوفيلانت اشهر مثال لنان بولر هو كان سي اتش فور حلو طب مستر والبولر كوفيلانت اشهر مثال ال اتش تو او مالو او ال ان اتش سري طب يا نجم نو سباح تركز وقال لي يا مستر لو كنت موردعن اكتر من الوان بويند سبن يبقى على طول اقول لنفسك انا نوعي عمل حج ايونيك ده اسمه دي اي ان الفرق في الالكترونيك هتابته كان عندي اكسيبشن ال اتش اف لو زيادتك عملت له مينس هتعمل فور مينس 2.1 تطلع ب 1.9 بس هي المركب ده على الرغم من ان الرقم يحيلك ان هو مركب ايونيك الا ان هو والله ما مركب ايونيك هو مركب ايه قال لي كوفيلانت بس عشان الفلورين قوي في عملية السحب فطلع الفريق بير طب كان عندي مركب اسمه البي اي مين البي اي ده البريليم المركب ده بيعمل رابطة كوفيلانت على الرغم ان هو موجود في الجزء اي حد بيعمل رابطة كوفيلانت محروف ان هو نام متل ده بقى بيعمل كوفيلانت وهو موجود في الجزئية بتاعت المتل في الجدول ميستر كان عندي مركب ال ال سي ال سري الالمونيوم كلورايد ركز معايا ميستر عمر لو جينا اتكلمنا على الالمونيوم كلورايد هو يا ترى ده بكام قال لي بص احنا عارفين الكلورين بتلاتة والالمونيوم بوان بوينت فايف لما ديجي دي حسبها هيطلع معاك الرقم بوان بوينت فايف وان بوينت فايف ده ميستر مالو قال لي بص الالمونيوم شكله الجزء ده متل والراجل ده نون متل يبقى من غير ما فكر متل ونون متل اللي بقى الربطة هيقلم بقى الربطة عيونك ولكن الكلام ده الصح يا باشا exception rule ليه exception ما متل ونون متل صح اولاك اسمع برغم ان هم ما متل ونون متل الا ان الفرق ما بينهم اقل من وان بوينت سيبن وطالا ما الفرق اقل من وان بوينت سيبن يبقى الربطة دي كوفيلانت افتكر معايا كنت بقول لي نفسي كل ما الفرق زاد كل ما بزود الفرق كل ما بزود دي اي ان كان ايه اللي بيحصل قال لي يا مستر اول ما الفرق بيزيد بيحصل ايه قال لي البيلينج بوينت بيزيد والكوندوكت هيزيد والملتنج بوينت هيزيد بس خلي بالك احسن ناس اكتر ناس بتعمل عملية كوندوكت للاتريستي هما الايونت اما الكوفيلانت بقول عليهم بات كوندوكتور وخلي بالك اللي بيوصل لازم يما يكون لكود او يبقى ااكوز يعني دي في قلب المية يلا بينا على اللي باعده اللي قرأ احنا يا مستر هنتكلم على حاجة سريعة اسمها الاكترول والاكترول اللي هي ان انا هرسم الربطات عن طريق دوتر وطبعا اي حاجة بنتكلم عليها دلوقتي هتصنف عندي ربطة ايه كوفيلانت تماشي عمي حاجة يلا بينا قبل المرسم خلينا متفقين ان اللي عمل الاكترول واحد اسمه لويم واحد اسمه كوسيلي بلويز هو ايه وكوسيلي قال له ايه قال له الله مصر اي مركب اي مركب لازم يكون اخره بعد انا شايف الالم تفقين بيه زي ده بعد ما يعمل البوند بعد ما يعمل البوند لازم باخره اخره كان ايت الكترون فايت تمانية يعني اوكتة باسمها اوكتة بعد ما يعمل عملية الشئ الا مركبات الهلب مين مركبات الهلب قال لي ميستر ال هايدروجين ليسيوم و ال بريليوم يبقى عندك تاني هايدروجين ليسيوم بريليوم التلاتة دولار رجالة مش تبعنا في القاعدة بتاعتنا قال لك احنا مرة عندنا القاعدة قلنا له ماشي عمل حاج انت تمام ولكن اكتشفنا عندي اخطاء كتيرة بس قبل ما اكتشف الاخطاء ده اريد هرسم ازاي لما لقي مركب ازاي ده وانا عايز ارسمه بالشكل الاوكتج او بالشكل لويز هقول لنفسي دايما الهايدروجن بيترسم عالطرف او اي مركب متكرر عالطرف ال او هو في النص ربنا خلق يا مستر ال او حواليها كم نقطة ستة حشان موجودة في سيكس اي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة ماشي الكنين دول اسمهم لومبير دول اسمهم لومبير طب مستر اللي هيحصل هنا واحد فضل واحد هنا واحد فضل واحد اما معهم اتنين اتش وكل اتش مع واحد فالاتش هيخش يقف هنا والاتش التانية هتخش تقف هنا والله يا مستر النقطتين كل نقطة واحدة من الهايدروجن واحدة من الاكسجن عشان يعملوا بوند فسمناها بوند بير حلووي طب مستر لو سمحت الاتش اف دي الاف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة للي الموجود في السيبن اي مسك معا الهايدروجن وقف معا شكرا يبقى دا الشكل لومبير 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 واخيرا الزغير دا اسمه بومبير طب مستر السي اتش فور السي ربنا خليها في جروب الفور ايه بحواليها كام اربعة مسكة في كام اتش بصوا يا رجالة ادي اتش و ادي اتش و ادي اتش و ادي اتش يبقى هي حواليها ولا لومبير كل اللي حواليها بوند 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 والربط بتتكون نتيجة نقطتين نقطة من ال H و نقطة من ال C طب بعد ما خلصنا الرسومات الجامدة اللي قدامنا قال لي يا مستر والله لما جينا نرسم لقينا شوية مركبات مجعلصة في الرسم زي مين اسمع بقى الجملة دي قبل ما تكلم العلماء اكتشفوا ان احنا عندنا exception او draw back يعني ايه draw back يا نجم يعني عيوب ايه هيo العيوب اللي ظهرت لي قل مركب اسمه bcl5 ومركب اسمه bf3 مين دول قل بورون بورون bell دواريت بورون bell ما لقى من الاتنين دول والله يا مستر هنا معاه خمسة كلورين هنا معاه ثلاثة فلورين طب تعال نرسم مع بعض ادي واحد اتنين تلاتة اربعة والبي ربنا خالوا اساسا في جروب فايف ايه اهو ده الشكل الاسمي سوري مستر وهو معاه كم كلورين خمسة مستر استنى كل كلورين هتخش ترجع هنا هتخش ترجع هنا هتخش ترجع هنا كده فاضلي كم كلورين مرتبة ج اتنين هي قاعدة مش حقيقية هي طبعا احنا الليلينها لو لقيت حول المركب او بلاش كم المركب حول العنصر اللي هو الالمنت بتاعي عناصر لسه لم ترتبط لو بصيت حوالي العنصر ولقيت حوالي ادي سي ايل و ادي سي ايل و كل واحدة واقفة بالالكترونة بتاعيتها هيصدر طبعا يبقى لو لقيت حوالي العنصر عناصر لسه مرتبة تتش لازم تتصرف اعمل ايه قال لي من غير ما تفكر فك اللومبير و اول ما تفكر اللومبير اللي عندك اعمل ايه ربط مع العناصر اللي برا تعال نشوف بقى اللي هيحصل روحت هنا و ماي جود ده السي ايل اللي وقفة عايزة ترتبط والسي ايل اللي وقفة عايزة ترتبط والبي عندها لومبير مستر ما بيخشوش في دفاعه بص انا اتطريت هتطر اكسرهم وابعدهم عن بعض ده الوحد وده الوحد وابدا اقول له ما عليش يا ابني اربط لي مع ده وانت اربط لي مع ده بص اللي حصل عملوا ربطها عملوا ربطها لو جينا بصينا هم قالوا اي مركب اخره تمانية بص ادي هنا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة ده عمل ربطها زيادة وفيها عشرة مستر ده هنا اصبح المركب ماله حاولو عشرة الكترون كده خرج عن القاعدة وخلي بالك ربنا خلقه على الرغم ان هو حولي عشرة الا ان هو استيبل طاب اللي بعده بص 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 ادي البي هنا واحد اتنين تلاتة البرون حوالي تلاتة موجود مع الالمونيوم هيمسك هنا مع ready هيمسك هنا مع ready هيمسك هنا مع ready هيمسك هنا مع ready عد هذه يا مستر واحد اتنين تلاتة وكل واحدة فيها اتنين يبقوا ستة يبقى ده اصبح حاولو ستة الكترون وستيبول يبقى. خلونا نغير رأينا خلونا نغير فكرنا ان كل سنة انت طيب انتم مش عندنا الاكترول فيها عيوب البعدين مستر طبعا عندي مركب اس او تو معلش سمحني واسمع الحتة دي واس او سري هعمل ايه قال لي بص الاس موجودة مع الاكسجين دايما المتكرر على الطرف بص يا بايبي اللي هيحصل كلاتي هادي اس وهرسم كمان للجالة السي او تواشر بس ما نزاش ايدي خمسة ايدي ستة ايدي الاو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين مستر اللي هيحصل وهنا في او واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بصوا بقي بالجالة اللي هيحصل عندي كلاتي انه والله مستر الاوهية دي مع الاكترول دا يمسك مع دا والراجل دا يمسك مع دا شكرا اصبحت ان الاوه مسكة في كم ربطة بس اولا اعملها لك يا عم بالشكل انت متعود عليه بالشكل ما يزعع لك شو حاضر عشان ما تزعلش انت متعود ان هنا في اتنين اوكي مستر وهنا في واحد ما نتزوج كده لوحده الراجل دا هيمسك مع دا وده هيمسك مع دا شكرا اصبح مستر دا عنده واحد واف لوحده وده عنده واف واحد لوحده في حالة وجود الكترونات حول المركب لم ترتبط بعد فك اللومبير فقط اضطر جري تيجي على دول تقولهم لو سمحتوا احنا اسفين افوكاتو هتفكو ليه اصلا هتعملوا ربطة مع الراجل دا وتعمل ربطة مع الراجل دا اصبح الاس ماسك بربطتين مع الاوه ماسك بربطتين مع الاوه يبقى هنا انا فكيت اللومبير طب الاس اوسري مثل ادي الاس في النص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نفس الكلام بس هنا اوسري هنا يلا بينا الاوه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة القول تانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يلا نربط قال لي مستر ده يربط مع ده وده يربط مع ده ده احنا عارفينه وبعدين فك اللي تحت لما فكناها بقى ده الواحد وده الواحده ضربت هنا وضربت هنا ايه الجديد ايه الجديد يا نجم ان انا عندي فوق يا نجم مصر اكسجين لسه مرتبطلش وعندها ست الاجتماعاتي هي عايز تعمل ربطتين طب نعمل ايه قال لي مستر عمر اللي هيحصل كلاتي دي هتمسك مع دي ودي هتمسك مع دي اصبحت الاس دابل بوند او دابل بوند او دابل بوند او طب السيوتوب اللي عليك عشان نخلص السي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا ماسكف اكسجين وهنا ماسكف اكسجين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ده هيمسك معده بربطة ده هيمسك معده بربطة ده هيمسك معده ونضطر وده هيمسك اصبحت السي دابل بوند او دابل بوند او كده انا قرتلك الرسمات الرزلة ويلا نخش على اللي بعده شباب عندي مركب اسمه سيوتو لسه رسمين سي دابل بوند او دابل بوند او الاو بس 3.5 ودي بس 3.5 والرجل الطيب ده بس 2.5 والله لو عملنا ماينس ببينهم هتلاقي ان المركب بعد ما تحسب الديفرنس في الالكترونيجاتيبتي هتلاقي ان هو مركب بولر حلووي لان هتلاقي الرقم بتاعه ما بين 0.4 لحد ال1.7 وال0.4 مش معنى معنى كلمة بولر يعني المركب جواه عملية سحب حلوى الكلام ولكن العلماء اكتشفوا ان هنا فيه اكسبشن ان الراجل ده خد مني المعلومة بسرعة بالله عليك عشان حاجات دي بتاع العلاف امتحان نان بولر يا نهار ابيض ليه قال لي يا مستر بوس بوس اتنين زي بعض بيسحب عكس بعض يلغو بعض يبقى تاني اتنين زي بعض بيسحب عكس بعض بيلغو بعض تاني اتنين زي بعض بيسحب عكس بعض بيلغو بعض طب مستر ايه اللي حصل الاكسجين قاوي وهنا قاوي طب وبعدين ده يسحب وده يسحب طالما سحبت في نحيتين عكس بعض عمر سليمان بيتسحب من نحيتين مين هيكسب ولا واحد هيكسب فهفضل ثابت فالمركب هقول ان هو لا سحب طالما لا سحب يبقى المركب ده بيتقال علي نان بولر حلو الكريمات طب اللي بعدين قال لي يا مستر انا عندي بالنبي حاجة اسمها نوبل جاز ويركز على الكلام النوبل جاز دي اخرها معروف انها عندها تمن الكترونات وطالما اخر تمانية يبقى انا مركب ستيبل وطرما انا اخر تمانية ومركب ستيبل فببقى الوحدي ببقى لون بقول على نفسي مونو اتومك حلو الكلام بقول على نفسي ايه مونو اتومك يعني ايه يعني وحدي وحدي وحيد وحدي وحدي وانت بعيد المركب ده والله بيبقى الوحد واش معنى لانه معنى واش حد مش عايز يعمل ان حد هو مركب ستيبل طب مثل اللي بعد بيقول ايه بعد ما اكتشفنا كل الايوب قلنا هنتكلم على حاجة اسمها نظرية فيسبر طب نظرية فيسبر دي عملت ايه والله يا مستر كل اللي لنظرية عملته قلتلك انا هساعدك انك تعمل درو ليه اصلي يا مستر الاو الاوكت ترول ولا ولا يريتني شكل ولا وريتني الاستيريو ستركشور ولا رسمة الاشكال فانا هتطر هخش في عملية الفيسبر الفيسبر اعطتلي حاجة اسمها اب ريفييشن يعني اب ريفييشن اقولك يا عمل مشيها معي دلوقتي صيغة صيغة ايه بس صيغة صيغة معينة كده امشي بيها اسمها ايه اكس ايه قالتلي اي مركب عنده صيغة دي عمر سليمان عنده صيغة دي مين الايه قال لي الايه هو المركب اللي موجود في النص هو المركب اللي موجود في السنتر وهو اكتر واحد مهم طب مين الايكس قال لي هي العناصر اللي موجودة على طرف المركب اللي موجودة حول المركب وياملاش ايه تلاتين لازمة طب مين الايه هم اللون بير مين اللون بير اللي موجودين فيهم قال لي للمركب اللي في النص المركب اللي موجود في السنتر عنده عدد لومبير بديه على رمز ايه يعني مثلا بص لو انا عندي مركب لو عايز تعرف الفيسبر بتاعه عامله هحط ان واحد اتنين تلات اربعة ادي اربعة نقط جمال وهنا خمسة عشان هو موجود في جروب ايه هحط حوال ايه ادي اتش و ادي اتش و ادي اتش حلو اوي حاجة اقول لك يلا معايا بسرعة في كم مركب واحد في النص هتقول لي واحد يبقى اسمها ايه في كم مركب على الطرف او في كم لومبير على الطرف هتقول لي تلاتة يبقى اسمها اكس تلاتة طب في كم لومبير هتقول لي واحد يبقى اسمها ايه يبقى المركب ده شكله ايه اكس ايه وكل واحد من دول العلماء ايه هاميستر ليه طريقتين للرسمة يا اما هرسمه بالشكل او يقال عليها يا اما هرسمه بالشكل اللي يقول عليها يبقى انا اما هرسمه يا اما هرسمه بالشكل حلو كلام طب مثل العمر لو سمحت لو انا هرسمه بالجيومتريكال او هرسمه بالستيريو او هعمل اي اما شبه من الاتنين دول طريقة معينة خليني اتفهم معك قبل ما اخش هرسم الجيومتريكال او الارانجمنت بيحب الكل ويعترف بهم الجيومتريكال بيحب يرسم كل حاجة الستيريوز استركتشر يرسم كله الا ابا الا مين اللومبير بيعمل ايه بيعمل لها عملية cancel بيلغيها لكن اللومبير مش موجود وهنشوف ده بعينينا يلا نشوف ازاي بنرسم انا حضط لك المركبات وهشاولك على كام حاجة وقول لك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك يلا بالك معلني خلص اعتبرني مقولتش حاجة ايكس تو انا هرسم من اول الاشكال جيومتريكال وبعد كده ربنا اسأل بقى ونرسمه بالاشكال الرينجيمنت يعني ايه في النص وحواليها من هنا ايكس وحواليها من هنا ايكس يبقى كده اصبح شكل عامل ازاي قال لي يا مستر انا بحاول اخلي الزاوية ابعت حاجة عن بعض الزاوية هنا كام قال لي الزاوية مية وتمانين وانهندرد ايتي زي مين زي سي او تو والبي اف تو بترسمه بنفس الشكل بقول على الشكل ده اسمو لينير هو في ايه كتابة اخنطر ايه كده يلا اللي هراء طب مستر ايكس سري والله بارسم في النص لأيه طالما هو في ايه يا ابني انت مجنون اه يلا الطلبة بقى طاوة تتفرج علينا واحنا عاديين نهلب ماشي بصوا هنهرسم الايه في النص وطالما اي حاجة حواليها تلاتة ايا كان شكلهم بتترسم على شكل المسلس ادي اكس و ادي اكس و ادي اكس زي مين زي البي اف سري الشكل ده شبه المسلس بقول علي طريانجلل او طريانجلل الشكل ده بكام الزاوية قال لي بمية واشرين ماشي اي اكس تو اي خلي بالك بقى الاكس هرسمها زيها زي الايه بس بص عاملها ازاي ايه حواليها اتنين اكس و واحد ايه بحواليها كامل تلاتة يبقى انا بص هعمل ايه وهنا هعمل اكس وهنا هعمل اكس جملة هولا ما قالوا لي ايه قال لي يا باش ما تكتبهاش ايه كده انت انا مش مش ناس هو بدل ما اكتب ايه هحط نقطتين مش الايه دليل على ايه على اللومبير الايه دليل على ايه واخد بالك دايما ان اللومبير بتبقى وقدة مساحة كبيرة بتبقى وقدة حيس الاكترنات وقدة رحيتها شوية تماشي ونفس الكلام الزاوية هنا بكام قال لي بمية وعشرين الايه هي ايه ايه هي وقدة شكل الهرم بتاعنا يا مستر سوري المسلس يبقى ده بقولها عليه ترايانجلر حلو قاوي يلا الله زي مين قال لي زي ايه ده مستر لما جينا رسمناها اس دابل بوند او هنا لومبير ولومبير اس دابل بوند او لومبير ولومبير وهنا في لومبير بص على شوية من قبل الفيديو بالخمس ده هتيني بقولها تم مستر هنا في كام واحد في النص واحد في كام واحد عالطار في اتنين طب يا مستر في كام لومبير يجي حمار يقول لي واحد اتنين تلاتة اربعة قال له جزمة انا لقى دعو باللومبير اللي في النص فاتبقى اسمها ايه جميل اللي قرأ ايه اكس فور لو المركب حوالي اربعة بيترسم بشكل ايه قال لي شكل سلاسي الابعاد بقى شكل بقول عليه تتراهيدرال بص برسم واحد فوق وبرسم تلاتة تحت بقعد عن بعض كده شوية الشكل ده زي بالبلد تلاتة الهرم وطالع منها حاجة كده الفوق الشكل ده بقول عليه تتراهيدرال تتراهيدرون اللي اتنين واحد الزاوية هنا بكام مية وتسعة ونص معلش تسمحني بالله انا هقوله بس نختفع على طول عشان من قدش نقل كتير فيها جميل زي مين زي سي اتش سي اتش فور او طب مستر الان اتش سري لو جيترس هتلاقي نفسك واحدين تلاتة اربعة وبعدين هنا في اتش وهنا في اتش وهنا في اتش لو جيت بسيت فيه كم مركب في النص هتقول لي واحد فيه كم مركب على الطرف هتقول لي تلاتة فيه كم لومبير هتقول لي واحد يبقى ايه اكس سري ييه يلا نرسم الايه هي 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 الاكس يبقى ايه وهنا اكس سري يعني تلاتة ايه واحدة اكس يبقى مجموحهم اربعة يبقى فيه واحد موجود فوق اسمه ايه وهنا اكس وهنا اكس وهنا اكس الشكل ده اسمه تترا اهيدرول بس اخد بالك مثل مجرسمش الايه كده بحط نقطتين وطلع منها الشكل حلو كنت بقولك ايه بحط نقطتين يكونوا شبه العين ايوه صح لو انا عملت الابتسامة الجبيلة انت او في ليلة اللي انت حنود ده بتضحك طب وبعدين الشكل ده اسمه ايه اسمه عندي تترا هيدرول او هيدرول الزاوية بكام استنى اللي احنا عارفينه ان الزاوية بالمرة بقى مية وتسعة ونص ده اللي احنا عارفينه ولكن ان احنا اكتشفنا لما يكون موجود عندي في الحالة دي بالذات اللومبير اللومبير ده بياخد مساحة بالبلدي خلا نخلص طخين مليان عشان هو واخد مساحة فلما ياخد مساحة بيزور من هنا ويزور زي ما حد يقول لك ممكن تنزح وتعادني جنبك لو انزح واقعد جنبك واحد رفاية هتبقى قعد براحتك لو انزح واقعد جنبك واحد مليان حلو ما تبصليش مش انا واحد مليان هديجي تقعد هيزنقك هيبعدك فهو لما واقف فوق زنقهم زقهم الزق ده اسمه ريبالجان فورس اصبحت الزاوية ال بيت بكام اصبحت بمية وسبعة حلو زي مين زي الان اتش سري او البي اتش سري طب اخيرا وليس باخيرا مين يعمل حاج قال لي اي اكس تو اي تو زي الاتش تو او يلا ها ارسمه زي الاتش تو او قال لي همستر عمر ولا اي حاجة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين هنا في اتشايا عزيز الطالب هنا في اتشايا في كم واحد في النص واحد كم واحد عالطار في اتنين كم لومبير قال لي اتنين باس ما اي تو لو جينا فكرنا مع بعضينا جينا كده روشت معايا هتقول لي اتنين اكس واحدة ايه اه يبقى حقولي اربعة تتراهيدرال بص ادي هنا ايه بص ادي هنا ايه بص ادي هنا اكس بص ادي هنا اكس تقل معايا نجم بدل ما احط ايه هحط هنا لومبير نقطتين بدل ما احط ايه هحط هنا لومبير نقطتين اصبح الشكل ده اسمه عندي في الكنيا تتراهيدرال وتالما تتراهيدرال الزاوية ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده استنى استنى بقى في اتنين تخان قاعدين جنبي زنقوني اكتر اصبح فيه موري بولجان اصبحت الانجل بتاعتي سمول اصبحت الزاوية بتاعتي هنا مستر بكام قلي قلت في الكتاب كان مكتوب لك قديما مية واربعة ونص هنا الزاوية لما تقل هتبقى بكام اللي هتبقى بخمية وخمسة خلاص في حالة وجود ايه اتنين لومبير والاتنين لومبير زقوا اكتر انا اكتر خلت الزاوية تقل اكتر مية وخمسة زي السي اللي توقو وخد لي بالك من ده وحط لي علي نجمة طب اللي بعض بيقول ايه كل اللي انا رسمته ده اسمه عندي جيومتريكل خلاني اتفق مع بعض ان الجيومتريكل هو هو الاستيريو ولكن مختلفين امتى لما يظهر عندك لومبير لو ظهر عندك لومبير في الشغل اعرف ان الاستيريو تغير ايه ده تغير يعني اتغير يعني الاستيريو اختلف ايه يعني اختلف يعني زي ما بقولك كده اسمعني ده في لومبير لا يبقى الاستيريو هو هو الجيومتريكل في لومبير لا يبقى الاستيريو مفوش ايه يعني هو هو جيومتريكل في لومبير اه استنى بقى لنا السموة هو كان شكله عامل ازاي والله كان شكله ايه طالع منها ايه وهنا في اكس وهنا في اكس الشكل ده بقولها على ايه اول ما اقولك انا هاخد الاستيريو بعمل ايه برسم نفس الرسمة ولكن بشيل اللومبير هيبقى ايه وتغير اي القدتى ايه وطلع منك اي. لا احدش يا ال اكس الشكل ده اسمه عندي في الكيميا انجلال tochم يكسل شبق الانجل طب مسر تاني اللي بعضه اللي بعضو مين ده في اللومبير لا. لأ فادح عادي ده في اللومبير ا lungبير اه يا مسطر ايه اكس ايه والنبي كان شكله اعمل ازاي ايه طالع منه لومبير هنا في اكس هنا في اكس هنا في اكس طب والنبي ايه باري انا مش عايز للشكل ده انا عايز الشكل الستيريو اعمل ايه قلي هاشطب على اللومبير. هيبقى شكله ايه? طالع منه اكس طالع منه اكس طالع منه اكس. اسم ايه ده? قللي يا مستر دي شبه قعدة الهرم. هقول عليها سري بيز بيرامد. الشكل اللي انت قلته ده اسمه هش هتبتع اللومبير. طب يلا علي بعده. اي اكس تو اي تو. هدي اي اي اكس تو اي تو. ايه. وهنا اكس وهنا اكس. وهنا لومبير وهنا لومبير. ده الشكل الجيومتريكال. مايجيش معايا في الاستيريو. ليه عم الحاج? قصف الاستيريو بشير دول. شلت اللومبير من هنا. واللمبر من هنا. اتبقى لي ايه? ماسكف اكس من هنا. ماسكف اكس من هنا. اصبحت الزاوية. اسمها انجولور. يبقى كده. اخدنا الاشكال الفيزبر بتاعتنا. اللي قدرت مهلل الاستيريو اول جيومتريكال واللي قدرت تعرف لي وبدأت ترسم وبدأت تقول الزاوية واخدلي ملك من اللومبير بيؤثر على الزاوية. ويلا بينا رجالة الخش على اللي بعد. شباب العملية اللي اقراها او الجزء اللي اقراها النظرية الاخرى وهي نظرية الفي بي تي. الفي بي تي بتاعتي اللي هي فيلنس بون فيري. اللي عالمية اكتشفوا ايه? اكتشف يا ميستر ان عملية الشير مش بتحصل ما بين الالكترون. مش انا سيب الالكترون وانت سيب الالكترون. لا 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 الكلام ده غلط. اصبح عملية المشارقة بالغرف. بالاوربيتال. ايه ده? يعني ايه? يعني الكترون قاعد جوه اوضة. والكترون تاني قاعد جوه اوضة. نعمل ايه? نفتح القطين على بعض. نخلي القطين مع بعضك انهم اوضة واحدة. اوضة اسمها في الكيميا. اوربيتال. يبقى العملية دي. لو انا قلت لك اهو واحد قاعد هنا الواحد وواحد قاعد هنا الواحده. طب نعمل ايه? ناخد القوضة دي القطين. يبدأ ان هما يوفر ايه ده كده اسمها الكلمة دي? يوفرلاب. يبقى ده? يبقى مع ده. ويبقى شاركوا بعض في جزئية وهي دي عملية الوفرلابنج. هي دي عملية الشير ولكن بالشكل الجديد. فالعلماء قال لك عشان تقدر تامن العملية دي. لازم اول حاجة توزع المركب اس اس بس بس. تعاني افتكر مع بعض. باوزع ازاي? هو انا عايزك تعرف ده. اس اس. بي اس. بي اس دي. ها الاس في الدور الكام? اول. تاني. تالت. رابع. تاني. تالت. والهنا في الدور التالت. افتكر دايما ان ربنا خلق الاس بتشيل اتنين الكترون. البي بتشيل اه ست الكترون. الدي بتشيل عشرة الكترون. افتكر لما كنت بوزع بوزع الاول سنجل. وبعد كده موزع اتنين. بعد موزع اتنين قال لي ارسم الغرف بتاعتك على شكل مربعات. حلو. تعال كده وانا ده اخيل. ربنا خلق الاس اوضة واحدة. ربنا خلق البي تلات قوض. حلو. ربنا خلق الدي خمس قوض. بس احنا مش عايزين ندي في حاجة. احنا نقف لحد البي. افتكر معايا بسرعة. مستر الاس اوضة واحدة. لما باجه ارسم واحد باصل فوق واحد باصل تحت. البي كم موضة. تلاتة. بص كده يا رجالة. ادي واحد 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 ادي سنجل سنجل سنجل. وبعدين دابل دابل دابل. حلو قوي. طب يعمل حاجة لو عندي مركب اسمه اتش توب. سرعة الامسلة. هنا هو كام اتش قال لي هو اتش واتش. وبعدين كل اتش فيه كام الالكترون قال لي جواه. وان الالكترون وان الالكترون. يبقى هنا وان اس وان وان اس وان. وزع ده وده. الاس ربنا خليها ايه عبارة عن مربع ومربع. هنا في واحد هنا في واحد. وبعدين تلاتة. ارسم الغرف بالشكل بتاعنا بقى الستيليو سري دي شيب ازاي. ربنا خلق الاس اللي فيها اوضة واحدة مربع واحد شبه الدايرة بقولها عليها اس فريكال شيب. وربنا خلق البي اللي فيها تلات قوة. اوضة اسمها بي اكس. وده اسمها بي واي. وده اسمها بي زد. ايه من نفسك اكس اكسز واي اكسز زد اكسز. ها. البي ربنا خليها في العموم شبه حاجة اسمها لضم بالشيب. علامة الانفينيتي او التمانية. فالفكرة كلها او تو بير ميت هيت باي هاد. كن متراتين بيقابلوا بعض وش في وش. انها لما قل لك بي اكس يعني البي وفع ال اكس اكسز فعملها كن. لما قل لك بي واي يعني البي وفع ال واي اكسز فعملها كن. لما قل لك بي زد يعني البي وفع الازد اكسز فعملها كن. يبقى ده اسمه بي اكس ده اسمه بي واي اما الاخير ده اسمه بي زد. حلوة. بصر عمر لو سمحت هنا اس وهنا اس. ايه اللي شكرا كده عملو عملي تشير طب مستر لو جالي مركب اسمه اتش اف وركز في الكلام سمحني انا حاسس بتقل لاني لسه متصحر خلاص مش قادر لو هزيتني هزة كده هطلع اللي صحرته فهستأذب معاليك بعد اذنك على قد ما نتعبان عشانك على قد ما نتتعب عشان عشان تفرحني طب مستر الاتش اف مالو قولي يا مستر الاتش ربنا خليها فيها واحد الكترون اما الاف لما نيجي نوزعه هنلاقوا فيه كامل الكترون قال لي ربنا خليها فيها تسعة الكترون تعالوا نوزع هدي اس سوري وان اس وان طب هنا اس اس بي هتيجي توزع هدي واحد اتنين 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 يبقى اربعة فاضل كامل تسعة هدي خمسة ستة سبعة ده ما ماشي يا مستر ها فيها كامل بي قال لي يا مستر انت كده وزعت اربعة من اصلك يا مالي مستر يبقى كده خمسة ستة سبعة دمانية تسعة يبقى هنا هتحط ايه خمسة يا شطور طب مثل لان البي قريدي اخرها بتشيل كام ستة طب لما جارسم هرسم من قال لي ارسم اللي موجودين في الاخر هنا وان اس ادي دايرة وفيها واحد شكرا طب البي فيها كام يلا بينا نفتكر البي البي هي عبارة عن ثلاث قوض يلا بينا نرسمهم واحد اتنين تلاتة ادي سنجل وهم خمسة اربعة خمسة الاودة الاولى اسمها بي اكس التانية اسمها بي واي الاخير اسمها بي زد طب يلا يا عم الحج ادي بي اكس سرع الله اه ادي بي واي نايس 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 ادي اخيرا البي زد حلو عايز ايه لو جينا بصينا اه يلا اهم نخلص يلا بس انا بتلعبكت شوية عشا تحركت معي بس انا شي لو جينا بصينا هنلاقوا ان البي اكس وهي ي definition اما الضي في البي اكس ايجراء بيhour في البي اكس طب مستر حجينا اله اله عملغ بوند الله ايه الميتش الناول حاجه مع البي اكس يأطane الحاجة اسمها اوفرلابنج. تعال فراجت كده على اوفرلاب. هيروح يعمل كده. اوبا. يبقى هو راه عمل اوفرلاب. ركب على الجزئية دي. يبقى الوان اس. الوان اس. مسكت مع البي زد. وعملت هنا ربطة. عملت هنا عملية الشير. حلوة. طب مستر معلش عشان ما اتفقين. ربنا خلق السي بتمسك في اربع روابط. الان بتمسك في ثلاث روابط. الاتش بتمسك في ربطة واحدة. الاو بتمسك في ربطتين. فولورين كولورين برومين عايدين في ربطة واحدة. يعني دي معلومة. بص بقى. ادي اكس مسكة مع واي. اول ربطة عندي سيجما. اول نوع ربطة اول ربطة ما بين اي مركبين سيجما. اي ربطة تانية معها اسمها باي. اسمها باي. يبقى اول ربطة اسمها سيجما. والسيجما معروفة انها رابطة سترونج. والسيجمة معروفة انها هيد باي هيد. بالبلا دي بدل ما قولك هيد باي هيد. تقولي يتمع عملية اوور لاب. اما الباي بوند معروفة انها بتحصل صايد باي صايد. يعني صايد باي صايد. قال لي يعني لازم بيه تمسك مع بيه. يعني لازم شكل دامبل يمسك مع شكل دامبل جنب بعض. ما ينفعش يا مستر حاجتين ينطوا فوق بعض. حاجتين يبقوا راكبين فوق بعض. حاجتين عاملين اوور لابنج بعض. لا. لازم يوقفين فوش بعض. الربطة دي اسمها عندي في الكيميا باي بوند. يبقى الباي بوند هي رابطة مستر دي واحدة ودي التانية لا. اللي اتنين على بعض كأنهم رابطة ايه رابطة واحدة. اي رابطة في الاول سيجمة اللي بعده كله بقول عليه باي. بص حبيب قلبي. اللي دايما عنده رابطة سيجمة. اللي دايما عنده رابطات سينجل. اللي دايما بقول عليه استرونج. انا واحد قوي. محدش يحركني بسهولة. محدش يكسرني بسهولة. محدش يفعلني بسهولة. كان نوت ري اكتر. محدش يقرب لي. فبيقولوا علي مش نشيط عشان قوي اساسة محاش يحركني. لكن لو انا عندي رابطة باي بوند. في اللحزة دي من غير ما فكر ترى ما انا باي بوند اعمل حاج. يبقى انا ايه? قال لي يبقى انا راجل ضعيف. عشان اختباه انا اكيه? ضعيف. وطالما انا راجل ضعيف. انا راجل ضعيف. مالي. هيحصل لي بريك. ايزيلي. وطالما بكسر بسهولة. يبقى هنا كان. ري اكت. فاست. هتفعل بسرعة. فبالتالي بيقوله اي حد عنده باي بوند. بيقوله عليه. ايكتب. يلا بينا رجالة. قبل ما اتكلم في ده. عايزك بس تفتكر. ان احنا كان عندنا حاجة اسمها. كاربون. اكسيبشن. بتاعة عملية الوفرلاب وعملية الهايبرديزيشن والاكسيتيشن. اه افتكرناه. بتاع السياتش فور. ميسان. وايسين. وايسين. اهم التلاتة دول. هم دول الاكسيبشن اللي عندنا. يا رجالة لو سمحتم. هستأذلك. عشان نفتكر ده. تعالى نرجع للفيديو القديم. وشوف انا قلت فيه ايه. جزء اللي الهايبرديزيشن. واحدة واحدة. اللي حصل عندنا ان انا ظهر عندي مركب اسمه مركب الكاربون. هنتكلم على الكاربون وبعكيها فاهمك باقي الاكسيبشن. الكاربون مالوى مستر عمر. الكاربون ده بيعمل ربنا خلقه بيعمل اربع ربطات. يعملهم فردي زوجي حنبلوزي هو بيعمل اربع ربطات. فاللي بيحصل كالقات. ممكن مرة اللاقي الكاربون حواليه اربع ربطات فردي. وفي لحظة ان هما فردي قلت لك الرابطة الفردي بقول عليها سيجما. سانية واحدة. الربطة الفردي بقول عليها في الكيميا يا رجالة سيجما. 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 اي رابطة فردي يتقال عليها ايه? سيجما. هي السيجما دي حصلت ازاي? مش احنا واخدين. ان حصل عملية زمان كان الشير. انت تديني الكترون انا اديك الكترون نبقى مع بعض. لا 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 دلوقتي لا. الالكترون قاعد في قوضة. والتاني قاعد في قوضة. طب بقولك ايه? ما تيجي نحط قطي على قطك ونفتح القطين على بعض. القطين كده عملوا شير بس باستخدام الاوربيتل. باستخدام الغرفة. عملوا شير باستخدام عملية الاور لابنج. حلو الكلام. طب و بعدين. طب و ايه علاقة الكربون? ما هو الكربون مرة ممكن نلاقيه كده. ممكن مرة يلاقي الكربون هعمل كده. سي. ايه ده? تعالك هنشوف. سيجما سيجما سيجما. ايه ربطة خطة تاني? قلتلك تاني. اول خط ما بين مركبين بيتقال عليهم سيجما. تاني خط او تاني ربطة بيتقال عليها باي. يبقى انا كده عندي ربطة هنا. حاجة اسمها سيجما. وحاجة اسمها باي بوند. السيجما بديها رمز ايه? كورة لها شعرة. والباي بديها رمز زي تاو كده. قال لي يا مستر اه دي مركب ومركب. مسكين مع بعض في ربطتين. اول ربطة عندي سيجما تاني ربطة عندي باي. احنا ممكن نلاقيه مركب بشكل عامل كده. ايه ده? الكربونة مسكة في تلاتة وواحد ما مرضو دولار باعة. بس اخد بالك سيجما سيجما باي باي. طبعا في دس. لا مستر تقولك الشكل العلمي صحيح بعشة للطلبة. بص يا حبيبي. سيجما سيجما باي باي. ما يفرقش معايا مكانها فين. بس دايما بس كده. اول ربطة عندي سيجما. تاني ربطة عندي باي. تالت ربطة عندي باي. اصلا اما حاجة باعرف ان اول ربطة سيجما. ايه الفرق بقى ما بين السيجما والباي? السيجما معروفة انها strong. ومعروف انها اول ربطة single موجودة. الباي معروفة انها weak. السيجما بتحصل ازاي? هي السيجما والباي هي عبارة عن ناتج عملية sharing. اي عملية share هتحصل هتعمل ربطة سيجما والربطة باي. بس الفرق في طريقة الشير. هنا اي اتنين هيركبوا فوق بعض. هيعملوا عملية overlap. اعرف على طول ان الربطة سيجما. والله دايرة على ركبت فوق دايرة. اه سفير ركبت فوق دامبل شيب. دامبل اه عمل overlap على دامبل. اهم حاجة اي عملية overlap بالشكل ده. اهو. ده بقول عليها سيجما. ودايما بنقوله على الشكل ده. هيد باي هيد. يبقى الشكل ده اسمه في الكيمياء عندي يا رجالة. هيد باي هيد. انا احاول بس ايه? قال لي السيكنس لالخط. مشان. حلو. بيتقال عليه دايما في الكيمياء يا رجالة هيد باي هيد. يبقى السيجما معروفة عنها انها ربطة قوية. ربطة سينجل. اي حاجة فيها overlap هيد باي هيد ربطة دي سيجما. طب مثل عمر الرابطة الباي ازاي? قال لي البي اللي شبه الدمبل. مع البي اللي شبه الدمبل. كده انا معايا قوضة اسمها بي واقضة اسمها بي. بقى انا معايا غرفتين. طب الغرفتين واقفين جنب بعض. كل واحدة معها الكترون. ازاي يشاركوا بعض? قال لي بص يا مستر هيقربوا البعض سايد باي سايد. يعني ايه بص 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 اللي هيحصل? هما اللي اتنين هيحاولوا يقربوا البعض. بيتقرب من هنا بيتقرب من هنا ما يخش رأس براس. لا. جنب بعض كده. يبقى الشكل ده بيتقلع عليها في الكيميا. سايد باي سايد. ناشي يا اعمل حاجة. طب سايد باي سايد يعني اللي اتنين قفين جنب بعض. طبعا كل قطين بيمسكوا مع بعض. الرابطة كلها على بعض. كلهم كده اسمهم باي. يبقى الربطة دي كلها اسمها ايه? باي. مش دي ربطة ودي ربطة. لا الاتنين على بعض ربطة واحدة. فسايد باي سايد جنب الجنب بنقرب بعض جنب الجنب كده بص 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 الكلام اواريك حاجة سحر كده انت او مرة تشوفها طبعا اهي اهي بص حبيبي مش هيه دي اهي واي بص يا نجم بص اللي هيحصل بس طالما اهي شوفت قربوا البعد ازاي اهي تاني تاني بس اهي الرابطة اللي حضرت قدامك دي هي رابطة سايد باي سايد يتقلع عليها باي بوند اسمع يتقلع عليها ايه باي بوند اما السيجما بص 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 عليك ده اما السيجما ادي هيد ودي هيد بص اللي هيحصل بقى يلا بينا السهم المنطلق بص 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 في حتة اوفرلاب حصل الاوفرلاب اللي حصل ده بيتقلع عليه هنا بالشكل ده اه هيد باي هيد او بيتقلع عليه بالشكل ده سيجما بوند معروف عنه انه هو سترونج اما القرب اللي حصل ما بينكو بيتقلع عليه باي بوند بمستر ده يفيدنا باي باي هنعرف اهم حاجة لما تخش اي امتحان في اي رسمة للكربون سواء ميسان الميسان اولا هتبقى حاول اسمها المركبات برامزه CH4 ترسم المركب الاول و تشوف حواليه كم سيجما و كم باي و بعدك هان نبدأ يا ربنا يا كريمة هتقول الميسان هو يا مصر بص خلي انت قاعد هنا انا هو علم بك بص حبيب الميسان هي عبارة عن C 1 2 3 4 وهنا H H H H اتش. لو جينا وصلنا هنلاقي هنا ايه? ربطة 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 ربطة. يلا نعرف النوع يلا. سجما سجما سجما. ايه ده? اربعة سجما. ده باسألك في اي باي? هتقول زيرو باي. جيب اربعة سجما وزيرو باي. جميل اوى مستر. طب ترى اما اربعة سجما وزيرو باي. بقى ما عنديش ولا واحدة باي بس انا عندي اربعة سجما. طب ده هيفر معي هيفر معي حالا بس خلينا اشتغل. اول الحاجة بعملها عشان هرسم هرسم الكاربون. هو الكاربون عنده كام الكترون ستة. يلا نوزع الستة. ادي اس اس بي اه دي احنا بنوزحة اس اس بي. وبعدين. قال لي يا مستر نوزع الستة. اتنين اتنين اتنين. طيب هنا في كم هايدروجين اربعة. ودي هايدروجين. 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 جميل. هنخش على كل هايدروجينة. انت واون الكترون. انت باسمك وا удобهاン اس وتوزيعك parents e Pอ就是 Explained بنا خلال اس شبه الدايرة افتكروا فيها واحد. الاس شبه الاسفير. الاس شبه الاسفير. الاس شبه الاسفير. الاس شبه الاسفير. طب البي افتكر البي فيها كم اوضة? تلاتة. كان فيه اوضة اسمها بي اكس بي واي بي زد. جميل. ايه اللي هيحصل? ان البي فيها ثمين الكترون. ايه ده مستر دام? انا هنا عندي غرفتين. اما هنا عندي كم غرفة? انا هنا بالشكل ده. عندي أربع أوربيتال مطلوب مني يعمل حاج مطلوب مني خلي أربع قوض يروح يشتركوا يتجوزوا يعملوا شير مع غرفتين مستر الكلام ده مصحيح في اللحظة عدم وجود كلام غير صحيح هيبدأ الكربونة تخش في حالة من الزهر الكربونة جالها تليفون إلحقي جاي لك أربع أرسان من الهايدروجين جوزيهم دلوقتي تقول لها أنا هرسود هجوزهم إزاي ده أنا عندي نفارين بس تقول لها تصرفي الكربون تبدأ تعمل إيه هتبدأ ترس هتبدأ ترس نفسها هترس نفسها إزاي مش الكربون اسمها 1S 2S 2 بيها بتفلت نفسها عايزة تطلع عليها تتصرف يبقى عندها أربعة نفار 2 2 2 يلا بينا الرس 1 2 3 إيه اللي انت بتعمله ده قال لي يا مستر أنا برسم الأس الأودة اللي تحت 1S الأودة هنا 2S الأودة هنا 2B جميل الكلام حط فيها الكتروناتك هنا واحد اتمين بوزع single double single double single single شكراً يبقى أنا كده وزعت الكربون الكربون قعدت تبص من نفسها يا نفسي أنا فيه إيه قال لك يا مستر أنت فيك هنا إيه أنا فيه كربونة واحدة فيه إلكترون وإلكترون فيه تلين بس وأنا جاي لأربعة نفارة عايزين يتجوزوا عايزين يعملوا عايزين يعملوا شير أعمل إيه؟ قال لك أضطر هخش في مرحلة أساسية المرحلة دي اللي هو هعمل عملية excitation يعني excitation تيجي الكربون لوحدة من بناتها اللي موجودين تقول لها أنت يا بيت دي خدي بعدك وطلعي عادي فوق يا ماما خدي بعدك وطلعي فوق رح تأخذت بعدها وتطلع وهي بتعيد خلاص قعدت فوق في القوضة اللي فاضية بقت لوحدها في القوضة خد بالك كده من الكلام ده تاني وان اس تو اس تو بي وخد بالك بالله عليك أصبح هنا فيه اتنين إلكترون وهنا فيه واحد بس لمنها طالع فوق واحد 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 مثل لو سمحت هي القوضة دي اسمها ايه دي اسمها بي اكس دي اسمها بي واي دي اسمها بي زد طب مثل لو سمحت أرجع لنفسي هو أنا عندي كام ربطة سيجمة هنا قال لي انت عندك أربع ربطات سيجمة اللي هيحصل كالأتي قال لي يا مثل الاس في اللحظة دي هتقول لك خلاص الكربون تروح عاملة تليفونها يا بقى جماعة أنا جهزتلكو أربع تنفار فين يا عم أنا جهزتلكو تلات إلكترونات موجودين في البي اكس والبي واي والبي زد وجهزتلكو إلكترونة فاضية موجودة في ايه هنا في التو اس يما دول موجودين هنا وده موجود هنا قامت الناس قالت ما ينفعش الجوازة التم ليه عم لازم الإلكترونات كلها تبقى بنفس الصفة ما ينفعش لأن طاقة التو بي موجودة فوق أعلى من التو اس لازم الإلكترون يكون عندهم نفس الطاقة لأن التلاتة اللي فوق ما عندهمش نفس الطاقة بتاع الرجل اللي تحت يبقى الإلكترون have no similar energy طب في اللحظة دي عمل إلا هيحصل هيضطر الكربون يتصرف الكربون يعمل إيه؟ هيعمل عملية اسمها هو ليه بيعملها؟ عشان يخلي الإلكترون كلها عندهم same energy يخلي الإلكترون عندها نفس الطاقة طب يلا بينا إيه اللي هيحصل فهيجي الكربون يقول هتصرف أنا مش معقول ياخد كل القوة دي ركز كده ياخد الاس مع البي يعمل لهم ميكس يدخلهم مع بعض أو بالبردي زي ما بنقول الاس هتخش تتجوز القوة دي والقوة دي والقوة دي يبقى القوة اللي اسمها اس هتطلع تتجوز مين؟ أو هتطلع تمسك مع مين؟ هتمسك مع البي اكس وهتمسك مع البي واي وهتمسك مع البي زد العملية دي اسمها عملية تهجيل طب أنا بعمل تهجيل ليه؟ عشان أخلي القوة كلهم في نفس الطاقة انت فوق وانت تحت طب نعمل كده عشان كلنا نبقى مع بعضها طب عشان نبقى كلنا نبقى في نفس الصف وكلنا في نفس الدور مع بعض هعمل عملية اسمها hybridization طب وبعدين يا مستر عمر قال لي لما الاس تجري عشان تتجوز بي اكس وبي وي بي زد الاس هتطلع تتهجم مع القوة دي ومع القوة دي ومع القوة دي يعني ايه حاجين؟ سيارتك لما يبقى عندك كلب شرس وكلب شكله حلو عايز اطلع mix هجيب الشرس والحلو وحطهم على بعض هطلع كلب شرس شكله حلو يبقى أنا دي اسمها mix دي اسمها hybridization طب مستر عمر تاني لو انت مثلا عايز تخلف حد شبه عمر سليمان يبقى انت هتعمل ايه؟ هتجيب مهند عارفين مهند التركي؟ هتجوزه المين؟ مثلا هتروح مجوزه لشاكيرة هتروح مطلع عمر سليمان يبقى انت في شكل الرسمي اللي عندك ايه اللي هيحصل؟ ان معالي حضرتك هتجيب الاس هتجوزه للبي اكس والبي واي والبي زد يبقى انت سيادة حضرتك هتجوز قوة لتلات قوة حد يرد يقول لي قوة لتلاتة يبقى خلف تلاتة قول له غلط عدد الغرف اللي دخلت التهجين يساوي عدد الغرف الناتجة عن التهجين يبقى عدد الغرف اللي دخل يساوي عدد الغرف اللي خرجه انا حطيت قوة مع تلاتة بص ايدي بقيت عاملة كام؟ اربعة يبقى هنا هيطلع واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى الراجل ده هيطلع اربعة قوة المصر هي الاس لما تتجوز البي يلا مع بعض الاس هتخش تتجوز البي يطر القوة اللي طلع اسمها اللي استنى يبقى القوة اللي طلع اسمها بي بقى تاني الاس اتجوز البي طلع لقوة اسمها اس بي هي القوة الاس اتجوزت كام بي تلاتة يبقى هنا يبقى كده الاس اتجوز بي عطيتني تلت اوض اللي هو اسمهم اس بي سري طب مستر عمر لو سمحت بعد ازدك الشكل اللي قدامك اللي هو الاس مع البي بي بي عطاني اس بي سري اس بي سري العملية دي عملية تهاجين وكده اصدقى عطاني 4 اوض في نفس الطاقة هيبقى الشكل كده ايه دي لوان اس محدش لمسها والس طلعت اتجوزة اربع قوض ويا دي عندي اربع قوض اهم مع بعض في نفس الدور وكل قوضة فيها كامير اكترون واحد 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 يا ترى كل قوضة اسمها ايه اس بي اس بي اس بي اس بي بس هنا فيه سري 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 لانه هم ثلاث قوض طبعا عمم مستر لو سمحت هو الاس شكل اعمل ازاي ربنا خلي الاس شبه الدايرة وربنا يا خلي البي شبه الدابل حد يرد علي هو دايرة ودابل لو دخلوا مع بعض وشكلهم عامل ازاي بس 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 لما دخل دايرة على دابل هيبقى شكلها عامل ازاي قال لي الشكل الجديد بس بس زي باللونة وطالع منها دايرة صغيرة تاني يبقى هي اخذت صفة من الام وصفة من الاب بس احنا كعمر سلمان ككيميا مبنرسمش الكرة اللي تحت دي بنعمله ده بس بنقول عن ايه هيبردايس دوربيتال او الاوضا الناتجة عن التهجين او الاوضا الناتجة عن الجواز وانه هناك تنمح البلونة انا اصبح بس كده بلونة 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 اصبحت الكربونة جاهزة اصبحت الكربونة في اللحظة دي عندها اربع الكترونات في نفس الدور جاهزين ان هما يتجوزوا اربع هيدروجينات كل هيدروجينات عندها الكترون طب يا مستر عمر معنش بسرعة بس استاذنك استسمحك لو سمحت بعد اذنك يلا يلا حبيبي عشان ايه افتح لك صبرتين يلا بس يا استاذ اللي هيحصل عندي كلاتي ها تعال بس هنا بقى عندي اربع عوض كل قودة شبه البلونة وكل بقودة فيها ايه واحد 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 حالو طب عايزيني دلوقت ولا اي حاج عايزين هيرسم ماشا بمستر هرسم الكربون حواليها كان بلونة قالي حواليها اربع بلالين بص الكلام ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة كده اللي اربع بلالين كل بلونة فيها كان في الكترو واحد 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 난 مستر لو سمحت هي الكاربون بالشكل ده بقى عليها هنا بص اسمها عيه يلا ركز اسم القوضة اس بي سري. 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 حلوة قوي. كده الشكل ده الهايبر داي. الشكل بتاعي ايه? قللي شكل تيتراهيدرل. اد صدقر شمه التيتراهيدرل. الزاوية بتاعته 109.5. امتى جنت الاس بي سري? لما كانت الربطات كلها سنجل? امتى كانت الرباطات كلها سنجل لما الكاربون كان عامل الاربعة سيجما بوند امتى يا مصر اشتغلت بالاس بسري لما الاس لما طلعت تهجنت مع البي اكس ومع البي واي ومع البي زد طب مصر كده هي جاهزة تيريرين تيريرين احنا وصلنا احنا العرسان انتم مين احنا اربعة هيدروجين طب وبعدين الهايدروجين دايرة يخش يعمل اوفرلاب ويخش يشارك بالالكترونة بتاعته اوفرلاب ويشارك بالالكترونة بتاعته اوفرلاب ويشارك بالالكترونة بتاعته اوفرلاب ويشارك الالكترونة بتاعته يبقى احنا بالشكل دا بقى عندنا هيدروجين 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 مسكة مع الكاربون عشان يرسم لي مركب الـ الذي يلقب بالميسان وبكده شباب اكون اعلمتك الهايبرديزيشن اللي اسمه ويلا بينا على اللي باعته شباب طب بالنسبة بتاع الاس بي 2 ايه ده هو في انواع اول مركب عندي كان اسمه الميسان تاني مركب اسمه الاسين او الاسايلين لقيت ده لقيت ده وكلهم اخيرهم كلمة ايه اوكي طب مستر شكله عامل ازاي سي 2 اتش فور طب ماتين نجرب يا نهاري سود مستر ده هنا في اتنين كربورا يعني هيبع عندي اتنين حلشة ازاي لان الكربون لازم يعمل اي حاجة عشان يحرك نفسه عشان يرتبط بص اللي هيحصل ادي السي وادي السي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة حلو وهنا في اربعة اتش قلتلك دايما في الحالة دي ودي اتشت هنا واتشتين هنا يبقى اتش هتمسك من هنا واتش هتمسك من هنا اتش هتمسك من هنا اتش هتمسك من هنا اتش هتمسك من هنا اتش هتمسك من هنا جميل كل اتنين فوقش بعض يرتبطوا مع بعض يرتبطوا مع بعض هنضطر ناعمل ايه طالما ده ارتبط وده ارتبط يا مستر هنا في يعني ارتبط وهنا فيه ارتبط وهنا فيه ارتبط وهنا فيه ارتبط وهنا فيه ارتبط مستر طب دول مسكين مع بعض بربطة واحدة طب مستر هنا فيه سنجل وسنجل نعمل ايه نرتبط ايه ده اصبحت الكربونتين مسكين مع بعض بايه ربطة ا هذه ربطة وقادي التانية resultation هي ربطة دي فردي ولا زوجي زوجي ايه ده مستر ده اصبح شاكل مركب C هلوي مش ارسموا هنا اوي ايه ده الدبل ايه واحدة فوق واحدة تحت وهنا في اتش وهنا في اتش وهنا في اتش وهنا في اتش حلو مستر بعد ما برسم بفصص الرسمة وبعرك مين اللي موجود يلا بينا ها الربطة دي سنجل سجما 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 طب هنا اول واحدة عندي سجما تاني واحدة عندي باي حلو قوي مستر زهار لي هنا خمس سجما ما يزعنيش اللي يزعني اللي جاي الكربون ماسك في ربطة ايه قال لي يا مستر ده الكربون طلع عنده واحدة باي فالعلماء قالوا كالاتي فاكرين عملية الهايبرديزيشن لما الاس طلعت تجوزت البي اكس والبي واي والبي زد وخلفوهن اربع عود اسمهم اس بي سري اه اللي بيحدد مين هيتجوز مين هو البي بوند يبقى المحدد عندي النهاردة هي الربطة البي ليه يا مستر عمر قال لي البي هو يا عم عم العروس وهو اللي بيغلس هو اللي بيقولك ده يتجوز ولا لا ده ماشي لو زهر لو زهر عندك واحدة باي لو زهر عندك واحدة باي بوند اعمل ايه اعمل حد شكرا قال لي يا مستر من غير ما تفكر لو زهر عندك واحدة باي اعمل ايه قال لي بص سيب غرفة من البي لا تتزوج او نوت بس هيبريضايزد او خلاس يبقى في قوضة من البي مش هتتجوز يعني يمسЯ مش البي عندك 3 قود واردي واحدة اسمها بي اكس واحدة اسمها بي واي واحدة اسمها بي زد واردي في اس موجودة من تحت اللي بيحصل كالاتي ان الاس هتطلع هتتجوز ده وتتجوز ده وتتجوز ده وتهيبر مع ده او يا مستر استنى واحدة لو ظهر عندي واحدة باي من غير ما تفكر هعمل ايه عم سب لي الاوضة دي ما تجوزهاش شكرا يبقى اللي هيحصل ان الاس هتخش على البي اكس وهتخش على البي واي طب ممكن اسألك سؤال هو لو ظهر عندي اتنين باي استنى مستر قلنا الباي هي المحددة لو ظهر عندي واحدة بسيب له اوضة واحدة لو ظهر عندي اتنين هسيب له قطم مش هجوزهم يبقى اللي بيحدد مين هيهايبر مع مين هو مين الباي بون طب تعالى كده مستر الحق ده انا ظهر عندي واحدة باي اكتب عليها كده هسيب واحدة بي اللي هي مين اخر بي هناك البي زد تب ما تيجي نشوف كده اول حاجة هتعملها بيدك هتقسم المركب ده نصين كده وتقول هنا سيبك بقى من الهايدروجين احنا قبل ما تكلم الهايدروجين معروف انه هم كم هيدروجين هم اربعة هيدروجين كل هيدروجين بنا خليهم دايما فيها واحد كده طب يلا اول حاجة لازم الكربون تزبط نفسها الكربونة هنا والكربونة هنا هك هكتب لك وان اس وهنا تو اس وهنا تو بي هنا هكتب وان اس وهنا هكتب تو اس وهنا هكتب تو بي وبعدين هنا هكتب لنفسك اتنين 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 هنا هكتب لك اتنين 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 يلا بينا نكمل شغلنا عادي ارسم مربعاتك الجميلة مربعاتك العزيزة فنط لنفسك شغلك قال لي يا مستر بص بص اهو الشكل اهو شكرا ده الشكل الرسمي ونفس الكلام هعمل هنا فنط لنفسك شغلك لو سبحت اهو اهو ده الشكل الرسمي جميل هعمل كده طب مثل لو سمحت ده اسمه ايه ده اسمها 1S ودي اسمها 2S ودي اسمها 2B يلا نشتغل مع بعض اللي بعمله هنا هعمله هناك الاس فيها كم واحدة اتنين وهنا فيها اتنين وهنا واحدة واحدة هنا فيها كم واحدة اتنين وهنا فيها اتنين وهنا في واحدة واحدة اول حاجة اقولها النفسي الكربون لازم يبقى عند اربع فضيين لازم اربع مليانين كل وحدة فيها واحد بس طب عامل ايه هاجي عندك كربونة عمل لها يعني كل كربونة مرحلة سابتة دي حاجة سابتة عند الكل تقول لها انت يا بت اطلعي اقضي فوق انت يا بت اطلعي اقضي فوق يبقى الاتنين هيطلعها واحدة فوق اوكي اللي هيحصل كلاتي نفس اللي عملته هرسم رسمتي اوضح لنفس اللي انا عملته ايه يا مستر الشكل اللي عندي وادي نفس الكلام هرسمه هنا الناحية التانية يلا انا معاك خطوة بخطوة متشغلش بلك بحاجة اوكي هتقول يا مستر الرسمة وش الرسمة اقول لك انا معاك متشغلش بلك بقول لك ادي هنا ادي اوضة وادي التانية وادي الاوضة التالتة حلوة اوي طب مستر اللي حصل كلاتي دي اسمها وان اس دي اسمها تو اس دي اسمها تو بي دي اسمها وان اس دي اسمها تو اس تو اسمها تو بي طب اللي هيحصل ايه هنا في بص بص وحدتين هنا في واحد 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 اللي طلع فوق واحد اتنين واحد 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 اللي طلع فيه من اول هنا هخش على الخطوة التانية عادي جدا هعمل هاعمل هاعمل تهجين متعود تهجين يعني بدخل كله على بعض عشان يطلعهم كلهم في نفس الدور بس خد لي بالك من حاجة يا مستر الباي خلتني اتغير هو انا عندي كم واحدة باي قال لي مستر استند انت عندك واحدة باي لو عندك واحدة باي سيب لها اوضافة ديها سيب اوضا ما تجوزهاش مش انت عارف ان الاس هتطلع تتجوزها ده وهتبدأ تهايبر مع ده وهي ده تطلع علي ده مين ده ده البي زد مس صح هتطلع له قال لي لا ده هسيب ومش هلمسه ده مين طب ما انت عارف ان الاس هتطلع عند ده وهتطلع عند ده ومين ده قال لي ده البي زد ده هسيب ومش هلمسه حالو يبقى انا كده عملت ايه سيب البي زد ما تلمسهاش سيب اوضة فاضية مناش دعوة بيها طب بص افتكر معايا كده الاس اتجوزت البي اكس وعملت هايبير مع البي واي ايه ده هيطلع كم اوضة اوضة اتجوزت اتنين قال لي من غير ما فكر ان عدد الغرف اللي داخلها هي تساوي عدد الغرف اللي خارجها هتطلع لي تلات قوض اوضة واتنين مجموحهم تلاتة طب مستر اس اتجوزت اتنين بي يبقى الهايبر ده اسمه اس بي تو اس بي تو اس بي تو ده الناتج اللي طالع بص بقى ادي الاوضة بتاعتي واقفة تحت هي وادي الاوضة تانية بص بص ادي الاوضة بتاعتي اللي هي الوان اس هتطلع بص رسمتي واضحة هنا اس اتجوزت قطين هيتطلعه كم اوضة مع بعض اهم التلات قوضة الجداد اهم ومين ده قال لي بص وادي البي زد واقف فوق محدش لمسه اه هو واقف فوق لوحده كده عشان محدش قرب له محدش قال له بتعمل يو واقف بحاله طب مستر هنا هنا كل واحدة فيها واحدة واحدة حد يعرف الاوضة اسمها ايه قال لي سهلة اس بي اس بي اس بي طب حد يقول لي بسرعة اسمها اس بي كام هنا اس بي سري اس بي تو اس بي تو اس بي تو ليه سمتها اس بي تو لا ان هي اريدي ناتج من اس اتجوزت اتنين بي خلفه تلاتة نفس الكلام اللي عمله هنا عمله هناك ادي الاوضة الموف بتاعتنا الجميلة بتاعت الاس وادي الاوضة الجديدة تلاتة طلعين مع بعض حلو الكلام وادي عندك فوق يعني انا عمله لك بنفس اللون الموف هو حقها وادي البي زد واقفة محدش لمسها هنا في واحد هنا في واحد وده اسمه واحد اس الاوضة الجديدة اسمها ايه قال لي اسمها ادي اس بي اس بي اس بي واخد لي بالك بس من كلامك هنا اس بي تو اس بي تو اس بي تو ليه سمتها اس بي تو لان هي مستر ناتج من الاس تجوز اتنين بي خلفه تلات قوض طب مثلا لو سمحت هسألك شو قال بسرعة هي البي زد شكلها اعمل ازاي ايه ده ليه ضمبله لانها بيور محدش لمسها محدش عمل هايبر معاها هي الوحدة محدش قرب لها اسمي بيه برضو ضمبلشيب طب الاس بي انا قلتلك اي اس وبيه اتجوزوا مع بعض هيخلفون شبه البلونة بلونة بلونة طب تعالك ايه ده هنا هيخلف ايه قال لي بلونة 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 يبقى هنا فيه كان بلونة هنا فيه ثلاث بلونات وضمبل هنا فيه ثلاث بلونات وضمبل يلا بعد ما خلصنا ده تعالا بقى كابتن كده ايه ودي تهناك مالش كده ايه دوتك ايه ايه ساعدني بالله عليك انا اسف لك سانية واحدة بصوا تعالا بقى نرسم الرسمة دي هتبقى عاملة ازاي يلا بصوا بقى مستر عمر دلوقتي لو جينا بصينا هنلاقي كل كربونة معها ثلاث بللين ثلاث بللين او ثلاث هايبردايز ده اوربيتل وواحدة دمبل شيب تب تعالا كده نرسم الكاربون بص اول حاجة هتحط الكاربون في وشها كاربون انا كل ده لسه برسم الكاربون خلي بالك وهتقول لي نفسك يا نفسي لما اجا هرسم برسم من الاول هي كل كاربون معها ثلاثة هايبردايز ده اوربيتل ثلاثة اس بي تو واحدة دمبل دايما لما برسم برسم الدمبل هي الدمبل اسمها بيزد يبقى انا هرسم هنا بص بص هرسم ايه بيزد هتقول لي عاملها جده هقول له غلط هي مش غلط الاعلماء قالك بدل ما تعملها كده على بعضها وتعملها كده على بعضها شكل الرسم مش هيبقى كويس تب اعمل ايه قالك لو سمحت بعد اذنك ادي الكاربون وادي الكاربون كله طالبي منك ايه يا استاذي بص يا استاذ طالبي منك ايه طالبي منك تعملها لي كده اه اه واه وخططهم لي كده اه اتضلل كده ضلل 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 عشان تعرفين هم مع بعض مين الدمبل shape ده ده البيزيد مين الدمبل shape ده البيزيد ده حالو طب ميستر كل واحدة حقاليها دمبل وتلات بلالين او تلات hybridized orbital ماشي طب ميستر لو سمحت استنى اول حاجة عاملها في الحتة اللي في النص ما بين الكربون هنا الكربون بتشارك بواحدة وده بيشارك بواحدة يعني هنا بحط زي بلونة كده والكربون اللي فوشها بتحطني بلونة عليها ايه ده ده حصل ربطة تصدق يبقى دي طلقت بلونة وده طلقت بلونة تاني يا مستر تاني حاضر حاضر اهي ما جاتش ما جاتش ما جاتش ما حصلتش ما حصلتش بص 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 اللي حصل السي دي حواليها كان بلونة عليها مستر السي دي قدامنا دي حواليها تلات بلالين ادي اول واحدة و ادي تاني واحدة و ادي تالت واحدة طب دي حواليها كان بلونة تلاتة دايما بحط واحدة بس في النص بص بص الكلام ادي اول واحدة اه وقادي تاني واحدة. وقادي تالت واحدة. طب خد لي بالك من الحاجة. كل بلونة من دول جواها واحد 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 وهنا برضو في معاها واحد. ايه ده مستر ده اصبحوا متشاركين. يبقى هنا عملوا ربطة. ادي اول ربطة حصلت. طب مستر قولي دي مش في عندي اربع هيدروجين كل كورة شبهة ده. فيها دايراس فيريكل وفيها الاكترون قال لي اهو. فاللي هيحصل كالاتي ان الهايدروجين هتخش ترتبط هنا اهو ترتبط هنا اهو ترتبط هنا اهو ترتبط هنا اهو ترتبط هنا اهو. ايه اللي حصل? ادي الهايدروجين دخلت. هيدروجين دخلت. هيدروجين دخلت. دخلت على مين? قال لي دخلت على الاودة اللي اسمها اس بي تو. 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 يبقى دخل الاودة اللي اسمها يا رجالة. قال لي الاودة عندي اسمها اس بي تو. اول ما دخلت على الاودة اللي اسمها اس بي تو. عملت اوفرلاب 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 فتكر كان عندي خمسة سجما و واحدة بايت. تعالوا كدا نشوف السجما مع بعض اتصدددواء الخمسة لهيد باي هيد. قلت لك له monuments زي لو رميتها لك فكدا وقتلك الاتنين بيقربوا لبعد. ال comparable. ال nytم بشاور لل bz الي هنا. ال bz هتشاور لل bz الي هنا. ودي يمسكوا مع بعض بربطه. وربطة هل ربطتين دول اتنين لا الاتنين دول بعتبرهم اكنهم حاجة واحدة بسميهم عندي باي يبقى اصبح عندي خمسة هيد باي هيد يبقى خمسة سجما وواحد باي بوند الشكل اللي قدامي ده هو هو الشكل بتاع اتش 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 يبقى ده اتش فور وهنا فيه سي و سي باسمها سي تو اتش فور هو الشكل بتاع ال اي سين لما الهايبردايز ده كان اس بيتو ولما سعلك في الامتحان يا ترى ايه هو الارينج يا ترى ايه هو الشكل يا ترى المركب شكله عامل ازاي اياك اياك تبص لو تفتكر لدول ما تبصش للبي زد والبي واي مش طبعنا لما عايز يعرف شكل عايز يعرف شكل الاس بيتو لما اتعملت بص كده هي السي حواليها ايه بلونة 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 يبقى لما ببص للشكل ببص ببص للشكل الاس بيتو هادي بلونة اهي بلونة اهي بلونة اهي ايه ده هم دول كام واحدة ثلاثة هو المركب لو حوالي ثلاث حاجات بشابه ان ايه قال لي تصدق مستر لو المركب حوالي ثلاثة بقول عليه بلانر ترايانجل يعني يا مستر لو سألني في الانتحان على الرينج بجيب له الشكل بتاع الاس بيتو هي الاس بيتو سحاولين الكربونة واحدة هنا واثنين هنا يبقى ده بلانر ترايانجل الزاوية بتاعتها مية وعشرين تاني بلانر ترايانجل الزاوية بتاعتها كام مية وعشرين يلا بينا علاقة اللي باحده شباب اللي عرقه سي تو اتش تو ميني سي تو اتش تو ده مستر قال لي ده مركب اسمه اي صاين او مركب اسمه اسي طايلين شفت ده او ده الاثنين بنفس المركب ارسم ازاي حاضر سي سي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة هنا فيه اتش يبقى واحدة هتبقى هنا وحدة هتبقى هنا جميل طب مستر وبعدين كل اتنين فوش بعد يمسوكوا مع بعض وكل اتنين فوش بعد يمسوكوا مع بعض وكل اتنين فوش بعد يمسوكوا مع بعض كده اصبح الكربون واحد اتنين تلاتة كربون وهنا ماسك في اتشا وهنا ماسك في اتشا يلا بينا حد يقول لي تاني هرسمه فوق تاني هرسمه فوق تاني جبت التلاتة منين اهم خط 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 يبقى هنا كربون في واحد اتنين تلاتة سي وهنا في اتش وهنا في اجش يلا الانواع الانواع انا من الانواع فين اهو سجماسجماسجما باي باي اي ده باي باي اي انت مروح لا 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 ده انا ظهر عندي اتنين باي. قلتلك مين الي بيتحكم في نوع الهايبردايز اللي هيحصل? هعمل نفس الخطوات بس الفرق كله اني لما اجي اركب لما باجي اعملهايبردايز لما اجي اهجن لما اجي اجاوز القوض لبعض. اللي هيتجوز ايه? قال لي لو ظهر عندي اتنين باي. هتسيب اتنين غرفة من البي. ايه ده? يعني مين اللي مش هتجوز? لا تهجين. كل سنة وانت طيب مش هيتهجينه. مين? اخر اقطين. البي زد والبي واي. بجد. تفرج. قسم البتاع ده نصي. يلا عطولها نخش. مثل لو سمحت. هو الكربون ايه? اس اس. اه تاني. اه تاني واولان يبصه واخران لحد ما تزهر. وهنا بيه. عشان ما ننسهاش. طب اشتغلها ازاي? اتنين اتنين اتنين. وهنا اتنين اتنين اتنين. طب مثل لو سمحتها بعدين اكمل ازاي? سوري هنا في بيه. اشتغلها ازاي? يلا ارسم. هارسم. اه دي صندوق. وادي صندوق. ودي صندوق. ونفس الكلام. اه دي صندوق. وادي صندوق. ودي صندوق. اجمد. وبعدين اعمل حاج. قلي اهي اهي. يلا بينا نمثل مع بعض. ده اسمه. One s. two s. two b. ده اسمه. one s. two s. two b. يلا بينا نوزع. هنا في ايه? ادي واحد اتنين واحد اتنين واحد واحد تاني واحد اتنين واحد اتنين واحد واحد طب يا عم الحاج الموضوع بكل بساطة والسلوسة ما فيش اي حاجة ما بيننا هي عم الحاج قل لك هتعمل اكسايتاشن لازم تعمل اكسايتاشن هتاخد دي وتقوم وطلعها فوق هنا وتاخد دي وتقوم وطلعها فوق هنا جميل طلعتها فوق هي بالشكل اعمل ازاي يلا ارسم قوضك ارسم قوضك ارسم قوضك ادي الشكل ادي الشكل اهو اهو نفس الكلام ارسم قوضك ارسم قوضك ارسم قوضك ادي الشكل طب يعمل حج الشكل يعمل ازاي هنا هم اسمها وان اس تو اس تو بي نفس الكلام وان اس تو اس تو بي ماشي يا نجم هنا فيه كمه الكترون هنا فيه اتنين محدش عرب لهم هنا واحد 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 هنا فيه اتنين محدش عرب لهم هنا واحد 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 واحد. الخطوة اللي جاية هي اللي فيها اللعب. هيحصل لما يحصل يلا حد يقولي مين هيتجاوز مين? الاس هتطلع مين? ده البي اكس ده البي واي ده البي زد. تاني هنا ده البي اكس ده البي البي واي ده البي زد? هيطلع تجاوز مين? الاس هتطلع تتجاوز البي اكس. يلا علبي استنى! احنا قلنا ولا البي واي ولا البي زد هيعملو الاhapsو بس يعني هتتجاوز قوطة واحدة ايوه. و Freud كمان هيطلع عيتجاوز قوطة واحدة. هيبقى الشكلك الادي الاوبة اسمها الاس و актив. الادي القوطين والجودان ايه ده? قوطين حبيب قبل يا قوطينك الاس. هتتجوز البي اكس بس واحدة هتجوز واحد هيخلفه اتنين كل قوضة اسمها اس بي هي قوضة وان يعني اس بي وهنا اس بي هنا ظهر لي هي القوضة الحديثة ودي القوضة اللي قعدل وحدها محدش قرب لها انا لا هنا مرة دي قطين مين ده واحد اسمه بي واي والتاني اسمه بي زد محدش قرب لهم وهنا ظهر لي القطين بتوعي واحدة اسمها اس بي والتانية اسمها اس بي ودي الوان اس بتاعي تاني الاس طبعت اتجاوزة اوضا واحدة دي ال full Madелей اللي موجود تحت. ده ما حادش قرب له طيب مستر جميل ده ما حدش ليدعوى بيه الاس دبما طبعت اتجاوزة اوضا خلفت كم اوضا قال لي خلفت قطعين البقى لي قطعين فوق برضو ما حادش قربلهم مين دول هعم الحج قال لي دا ال by ودا ال by z يلا بينا بقى نشتغل هنا فيه كم الاولكترون واحد 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 هنا واحد 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 يلا بنا نرسم قال لي ده اي اس بي شبه البلونة شبه البلونة ده دمبل شيب اما ده دمبل شيب وده شبه البلونة شبه البلونة ده دمبل شيب اما ده دمبل شيب يلا بنرسمها كده بقت كل كربونة عندها واتنين ده دمبل شيب لو رسمناها نرسمها ازاي هرسم كاربون جنبها كاربون ولما بتدي رسمتي هبتدي رسمتي بالضم بالشيب اول حاجة هرسم البيزد الميلة دي ولازم اخططها عشان اعرف ان هم طبع بقى وهجي هنا نفس الكلام جميل وهرسم البي واي البي واي على واي اكسز لو حد سألك قالك بيخطط ليه اقول له عشان نازم احسس نفسي ان هم طبع بعض عشان ما اطلعه بطش ماشي يبقى كل قوضة مين دي قال لي دي البي زد ودي البي زد ودي البي اكس ودي البي واي ودي البي واي يلا فاضل بلونتين بلونتين اول حاجة عامله اللازم Philippines وحدة هنا والتانية الناحية التانية تركب من هنا ايه ده دي معها الكترونة ودي معها الكترونة كده اعمل وشيال كده فضل واحدة هنا واحدة هنا واحدة تتحطي لي هنا والتاني تحطي لي هنا معلش البلونة اسمها ايه هال meilleur weapons? حلو قوي طب مستر مين عندي انا مركب في 2 هيدروجين كلي بالك في 2 هيدروجين هتخش الهايدروجين علينا من هنا وتركبه وتعمل الاولكترون تركبه وتدخل الاولكترون هنا هيدروجين هنا هايدرجن اصبح معي اتش تو سي تو المركب اللي اسمه اي طاين هنا بس لسه مخلصتش ليه هقولك شايف الاتنين الحمر دول هيعملوا مع بعض زي توصيلة نفس الكلام اللي اتنين دول هم توصيلة التوصيلة ما بين البي واي والبي واي دي اسمها باي بوند والتوصيلة ما بين البي زد والبي زد دي برضو اسمها باي بوند يبقى هنا عندي باي بوند دي بقى المركب قصبح عنده اتنين و الباي بوند ما عرافين صايد باي صايد يعني جنب بجنب عشان اقدر اعمل باي بوند اصبح عند الشكل بتاع الاس بي الارنجي بتاع الاس بي ايه ده 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 سنة سنة حسنا الروح شكل عامل ازاي ايس طار ها ده اس بي خط مستقيم هاااس بي شكلها لينيار لينيار خط مستقيم الزاوية بتاعتي مية وتمانين بكده هكون خلصنا مراكبة ليسين ويلا على اللي بعده شباب بصوا بعد ما خلصت كل ده هيجي في الانتحان يقولك ايه هيقولك الان اتش سري يا طرى لو عملت هيبقى بتاعها كانت فسيادتك هتقعد تبصيلي في الكاميرا وتقولي انت بتهزر واحنا ما اخدناش غير الميسان او الميسين والإي سين اللي هيب الي والإي صاين وده اللي احنا عارفنهم مين الباقي فانا اقولك والله في حاجات كده هتعرفها كل دول لو عملوا هايبردايز ده هيبوا اس بي سري طب الاس او سري والاس او طول لو عملوا هايبردايز ده هيب اس بي طيب البي اي سي اي اللي تقول سي او طول وعملها بيرضايز ده هيبقى اس بي وخلينا بس نحط لك هنا السي او طول اول وبعده كان نتكلم في الباقي بصو يا رجالة طيب انت قلت لي فلت جابلينا حقيقة نجرب دولي انت حفظتني لأ ايه رأيك اخليك تعرف نوع يلا واحدة واحدة اهو التهجين وعدد الغرف الناتجة عن التهجين هتقول لي ازاي اعرف ازاي انه هو العدد لو انا قلت لك ان بعد ما تهجينه اسمع كلامي يا استاذ بعد ما تهجينه طلعه اربع قوة يعني الولد اربع قوة يبقى معنى janet s متجوزك لان ده بقى ان التهجين من s وب الاس اتجوزت كم قوة تلاتا لان الاس لو بتهجوزت ثلاثة هيخليف اربعاة صدقى صح طب لو قلت لك ان بعد ما تهجينه الخليفه ثلاثة بس يعني الاس اتجوزت كم قوة اتنين ولوا الاس اتجوزت اتنين يبقى ده s b 2 طب لو قلت لك لو بعد متجوزه خليفه قوة ثلاثة يبقى الاس تجوزت había اسمه s b تب ودا عرفوا ازاي قل هتعرف عدد اللون بير للمركب اللي في النص زائد عدد السيجما بوند للمركب اللي في النص ساعات هيديت عدد الغرف الناتجة عن التهجين ومنها عرف النوع طيب ما توريني تعالي N H 3 هعمل كده لازم اعمل ارسمها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هنا بصوا كده H هنا H هنا H كده المركب بعمل ازاي N وهنا فيه لون بير وهنا ماسك H ماسك H ماسك H بص رجالة انا هعمل ايه أعلى من أنواع سيجما 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 حد يرد يقولي هنا كده فيه كم سيجما هنا فيه ثلاثة سيجما زائد فيه كم لون بير ده على بعض واحد ثلاثة واحد مجموحهم اربعة عارف النتج اللي انت جبته ده ايه قال لي ده عدد الغرف الناتجة عن التهجين تعالي كده نبص هو هنا فيه كم غرفة تهجينت قال لي اربعة هو انا امتى يبقى عندي اربعة غرف مهجنة قال لي لما الاس تبقى اتجاوزت البي اكس والبي واي والبي زد اه يبقى انا كده فهمت نتيجة لوجود اربعة غرف او النتج اربعة يبقى انا عندي اربعة غرف تهجيني يبقى اس بي اس بي اس بي ترمي الاس تجاوزت تلاتة يبقى الراجل ده نوع او اس بي سري تصدق صح؟ تبا تين جرب الاس او 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 فاضل. ده هيمسك مع ده. وده هيمسك مع ده. عامل مركب اس فيها لومبير. دابل بوند او. دابل بوند او. يلا بسرعة علم الانواع. انا لازم اعرف عدد الرابط السيجما. هنا سيجما باي سيجما باي. هنا في كم سيجما اتنين. قال لي ده عبل باي? لا لا. زاد. في النص في كم لومبير? قال لي واحد. معلاش هو اتنين وواحد مجموحهم تلاتة. ايه رقم تلاتة ده? هي عدد الغرف اللي اتهجنت وطلعت منتهجين. امتى يحصل لي تلات غرف. لما اس تتجوز قد تاني. بقى ده اسمه اس بيتو. تصدق نطلع كده? اه تصدق اس بيتو صح? تعال نخش على اس بي. ونخش على مركب السيوتو. كنا رسمينه مش هرسمه تاني ادي او. ودي دابل بوند او. عاد نرسمه في اول الفيديو ربع تلاف مرة. الم الانواع لو سمحت. هنا سيجما باي. سيجما باي. طب مستر كده هنا انا عندي كم واحدة سيجما. انا عندي هنا اتنين سيجما. طب ما فيش ولا واحدة. باي بلاس زيرو. هيطلع الرقم باتنين. عدد الارض اللي تلعت اتنين. طب ما اتنين تلعوا. يبقى واحدة اس اتجوزت واحدة بيه. يبقى النوع ده. تهجينه لو تهجن اس بيتصدق. انا كده عرفت القانون. قدر يفهمني. اي مركب قدامي اعرف انا اس ولا بيه. يلا نخش على الحل. شماب دلوقتي بكلمك على حاجة اسمها الكوردينت بوند. الكوردينت بوند بيحصل ما بين اتنين. هلسه شريحها بسرعة. ما بين واحد قوي. القوي ده غني. والغني ده يعني عنده لون بير زيادة. اما بيحصل التاني بيبقى واحد ويك. معنى كلمة ويك يعني هنقوله بلاش ويك نقوله عليه فقير. واحد الفقير مين اللي هو الهايدرجن باستف اللي هو بيبلقه ده بتاعته فاضية. مين مشهورين. اشهر ناس عندنا عشان بيعرفينهم. ال اتش تو او ال ان اتش سري البي اتش سري. اللي بيحصل كالقتي. ان الغني بيبقى عنده تنين لومبير زيادة. الفقير بيبقى عليك شعر بسط فم ما عندهش لومبير خالص. فاقد. فيقوله النبي لو سمحت الديني لومبير فيقوله خد اللومبير اللي عندي. بيحصل ما بين تو اتومز. واحد بيدي. فبقول عليه دونر والتاني بيستقبل فبقولها عليه اكسيبتور يبقى واحد دونر والتاني اكسيبتور اللي بيدي الالكترونات هو ده الغني هو التاني اللي بياخد الالكترونات هو الفقير وبعدين لما بعمل الرابطة قلتلك بحطهم في قوس وبكتب البوست ببرخة ولا سبت اعلا نشوف ان اتش سري ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا خمسة وكل واحدة من دول ماسكاف اتش ماسكاف اتش ماسكاف اتش افتكر معايا نجم هي الرابطة دي مش دي الرابطة الاصلية مش دي الرابطة السابقة دي المركب دي كوفيلنت قبلها اتش بوستف غالبان يا اما قلتلك قبل كده يبييجي من الاتش سي ال يبييجي افتكر مد الاتش تو وبعدين يقول له لو سمحت يعطيني ليه لان الاتش ربنا خالق وعنده واحد الالكترون لما يبقى عنده اشارة بوستف يبقى كنه عمل عملية لوز فاللي حصل ان هو قال له ايه خد الالكترونات اللي اتنين يبقى هنا عمل ايه الراجل ده طلع اتنين الكترون لون بير طلع اللي اتنين قال لههم همشوا فلما اعطال الاتنين اعطالوا واحد فارغ هم اعطوهمشوا وشاركوا بيهم وهو ده ما عملش حاجة غير هو قاعد موجود وبعدين الشرط بوستف دي اتلاغت وكل دول اصبح هم اللي شرطهم بوستف المركب ده اسمه ان اتش فور اول بوستف اسمه اامونيام طب مستل لو سمحت لو عندي الاتش تقو ادي او واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اوكي ستة وهنا يا رجالة مسك معها اتشاية مسك معها اتشاية وفي النصف الوش اخدت اتش بوستف اللي حصل انها شاورت وقالت يلا بينا نشارك قال له خدي الكترونات هيديها كم واحدة اتنين بس وبعدين اصبحوا كشلنا الاشارة البوستف واصبحوا دول كلهم مع بعض يبقى بيحصل ما بين واحد غني قوي معا لومبير واحد فقير اللي هو اسمه بروتون او اسمه هايدروجين او اسمه اكسبتور هو اللي بياخد اللومبير والكو اوردنت بوند هي بيميزها بسهم وهنا فيه لومبير وبفهم ان اللومبير رايحة من الغني للفقير ودائما السهم طالق من الغني اللي معاه لومبير اكتر كده اعطيتك هند سريع عن الكو اوردنت بس فيه مركب اسمه بي اتش فور احنا بي اتش فور ده ما نعرفش عنه غير البي اللي هي مسكة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طب مسته احنا عارفين ان ده ماسك هنا في اتش ده ماسك هنا في اتش ده ماسك هنا في اتش هندين اقول هولك اهو الاتش فور دي جات منين الاتش الرابعة اللي حاصر خلي ملك عشانا واكدب لك بي اتش فور اشارتها بوستف لما انا شفت المنظر ده وقوس على اشارة بوستف فهمت ان ده يا عم الحج مش مركب عادي ده عمل الربطة كوردريت والاشارة تلعت فوق فالبوستف جات في الويش اهي هارت لها لو سمحت اديني الكترون قامت مديها الالكترون واخدنا الاشارة البوستف على بعض اصبح دي رابطة عادية دي رابطة عادية دي رابطة عادية اما الربطة دي كوردينيت يلا بينا على اللي بعده شباب في اللي جاي اسمه هايدرجون بوند خليت تبقي ان هايدرجون بوند هي رابطة فيزيكل ووراها على طول الميتاليك بوندو هنزل لك كده فيديو هيعجبك من قلب الحصة كده سريعا بشرح في الميتاليك عشان عقلك يجمع طب مثلا لو سمحت الهايدرجون بوند بتحصل ازاي يالي والله يا مستر ان انا عندي الهايدرجون بوند بتحصل ما بين تو مالكلز يالله يعني المالكل ده مع المالكل ده بس ايه اللي بيحصل قال لي المالكل لازم تبقى عندي بولر لازم يكون فيها سحب احنا عارفين الراجل اللي بيسحب بياخد برشا النيجاتيب الراجل اللي بيتسحب منه بياخد برشا ال باستيب اول مركب هشرحه هو الفلورين الفلورين بيسحب من الهايدرجون الفلورين قوي الاليكتر جديفتي اربعة الهايدرجون تو بوينت وون هتلاقي ان الفلورين اصبح هنا برشا النيجاتيب وده اصبح برشا ال باستيب هنا برشا النيجاتيب برشا ال باستيب طب مستر ده الوحده وده الوحده سبحان الله يحصل ما بينهم ربطة اضافية اللي انا عاملها بمخططة مشارطة ما بين التو مالكل اسمها ايه هايدرجون بوند ناخده معلومات سريعة اتفضل الزاوية بتاعتي اللي بتربط ما بين الربطة الاصلية و الربطة الاضافية من مية وتمانين ده الانجل طيب الفرق في الالكترو نيجاتيفتي ما بين الاف والاتش هتطلع بوان بوينت ناين ده ايه ده ده الديفرنس في الالكترو نيجاتيفتي يلا تعالي هنا الاتشو الو الو بتسحب الو بتسحب ياخد بارشيال سوري بارشيال نيجاتيف وده بارشيال باستيف وده بارشيال باستيف ده بارشيال نيجاتيف ده بارشيال باستيف وده بارشيال باستيف ده مالك اللي واحده هاببص الكلام اهو ده مالك اللي واحده وده مالك اللي واحده اللي هيحصل ان يا مستر يحصل رابطه اضافية ما بين البرشيال نيجاتيف هنا مع البرشيال باستيف هنا معلومات الرابط ما بين الهايدروجون بوندو الرابطة الاصلية بمية وتمانين الفرق ما بين الآو والإدش . الي بعده. يقول اللي أنه интерес تسحبها وتسحبا وتسحب اللي أنها تسحبها تسحبها وتسحب لأن القوتها كام؟ سير. إش قوتها piervo la lubrication. ده مانك اللي واحدو ده مانك اللي واحدو. بص اللي هيحصل, very efficient. اضافية الهية ما بين المركبات اسمها في الانتحان ممكن اولك عليها وبعدين يلا معلومات الزاوية هنا عندي مختلفة بمية وستين ده مستر الديفرنس ما بين الان والاتش الان بتالتها الاتش بطو بوينتو انا يطلع بزيرو بوينتنوين يلا بينا تعا نتكلم كم معلومة كده سريعة الهايدروجن بوند والكوفيلنت بوند الهايدروجن بوند وطولها تلاتة انجستروم اما الكوفيلنت واحد انجستروم فبالتالي قلتلك القصير قوي اما الطويل ضعيف فده هيبقى ويك اما الراجل ده هيبقى استرونج ايدي معلومة اللوراء يا ترى بقى الهايدروجن بوند دي قوية ولا دي قوية ولا دي قوية ولا زي بعض قال لي لا تفرق اول حاجة بتفرق الديفرنس في الالكترونيجاتيباتي ها مين اعلى ديفرنس قال لي يا مستر ده زيرو بوينت ناين الفرق وده وان بوينت فور وده زيرو بوينت ناين في الديفرنس في الالكترونيجاتيباتي الفرق ما بين المركبات في الطاقة او في الالكترونيجاتيباتي كل ما الفرق زاد كل ما القوة زادت كل ما الهايدروجن بوند هتزيد ادي واحدة التانية مستر طب مين اقوى 180 في الزاوية ولا 160 قلتلك كل ما الانجل بيحصل لها انكريز كل ما السترينس هيحصل لها انكريز فيعتبر ده اكتر واحد ضعيف ويعتبر ده اكتر واحد قوي ده الهايدروجن بوند سريعا اللي بتحصل بين الموليكيل وعملنا مقاردة بين الهايدروجن بوند والكوفيلانت بوند يلا بينا رجالة نركز مع بعض الاندحان تقسمته برسله ده 50% 50% فوق المتعصد و50% هاي ستاندرد ده اللي بتحقاية ستنى واجهوكه خلاص الاندحان هيعتبر سنفردك على واحدة انه تتفرج على كل كلمة تولتها اي كلمة اولتها تواجد مفرق اتنيه اثنين انك ستكون قادر انك تذكر كل الاسئلة المحلولة اللي موجودة في قلب الباكر هاي بوقد الشرح هو اسئلة محلولة هتذكر الاسئلة المحلولة اللي موجودة في الباكر ثلاثة واخيرة اذا 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 نظ left hand مفيش بني ادم قاعد بتذكر بس الامتحان صعب زي الخرم انا بقولك اهو قبل ما ديجي وعايزك كده بطل تغيب معلش انا بقولك الامتحان سلاح زو حدين ما يقربني من نقو يعيب عيدك عني خالص انت ما عندكش الامتحان واحد انا عاملك بدل الفرصة اثنين الانتحان الاول خمسين خمسين الانتحان الثاني سبعين ثلاثين يعني نسبة وثلاثة للسئلة الصعبة للاسئلة متوسطة الانتحاني سبعين بالمئة صعبة يعني انا بعودك على يلة الانك من دلوقتي عشان لو اي كده اي حاجة جاتلك في اي حاجة اود مش معنى كلمة اود يا اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة مذاكر صح هي حاجة كفاية شماعاتك كفاية شماعاتك بجد السنة بتخلص وانت عمال تدور على ايه شماعك ولما ايجي اخر السنة اصلي منه لله اللي حط اللي تحاني اصلي منه لله عمر سلام ما قلناش اعمل يا عمال انا بقولك فكر شماعات نفسك وانا تقول انا الغلطاء حد فيكو عمل موجود بنسبة 2% ترميك لا فانا عادي انا هستغل رمضان اللي انا في رمضان هعملك مش اجزام واحد لا اتنين وبعد العيد عندك الشامل الكبير اللي انا بقدي قولك ده اسمه مني شامل بعنوان ميني ميني يعني صرف ده اللي موجود نكتب سوا هتعب لوحدي مش علي احسن وعلى فكرة اي حدا هتنزلها بتقول النهاردة الحد يبين انتحان مهمة جدا لو نعطت لك ورقة الورقة دي مجال كده الكلام ايه مرصوص كده الناس كلها فاهم هنعمل ايه حصة النهاردة ريتمها سريع وصبحت العيدة الناس تتوقع معك ايه 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 اول حاجة اتكلم عنها دلوقتي انا هتكلم معك على نوع جديد من الرباطاط هتكلم معك على نيو طيب بون سمعني هتكلم معك عليها نيو طيب بون انت نوع الجديد من الرباطاط ونوع الرباطاط الجديد من الاصطبة هو نصنت عنك الكيميا كوووووووووووووو vinyl ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده مش واحدينه؟ لا احنا هناخده شق منه ده حتة جديدة قبل ما اقولك اسمه وقبل ما اقولك بيعمل ايه؟ هقولك ان النوع ده بيحصل ما منا فريق بيحصل ما بين واحد غني والتاني في ايه؟ بيحصل الواحد فينا في الكيميا بيبقى غني او احنا كبالعادمين اغنية بالفلوس او فغر بالفلوس هم مش بالفلوس او الراجل ده غني ليلترولي او راجل ده بغير من اليلترولي دي متاني انه او ده بيحصل ما بين واحد غني معه الكترو كبير والتاني بغير معه الكترو كبير مش او او ان معه الكترو كبير ليه ازاي؟ قال لي ده بيبقى عنده حاجه اسمها لون بير مربه او هوا اللون بير هو ان المركب بيكون عليه نقطتين بيكون عليه اثنين الالكترو اللي تدي متاني بوجه ان الاتروليات سيادة الملكترونات اضافية بقول عليهم بام بير سمعني بقول عليهم يا رجالة يا رجالة الراجل ده الراجل اللي جاني بقول عليه في الانتحان دونر الرجل فقير فقير يعني ما عندهوش ما حلتوش ما ملتوش مالو بنقولو عليه بيتل ومعنى تلمس بيتل قول بيتل يعني الوحد عنده فارغة يبقى واحد عنده قوة فاضية واحد شحات ما عندوش اي حاجة خالص والتاني معاه الالكترونات زيادة زيادة لي بعد اسمك مين الشحات اللى عندنا فالكاميا اولا الشحات منصاموها كاميا اسمك اسمك اللى هياخد الالكترونات هو الطالق بعدها الرجل الشحات اللى كمتام الالكترونات اللي يحتوي على الإلكتروني هو مين؟ الهيضرجن همين؟ الهيضرجن مين الهيضرجن هه الجالة؟ اللي هو الهيضر تعالا كده واحدة هميرس المال في جيمو جنيه بانه هجي بي كامير الجالة سجنين ومتمسك الجينين وره مين كده جيبي بي كام الهيضرجن محروفة الهيضرجن هو الهيضرجن سمعت الحج praج вокруг 2 جوت 1 وكان جوت حاجة اسمها 겁니다 الولاد اسمه هيدروجين اخذ الالكترون ورمälle تطبيب عمل اليوز هو اي مركب يعمل اليوز يخذ إشارة بسط سمعتنا اي مركب يعمل اليوز يخذ إشارة بسطف اسماع اي مركب يعمل اليوز يخذ إشارة أسمع اي مركب يعمل اليوز يخذ إشارة نسأله الراجب ده صغز البروتون لا تبقلوش فالباقي هو البروتون تسمعنا الباقي هو هيا رجالة البروتون تاني الباقي هو هيا رجالة البروتون اسمعنا البروتون كله رائع الهايدروجين فعنده واحد هلكترون لما عاملوز ما فضلوش هيري البروتون هير العشان كده رجالة الناس سمتش ان كمية الاتش مصم بصمتلها نعم يسمعنا كم عاملوز مصمموز بكمية رجالة ايه؟ روتون تاني اتش مصمموز بصمموه ايه بالكمية؟ روتون نعم هلتعلم المتقدة متقربة اينا عندك ده الأجلية بالكماية قمش بالرمامة دك بس أجلية من اللي الافعريات الأجلية اللي احبارها بالكماية اول واحد عندك اينا دولون الماء هي اللي اروزها هي يا رجال نروزها، عشق، دو، دو يو دين تاني قال لي الهامو ميا بي واحد تانت موجود في الهومور من شاء الله عملنا ايه؟ ايش ايه؟ ازاي دي اغاني؟ و ازاي دي اغاني؟ كل الناس تبكرني يا باشا بكارلي بتاريه دوبة يا جرامي حواليه كم ضغطة؟ حالو واحد اثنين ثلاث اربعة. خمسة. هيمسك هانا. وهيمسك هانا. ايه? هيعمل رابطة قبيل انتبوند. هيعمل رابطة قبيل انتبوند. ايه? زيادة. ايه مركب عنده ولون زيادة. يبقى راجل غريب. يبقى راجل ايه? اسمع يبقى راجل ايه? انا نفسك. تعالوا شو ما الاموانيين? ايه ده? ايه ده يا بسر ده? ده عنده واحد ده. انا ما ارده تبقى راجل. ايه? والفقير بقول عليه. يا ترى يا هل ترى الرابطة بتحصل ازاي? بس استنى. انا عايزة تتهمك حاجه سريع ان انا عنده يجر وحد فقير بس في الكيمياء. مين هو يا استاذي? اللي اكش مستفى اسمع مين هو يا اسدازي؟ هايدروشن عين؟ بروتون هايدروشن عين؟ بروتون لماذا؟ ده علمه ولا كيف؟ ايه اللي هيحصل يا عمر اصدباد؟ ننت انا عندي مركم اهو؟ غنيل مالوش ميساء اهو وقفت قدام مين؟ اقفت قدام الهيدرو جي اهو ضمن مين؟ انت اسمك الناس بروتون انت اسمك الهيدروشن عين بعدين؟ الراجل ده غني اما الراجل ده فقير معز يبقى واحد غني والتاني ايه؟ فقير اسمع فالغني حيقول الفقير فالغني يقوله بالله عليك اديني الالكترونات ما تسبنيش الحالة دي؟ يبقى الراجل ده حيقوله طب حول انا هتديك الالكترونات فانا هعمل حاجة اسمها دونات وانت هتعمل حاجة اسمها اكسود فكبس ركز كنه ما هيصل لها المين؟ زمان كان الهيدروشن بيبقى واحد الالكترون والمركب التاني بيبقى واحد الالكترون واحد من هنا واحد من هنا يبقى مع بعدي واحدة واحدة شحات كحيان معهوش اي حاجة في اي حاجة فييجي الالكترون يقوله ياسطا بقولك معيش حاجة الدنيا عندي بايزة يقوله ده ما اعمل ايه؟ المرقة دي هيبقى الحب من طرف واحد هيبقى السبب من طرف واحد هيبقى واحد بس اللي هيسلف فهيجي هنا الالكترون ده اللي هيدي ده فبص اللي هيحصل بقى بص الموظر هيترسم ازاي عشان حالا هقول للناس ترسموا اللي هيحصل عندك جلقات مركب الـ الجانب هيروح مركب الـ بص ملك بصي معنا الـ ايه ده؟ زمان كنا بنقامل السحمة الربطةomme اللي هيعمل الربطة قال لي ايه ده؟ قال لي ينقداربوش ان الربطة شبه الـ الربطة بتاعتك شبه السهم تب استنى واحد واحد شبه السهم تب يعمل حاجة م joe يجب عليك شرط مشيرك جديدي جميع pour ST بيسلفوا اتنين الالكترون على هيئة سهل على هيئة سهل اسمها ايه نساعديني ناسك لو سمعت اسمها كؤور ضاينين تسمعني اسمها ايه اسمها كتير اسمها ايه قول ورايا كؤور ضاينين داني كؤور ضاينين تماشي معالك بخص يا مصر قلت لك حيوان قبل ما بدك الكؤور ضاينين هسألك كم سعين مفايعة كم هو يترى السورس المصدر بتاع اله مصدر السؤال ده كان موجود في بندليل والوابى والمسوحة كان موجود في الكتب اللي انا اعرفوا شوية يترى منين اقدر اجيب اله مصدر حد يعرف الاجابة منين اقدر اجيب اله مصدر عايز اجيب اله مصدر هايجي واحدة ترفع اتشو مصدر اطوام اتشو مصدر اتشو مصدر عشان اجيب إيه لازم اشوف لية ام يئمع ابجيبه من الميا يئمع ابجيبه من الأسم بجرب مع fellas علشان اجيب إتش الإبوصن لازم شوف لية مصدر إيه ام المية اقاو القاسم ام المية اقاو اسمع يأم المية اقاو 1000 ازاي يا مستر تقدر تجيبوا اليتش الإبوصن بالمي بص في حاجة دي ده بقى نظم تعرفها بالنسبة 0x0000001 يعني بالنسبة ضعيف قوي المية بيحصل لها عملية اسمها AUNIZATION وما قلقى كلمة AUNIZATION يعني بيحصل لها عملية تكسير سمعت المية بيحصل لها عملية اي رجالة تكسير فلاقي المية اللي رمزها H2O سبحان الله automatic ليه ومشانا اللي بعمل كده ربنا اللي بخلاها عملت كده هتقسم� H باصث باص H اللي جاتب ايه دا قال لي لي mr. H المسطف اللي جاتب من عملية تكسير المية يبقى الورايا لما ماكسر اي مية لما ماكسر اي مية H O H ايه دا �� المية دا ال停ال البروتون اهييه دي شحاتة يسمعه ايه قاللي يسمعه انا عدي للجميع ووتر بروتون يعني ايه ووتر بروتون؟ يعني الـ H اللي جاية منين؟ في الماية قال لها مصر فيه تاني مصدر الـ H عايزة بتعرفه تاني مصدر ممكن اجيب منه الحيجورجين البسر بس لما يكون سليوشن بعد كلمة سليوشن يعني داية في الماية يعني حصل لدي زوما انا هقول للتون وانده هتسمعه عشان تكراره قرأي بيدوب يعني بيتكسر بيسيح يعني بيتكسر يعني عندي حاجة بتتفتت للبوستف وين نيجاتب أسمع تلك هؤلاء عشان ماشي بيدوب يعني بيتكسر بيسيح يعني بيتكسر يعني عندي حاجة بتتفتت للبوستف وين نيجاتب أسمعه كلنا 3 2 1 بيدوب يعني بيتكسر بيسيح يعني بيتكسر يعني عندي حاجة بتتفتعت مكليل بسطفويل ايه ده بيدوب يعني؟ اسمع عهلة بيدوب يعني؟ تستامع بيدوب يعني؟ تستامع بيدوب يعني؟ لو انت معك اسب معنى كلمة معنى كلمة اي اسب بيدوب في الميا رجالة سبحان على الله هيكسة الوصير وصير اتقاب يا مستر اللي لقينا اله مستر احنا لقينا البروتون بس البراتي جاي من الاسد يوم الجرع عليه اسد بروتون سمع الجرع عليه الاسد بروتون طب او مش مهم كل ده انا بس اعرف ان اله مرة بيجي من مرة و مرة بيجي مني ماشي طب يا مستر لو بصباح ازاي الكؤور بيحصل لها مرة الكورطينات ازاي اقدر اعمل عملية تكوين لراكورضاينات م فين? لما جيب شوية مية. ركز. وحط عليهم شوية HCL. يبقى اجيب مية وحط عليهم مية للجالة HCL. طيب بص يا سيدس. صلي عنا. انا هجيب ال HCL لهو. سبحان الله ربنا خالي HCL بتاسم حبين. HM. وسيل لنا. يا نجد. يا نجد. كده دلوقتي انا معي اتفرج كده على المنظر. معايا مية 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 مية. محطوط فيها مين? قال لي محطوط فيها HCL. فيا استاذة مين بيدوب يعني بيتكسر. فالHCL لما انزل في المية حصله ايه? هيتكسر. بيدوب يعني بيتكسر. بيسيح يعني بيتكسر. يعني عندي حاجات تتفات بتليه، بوستف واي اني جذب فمعناها يا كده ان المحلول ده اتقسم بواه اتش وواستف بواه اتش وواستف بواه اتش وواستف للمحلول اصبح بواه جالة اتش وواستف اله اتش وواستف اسبحت عيمة في قلب المحلول الا انا مولتها اله بوستف ده جماان الاتشي بوستف ده مش بيحب يكون لوحده يبقى الاتشي بوستف ده بني ادم جمال مش بيحب يكون لوحده هو موجود في المية بس هو مش عاكم ان هو اتشي بوستف انا مش جاي معايا ان انا اتشي بوستف انتبعوز يقول لبص انا كيبش بوستف سامحوني انا شحاتة ايه انا غلبانة ايه انا هرخلي المية هقول لها يا مية سلفيني ليحال الله يكرمك هتقول لها اصلا انا مني ادمى فئيرة اصلا انا مني ادمى يا رجالة فئيرة ورا انا مني ادمى يا رجالة فئيرة وانت بني ادمى غنية فالسؤال هنا بيقول مصر ده فئير وده غنية اعرفت منيه منيه غنية هقول لك لو انت كراجل شدور جيب ترس بالمية فانت هترس بالمية كما لدينا قولوا واحد اتنية تلاتة اربعة خمسة ستة وكل واحدة من دول ماسكافيتش ماسكافيتش ايه ده ايه غلب انا عندي لنبير وانا عندي لنبير يبقى انا عندي كم واحد لنبير اتنية هيمسك معه الاتش باصل طب تعالى كده تشوف ما هيحصل ماشا هي الاتش باصل ده مليانة ولا فيها ذيكا فيها ذيكا يعني زي الجروب البلدي فيها قرار فيها اوضة فاضية ايوا فالراجل ده هيعمل ايه هيا عمل اكسلت المراجل ده هيعمل دونيت سمعني ده هيعمل ايه رجالة اكسلت وده هيعمل ايه رجالة دونيت حد يساعد منه حاجة تبدأ هيقول ده سلفني هيسلفه واحد او او اثنين اثنين وده في اها اها طب جميل 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 ده الغنة ده الغنة والعز ماسكة في ايتش بوزة وحدي بقصادها يلا ايتش بوزة تبتفرج اللي هيحصل يا فقيرة خدي يا فقيرة ايه ده؟ بعمل ربطة على هيئة سهمة الربطة اللي على هيئة سهمة ربطة جديدة ربطة جديدة ربطة كيميكال اسمها عندي في الكيمياء كوردينيت سمعني يبقلوا ورايا كوردينيت سمعني اسمها عندي في الكيمياء ايه؟ وحش وحش قول تاني كوردينيت اجيل كوردينيت ربطة جديدة اسمها عندي كوردينيت اجيل اجيل تاني ربطة جديدة اسمها عندي كورضة اينيه تبص اللي هي حصل ده انشاء البستر بالعمل هتبدأ انها تتبزح وتبدأ ان انا يا بستر الله الله نبيح ها يمتالي بص 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 المرزة هده كده 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 اه ها اه ها وهض اين عشر ايه بص ايه المركب ده اوه ماسكب ثلاثة ايتش يبا البركب ده اسمه هايدرونيوم ايه اسم einen Hinen اسمه ايه ديبقى تاني اسمه هايدرونيوم ايه لما المية تمسك في H تمسك بقى اسمها H3 طب بقولك ايه بدي اتكت هي الرضة دي اصلية او مش اصلية اصلية يعنين اصلية يعنى دي الرضة من ciertoه من قرم اي حاجة دي رضة نح عنى في الكيمية كوفيلان طب المساهمة المساهمة دي اسمها عندي في الكينيا كورد عينيه سمعني اسمها عندي في الكينيا ايه كورد عينيه نفس الكلام هيحصل لما الايمونيا تنزل في الميا حلو بصرا الايمونيا ده رمزة ام إتش سري لما يتحط في الميا بقول إتش تو وو وهنا أحوط إتش وهنا أحوط إتش وهنا أحوط إتش همين امين إذا هبزم مع مين أني مع المية يعني ما تنسيش إن المية ملوخية بتتكسر يا بابا المية اللي اسمها H2O هتتكسر لحبين لحاجة اسمها H Boston plus O H نيجت هفي بالمية بتتكسر لH وهي رجلة وهو H إيه دا الشحاتة الشحاتة الغلبانة هتروح عند الناس الغنية تقولون لو سمحت تصعدون بالله عليك بس دانا عندي فيكل أصلا فارغ وإيه دا الراجل غني مبتدر ساعدة يقول لها بقول لك إيه تقولوا والله إذا أنا بسطر دانا عاملة لويس داناسني بروتر يا بس دا احصل الان واحد دين ثلاث اربعة خمس وهنا H وهنا H وهنا H هلو فمسك دا المعمل كده ممكن عمل للغطة دي يا بس تركز كده معين وصبح ممكن عمل كده H H H هلو معلش وهنا أصابنا ال H البوليتم الفقيرة فالإيه؟ هتقول لل H يا فقيرة أنا هتبر عليكي بواحد ولا بإثنين تحطا لي 2 إليبتر هداية من إليكي وتحطي المركب كله المركب دا اسمه H4 المركبة اسمه عندي امونيوم أمونيوم 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 مش عاجبني أمونيوم حلو ركالات النتشفور اسمه عندي أمونيوم اسمه عندي أمونيوم مهزة معايا ماشي يقوله أمونيوم 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 لا ما هي فقدة قيتش بصت بيعني عاملة لوز اهي فيه انا في الاساس فقد انا عامل لوز انا كان معايا واحد وماشى فبقيتش حياتة خالص ما فيه كان معايا واحد وماشى معايا ولا واحد فبقيت خلاص على الحديدة بقوله فقدته يا أنت كنت غنيا فيه غطي فلوسك بعت ايه حلو ما عاجب حاجة ده خلاص يبني الله بعد براء الكلب. نركز. قول معي امونيوم. اجين اجين. لو جيت سألتك. الربط لي اسماعيه رجالة كويلة. اسماعيه كويلة. اسماعيه كويلة. قلبه كويلة ومساحبه اسمه كوو طايقين. ماشي. يجي سؤال بيقول لك. يجي سؤال بيقول لك. يجي سؤال بيقول لك. ليه? عشان هي تعتبر بني ادمة شحادة. عشان هي واحدة فقيرة. فهيما بتروح تعمل ربطة اسمها في الكيميا كورباينيه. تسمعنا تعمل ربطة اسمها رجالة ايه? كورباينيه. طب حتى فاكر. هي لما تيجي تعمل ربطة كورباينيه. هتعمل ربطة كورباينيه. يهما مع الاتشت و او. يهما مع الاتشت. هدروه لحد ده جاني. دور بط معا. ماشي. هم يعمل حاجب. الاتش اصلا ليه اصلا بقيت بوستف و هي اصلا. ما الاتش بوستف. يهما تيجي من الميا. يهما تيجي من اسم. بان ده لو حاجب اسد في الميا اسد هيبكسة. بوستف من ايه? كورباينيه. يهما يسمي هاشي اقبوا المسحوش متأل عشان في عمل. اه الاتش بايت بوستف لما الاش سي إلت مكرا. يعني ما جبتش اتش من الهوا ان تبقى اعملي الوز ما حصلش. انا جبت مراكب قريدي اهو عمل دفاع لهو الاش سي آل. وقامت مع الصين وهت بوستف وهد ايه? نيجة دي. انا جبت مراكب عشان كده اعمل من السوال ده. هلأ انا بيبطي اتش توب قلت بيبطي اتش توب حصلش هنبدو مركب المية و قلت له يا مية تفكي اتش بوستف و اتش دي يبا اتش بوستف مش جاء من الهواء دي جاي من الاصل مركبات كانوا متفعالين مع بعض السيئ اللي نجد مرهاش اي لازمة بالسير ولا هتابل اي حيباري دي هدوم و قلت جاي تاني اختك بتقولي هو ازاي جبت اتش بو خونتها بقيت اتش بوستر بقيت اتش بوستر دي انا مش نايبها من مادة اصلي يعني ما جبتش مادة اسمعها ايتش و قلت له اعملي لوز ما حصلش طيب اندي جيبها من ايه انا نايبها بقرد كباب كوردينيه دي مهم دي ما بتحصلش في المحطين بس لما حط قسد اكروس يعني اكروس حلو وقوم باية بتعملي باي مادة بيركسرها الايه و ايه كطاين و انا ايه ايه كطاين ده هو بموراتكا بدهم من الاصلي مش دا اعمل لوز و دا اعمل جين انا برغله اصلي برجع لاتش بوستف و سيلي ايه مال طالما الاجر ابنكسر بوستف ولاتش كطاين و انا عيف اصبح البوستف دا موجوز ايه نامين يبقى البوستف اتحط مع المية يسيب البوستف يسيبه غني انت بشية لاتي واحدة غني هاتسيبها هو عشان هيأكسبت من المية هو الاشيال البوستف دا بتدول ان هو الريديكا الفاظت انا جاي بمركب فاقد انا مش هاي اللي فكرته انا جاي بمركب اساسا شحال حطته مع الميا مع واحدة غنية واحد فقير مع واحد غني بيقدر انه هو يكسبت منها تبتعالي كده هيدا الامونيا مع الميا هي الميا بتحصل لها عملية اسمائي ايزيشن يا ايزيشن ها تكسري كده المركب متكسر ازاي؟ ايه ده ايه ده ايه مصطب انا انتي جبتي مركب متكسر؟ لا انا جبتي مركب و الريدي هو كان فاقد بس ورته لي بقى اصبح الاتش بوصف موجود مهمين في الميا انك حل الامونيا دي غنية انا باينه الاتش بوصف لما يشوف حد غنية بيحله شجري جيب بس ها تب رجالة ثانية واحدة اعطاني مركب اسمه ايه ايه اتش فول او اتش مرجن باسمه بالكمينا اه ماميام. هايدروكساين. اسأل بي بلس وح انا عايز اعرف انا عايز اعرف المركب ده فيه كم نوع من رمطات. المركب ده فيه كم نوع من رمطات. حلو هادي واحد اثنين 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 يمين حد يعرف المركب ده فيه كم نوع من رمطات. تجالة. المركب ده كم نوع من رمطات. نوع من خمس عدد من دلوقتي الناس كلها في المصابة. حمسة اربعة ثلاثة اثنين سبب الطاقة ده سمع? مش عايز حدي هاي. لما حدي اقول لك انا ما اتراكش عايز العقد. ما اقول لك عايز الانواع. ماشا. 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 زي الشيطة كده الممر. ثلاثة. واحد. اثنين. ثلاثة. ومسكة. احنا عادين اللي ان ربنا خلقها فيه كم انشها بكلها. ايه. ومسكة فوحدة اطشبت. الله. ليبيع عليها pani شوارة with only faith. الله. ماشا ده الناحية تانية. والماسكة مع إيش. وعليها مشورة with only faith. متصلوها النبي. mine son has played. صلوها النبي. ماشا. اي اصناها بصب تمسك في إصناها ان يجل. اي اصناها بصب تمسك في إصناها ان يجل. اي اصناها بصب تمسك في إصناها ان يجل. الياونيد ماسكين مع بعض الياه ايه بشيضا الواحده واتش دا الواحده ماسكين مع بعض الرافضه ايه ايه جميل ايه بذلك ايه بذلك ايه بذلك كل اصل يموركب اصل هل دي حاجة مختلفة ايه كل دوسره مهمهدك بموميته بموميته الرافضة زيادة اللي شمه السهل دي يسمعك ايه كورديني سمعك ايه رجالة كورديني سمعك ايه رجالة كل ما احنا قلنا ده كل ما نتكلم على نوع من روابطات اسمه كورديني او كوردين بولد بباشي دلوقتي هتكلم معاكم على ربط اسمه عرفين كيميا هايدروجين بولد سمعك أصحبك عن الي هايدروجين بولد اصمعها هايدروجين بولد اصمعك بالنسباني فيزيكال بولد ومعنى هكلمة فيزيكا لفهم قولنا رابطة فيزيائية انا مستمع كارشوها دول رابطة فيزيائية رابطة فيزيائية هليجي معي على رابطة فيزيائية غير مرعية محسوسة بس اسمع رابطة فيزيائية غير مرعية محسوسة زي العلقة كده بالجنب هولوطة بالحيوان عشان يا مجاهك الكلب لما يشوفك بيمشي جنبك القطة لما بتشوفك تبدأ انها عرب رابطة كيما بينك قوة رابطة محدش يعرفها هلا انت وغير كيما بينك وفي الكلبك قوة حضهم رابطة وربطة محدش شارك رابطة ديها تقسر يبقى دي يقول معي رابطة فيزيائية غير مرعية ها رابطة فيزيائية غير مرعية رابطة محسوسة بس سلمة رابطة محسوسة اسمع رابطة محسوسة ايه حلو جميل ها ؟ يبقى هنا اصس تعالة قالوا هو راية هايدروشن بون هايدروشن بون حللوه تعالا بقى نشرحوا الهايدروشن بون بتكتب في الكيميا هايدروشن بريج أسمع الرجالة في الكيمياء رجالة ايه؟ هايدرشين بريج هايدرشين بريج او هايدرشين ايه رجالة بو الكلت اللي بلاها رجالة راكز كده بالتوسيلة بب مميزة انها بتحصل مبين الماريكل سمعني رجالة صحيحة كله معاهد يعني ايه؟ يعني ماريكل وماريكل مش قاتم وقاتم لأ ماريكل وماريكل هيمسكوا مع بعض دعلي بقى ويد كده انا اسف وانا شرح تلك بالشكل النورم هنقضوا بحد بعد الفطور وحلق النجمع بعدك وشهدوها بحد خلاص بشكل نحن ممكن ترجع داري هورا؟ وانت رجع داري هورا؟ وانت رجع داري هورا؟ هايد يوم من الايام في لحظة من اللحظات والسلام السنين انا جالي تليفون وانا كنت قاعد كده بتمزق ومشي الكوبات القهوة بتاعتي جالي تليفون بيقولي نسر عمر احنا الشركة العالمية الاجنبية المتحدة للمحاربة الحشوات تعال الحالة بسرعة عشان احنا عندنا مصيبة عالمية كيميائية قلت له ايه المصيبة يصل عالمية كيميائية اللي عند حضرتك قال لي احنا عندنا مصيبة كبيرة وامتشاب كبير لازم تجلنا امريكا ونحل الموضوع مع بعض وانت واخد بعض يوم سافر واخد طيارتي وصلت على حد هناك واول ما وصلت هناك لقيت واحدة قابلتني قلت له ايه قلت له ايه قلت له ايه قلت له ايه قلت له اي مركب يمسك في الهايدروجين مش انا والله اللي قلت كده دي هي سمعني هاي مركب يمسك في الهايدروجين هاي حصل له ايه جديد بقى هقول عليه هاي درايد قلت له احيات امت يعني انت جداني من بلدي قلت له ايه قلت له اعرف جروب وان ايه قلت له ايه اللي هو مين سوديم بوتاسيو قل له بسا ده اسمه ليسيوم هايدرايد سوديم هايدرايد بوتاسيوم هايدرايد يا ايه 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 دي حلصة عادي يعني ها يلا شايفين الراجل على المطفل على عمله هبدع حسن شاب الرأس المقتنى ها عدت من تحت رجلت بل ايه قوله ورايا والنبي اه ايه 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 ماس بيحصلنه ايه قال لي والله العظيم ولا نزل لتاح الوزن بيحصلنه الكريز الوزن يزيد قلت انا وزكة بوز ازك ايه ازك ايه ازك ايه 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 ماس بيحصلنه ده ها اللي بيزيد او تاني قال لي والبويلنج بويلنج هاي احصل لها اه ايا كمان ان كمان الحرارة اللي محتاجها عشان اسخن ايه مركب قلت له يعني قالتلي يعني البويلنج بويلنجه اعلى من البويلنج بويلنج بتاع النيه بيتش. طبعا اتصالها ده. ده ده جد. بس. رمي. نشوح. تعالى بس. بس عزيزي. تعالى. بش. لا المنظر صعب بس. المنظر ايه? صعب. بش. بصي. اش عادرت اوصلهم? ماشي. ونظر ايه. واشي خلاص ايه. قال لك لا 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 الله لا. طبعا انت عامل بدارك ولا ايه? عايزة دلوش. انا عايزة دلوش. انا عايزة دلوش. انا عايزة دلوشك. هتبصد بصد بصدك انت كيف? ماشي. اسمك ايه? احنا. ماشي. شش. صلى عندي. استاذ احمد. واستاذ رمي. ايه ده? لو انا عملت جده. انا ايه قفلت عند احمد. خلاص? يعني احمد حجمه ايه? لو انا عملت جده. فانا قفلت عند رامي. بس بيحتاجة لف احمد حواليه مسترامي بس. مارك زرامي ناسي. خلاص? شش. هسألك سؤال. لو يبقى هنا الراجل ده وده. مين محتاج درجة حرارة اعلى عشان يغليه? ليه رامي ليه? تخين ايه عيب ده راجل تغلح لنا ها? عشان راجل عريض. راجل مليان. خلاص? باش. قولوا رايا. اي مركب حجمه كبير? اي مركب حجمه كبير? اي مركب حجمه كبير? اي مركب حجمه كبير? محتاج حرارة اي مركب حجمه اي محتاج حرارة ايه? واي مركب حجمه تغير محتاج حرارة اي مركب حجمه كبير راجل كبير رجالة أقولوا اي مركب حجمه كبير م我覺得 الزبط? صلى على النبي. قال لها بسا لوانا ومعينا مين هو اكسجن? وصلى. اسمع. اسمع اسمع. الاكسجن اللي المسك مع الهيروجين هيبسه ثم ننزل لتاح الوزن يزيد يبقى المولرمس. وطماما الوزن يزيد يبقى البيلين. هيحصل لها كمان انجرين. اسمع. طول ما ننزل لتاح الوزن يحصل له ايه? والبيلين بيحصل له ايه? اوه يبقى انا هنا انا معنى انا اله وزنه وزنه اكبر من اله محدش ما اعترض. ما اعترض ماشي. الرجالة ترضى عليك. طبعا اله وزنه اعلى. ايبقى مين البيلينج بوينت ادعته اعلى? اله وزنه اعلى? من الوقت الوزن من اله وزنه اعلى? اعلى من اله وزنه اعلى? قريتا لي الموضوبة تترسولة تترسولة تماما ايه? قريتا لي يعني كريتا لي الخام بوزن. انا مصحة. اعلى؟ قريتا لي الكلام ده من صح. عندنا هلل اكتشاف لنا ان البيلين بوين بتاع ال H2O أكبر من ال H2S يبقى الوراية وزن ال H2O أقل من ال H2S يبقى ال H2O وزنه أقل من ال H2S ولكن اكتشفنا الجملة اللي متحبهاش إكسبشن معنى كلمة إكسبشن يعني حاجة خرجة عن القاعدة على الرغم ان المية وزنها أخير الا ان ال H2O باعدة 100 سليزيوس أما ال H2S ال H2O باعدة نيجاتيب واحد وستين ستيان هرابية تحت السكر يبقى ده كبير أما ده سمير ده سمير هيا هيا جالا ايه سب شبابنا كده هنالك شبابنا ان المياه على فرم من الوزن بتاعها صغير انها متحدة في درجة حرقة على قليل قال لي في حاجة مقاوية قلبها سماعني في حاجة مقاوية قلبها في حاجة مزودة القوة بتاعتها في حاجة مقاوية قلبها في حاجة مقاوية قلبها مين الحاجة اللي مقاوية قلبها؟ عنت المياه بس ايه الحاجة اللي عد الولناه؟ باسمع؟ لاز لاز لونها معلومة ايه الحاجة اللي عد الولنا يا اسمع عنت الكيميرا هايدروجين بولد سماعها تسمعك كم هنا الجنة اين? هايد البوض. اهد لو ايها ان الميا ان الميا فيها حاجة زيادة استمع ان الميا فيها حاجة زيادة ميزوينا فيتقولها ميزوينا اسماها عندي هاجو البوض اسماها عندي طب مثل هايدرون بونج قال لي بيحصل ما بين المالك ما ديكب بيكب زي ودي وير اتش بو ودي وير اتش بو بصمع الهزب هيربط مع الله الربط دي الربط ما بين المالك والاسمها هايدرون بونج اسمها سمعني اسمها طب يعامل حق ايه هاو الهيجرون بونج اسمها ازاي الهيجرون بونج تتكون اعزي الناس اصغر الوصولات الهيجرون بونج بتتكون هنا عندي يا رجالة ايه ايه مش عاملة مركبات يا محترق ويدي مارجل اسمه ايس وار مع العلم مركب ايس مركب قوي مركب واي مركب ايس مركب قوي مركب واي مركب ضعيف اكسو مركب اسمح اكسو مركب عربي يعني ايه كلمة قوي بالكمية كلمة قوي الالكترو نيجاتيبتي متاعته عالية كلمة ضعيف الالكترو نيجاتيبتي متاعته الالكترو المركب ضعيف المركب ضعيف يعني ده عنده جره على صحبة وهده ده يتسحب منه يتسحب ايه؟ الالكترو لكن التاني ده بس بتاع الكولر كبيلا لما انتلك التقوي بيسحب ضعيف يا رابطة والتاني بيعمل شف فراجل بيسحب بيعمل شف طور اذا بيتسحب منه بيعمل المحترم شف اوية ايه مرور رائع؟ شف طور شف اوية واحد بيسحب والتاني بيتسحب بيتسحب الراجل اللي بيسحب اهو اهو الراجل اللي بيسحب معروف ايهو يسحب الالكترو يهرب اشارة جد ياخد اشارة، بوزة البارشة لا اشارة ده مش جديد لا اشارة ده مش جديد ايه مرور كب يعمل مرور ساحب اسمع ايه مرور كب يعمل ساحب ياخد اشارة بيسحب ايه مركب هيا اعمل صحب. ممكن اعطي اعطي اعني ايه? بولارك. او او انه قمنا عني اسمع. بولاركي. اسمع. اسمع عندي في الكيمياء رجال ايه? بولاركي. شو? حمس. قول معاني. بولاركي. اسمع. بولاركي. الراجب اللي مازحا ياخد بشارة اسمع. باشر. ايه انه مازحا بياخد بشارة اسمع? باشر. ايه? ايج جديد. فين الربطة? فين يا اسمع? قالي ده مولكي اللي هو واحد. وده مولكي اللي هو واحد. بسبحانه لواري اسمع. الراجل البوسط في الموليكل دا يعني الاسرة دي تتقيه واحد الاسرة هيحيط الدكة العامة من الاسرة لايج بيعملوا تكون معك ربضة كميايية ربضة كمياية كمية جير مرعية ربضة كمياية تسمعها 하يرنبول اسمها تكن معها ربضة كمياية ربضة كمياية خبية غير مرايئ اسمها هايدرشن بوغر يا تاني ولا الفرزة بالفي العيلة دي هيحب التجد بالفي العيلة دي ويعمله حيما لو حد سألها هايدرشن بوغر هتقول له ان الهايدرشن بوغر المحترم اللي غير بتحصل نبي تو مالك ما بين اتنين مالك ما تحصل ما بين البارشن بوغر بوغر اتن 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 مع واحد بارشن بوغر مع نظر اتن اتن مع اتن 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 بتقول لي ربطة زيادة يا عام حمادة ربطة زيادة ربطة زيادة قال لي بتعمل بتزود من بتزود من القوة قبيصة اتن اتن مرد اتن 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 ومدرعة الهيجر في القوم نسمع باشا احنا عندنا سؤالين في الاخر سؤالين دول رسمي لو يحب يغلس الانتحان بيجيبه سؤالين دول مواجهدين عندنا في الاخر الشرح بس المواجهدين على الهيجر في الاسلام انا بس نخليك زي هودن بس بالاخر الهيجر في القوم ربنا خلاها بتعمل اشكال واحد ممكن تبقى يعني ايه؟ يعني ممكن لو هايجر في القوم تبقى السلسلة البردوحة سعاد بنقولها عليها افن معنى كلمة افن يا محترق يعني السلسلة مفتوحة حاجة خطة مفتوحة عشان ما خطة وممكن سبحان الله تبقى اسمها سايكليك اتشين يعني سايكليك يعني سايكليك اتشين تبقى نصر اعمل اتشين ايه ده؟ حلقة مقفولة هي ممكن تشكل نفسها كده وممكن تبقى شبه اسمها الهينكا بولت اسمها نت اوبر نتشين يلاقي الهيدرشين بول ما حده مدارة ومسألك عليها عملك اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اتشين هنشوف ده كله دلوقت كمتان كل محايا اميني تشين اميني تشين اميني تشين سايكليك تشين اميني تشين يلا جميل أستاذة محضرة يطار الامستر امور الهارة الجنبون دلتال حضرتهم بتحسن فين مبانين واحدة واحدة كنت اسميكس شغبري وزار صلى الله عليه اله لما تمسك معلقة عشو اللو يا رجل محترف كده بيبس اله مع اله ما تصدق الناحي ها حد فاكر ربنا خلا اله قوتها كم كم صحب كم او لها في حريق اربعة واله كم صحب كم حيل اربعة وطول انتها هنا كم اربعة وهنا كم صلو على النبي لأ ده يقول صلو على النبي المجل ده قوي فهيحصل عملية سحب الله 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 اهه هو اللي بتسحب بياخد عشان افارشيال نيجدو اللي بتسحب منه افارشيال باصل طبس الكلام ده افارشيال نيجدو وده افارشيال ايريجيال باصل جميل افارشيال نيجدو يعملَ يات النين هقاللي اونأ اي حد النجدة بالنهانة عشب البوزت بالنهانة اتفرج يا افارشيال افارشيال نين ده لو حد سألك لو لو لانه هايحصل مش لو يا عيسالة حتى زيادة! الزاوية مكاملة! واحد يقول له زاوية ايه? شايفيني الخط الاخدر? شايفيني الخط الاخدر والخط الازرع الاصلي. تاني تاني! انتم ببعو الواحدة ده ما شاوردو لكها لا صح! كل اللي جميع ستوك هما يجبواه ورصوم! كل طرن كلهم ده هراه اللي عارفون الانجل فيه! انت وقا انا حايز اقولك الانجل فيه! شايفيني الخط الازرع والخط الاخدر؟ اه اه! الزاوية دي. لو نتسألتك الزاوية دي مية وتمانين. يبقى الشكل ده هيتقلع عليه ستريم تشين. سمعت تقلع عليها رجال ايه? فريد شين. طب وصلوا. الشكل اللي بعده بتحصل في المية. ايه ده? هي فيه مراكمات محينا? ايه. ايتش ايد. والمية والامونيا هتشوف هنا. المية بتحصل فيها ازاي؟ يجب امسكب ايتش اسمعга رجال ايه دا هنا م اسكب ايتش اسمها عجب ايتش اسمها عجب ايتش اسمها عجب ايتش اياتش اسمها عجب o ممكن حد من السادة الطالب البطالة مين يمكن الوق قوتها كم? الوق قوتها كم? الوق قوتها كم? يعني هنا صح 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 بدا كله بيصحب كله بيصحب رابطة بيصحب رابطة! بيصحب رابطة ده جميل! ده جميل كمان مانوش مساف! المركب اللي بيصحب بياخد مشارة بارشيل 아니� dansанный ها بارشيل واستم! نركز بارشيل نا belong! يلا بارشيل ناlever peer rejectionишь versions بارشيل 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 واستم صوية! اللي يقولي الربطة هتروح فيه فين الربطة جديدة شايفين النجلة ludzi هنا و الباصل fund لي هنا شايفين النجلة tumboضنا شايفين كل واحد من الميا كل ميايا كل واحدة هتعمل اربع هيدروجين بول دي ما سمعنا كل واحد مية لا مستمع لكامير محترف ولا هم تكامير كل واحد مية تعمل اربع رمضات تعمل مستمع تعمل حلو 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 بص بص ولا ازاوية دي كامير مابينة بنوحة تخطر بنقط ولا هم لو جيت بص بجل ازاوية دي كامير هعيني تخطر بنقط ولا جزي كامير لو جيت زاوية دي كامير هتقول لي ازاوية مية وتمانين اسمها عندي يا رجالة ستريت شين سمعني اسمها عندي يا رجالة ايه ستريت شين اجين اجين اسمها يا رجالة ستريت شين ماشي اسألك سؤال هو الشكل اللي هو دايما كده اسمها ايه اسمها ايه اسمها انجان ايه اسمها انجان اجين انا اعمل معاك بقى حركة جامده اوي مستور نفسها ومثالة وصلوا على النبي حاج باكر الان وقولها كام؟ والاتش وقولها كام؟ اسحب 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 اس المركب الوحيد المركب الوحيد صوت على يا اللي اعده ورا المركب الوحيد المركب الوحيد زاويته مية وستين زاويته مية وستين اسمع المركب الوحيد المركب الوحيد المركب الوحيد زاويته مية وستين زاويته مية وستين هول امونية هول اسمع هول اه 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 باشا اه استاذ العلماء عملوا المقارنة بين الكوبيلاند بون تسمع ايوان وين حيني روشينجوه قبل بتتكلم عالمقارنة عايزك تبع مقارنة في الفشر بالصد سُسمع باشاك سؤال يا استاذ يا حمره اس Silence انا هعمل لي مقارنة بالحجين . كما سمعني. هعمل مقردًا للمقردًا 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 ولكننا في الوقت اشتكيت الأصباة الأصباة دي أوقف تشتغلها عند الرجل سعيد وحاجة بيه 10 أصبا سعيد بيديك من الرجل بقى المدين هبطعه ورشت يدعمل على معضاها الكبير خرصة تنسج الأصباة دي وتراوح البيت أول حد بتعملها بتعملها فهو يمكن البانانيين تلكين يجي على التربيزة يروح خبطها كانت تغبطها بصينة الكاسم إيه ده يعني الكاسم اللي بتسوّل بسهول بسهول يجي على المزعزوها المصليلة كدة اللي هي ده أولا طب إلي اللي هتصل لا استنى بس الفكرة قولوا نعمل كل ما تقول بيهن كل ما تقول بيهن أسبح كل ما تقول بيهن كل ما القوة دي كل ما القوة أسبح كل ما القوة فالولماء قالت السترنس عكس اللينس القوة عكس الطوء اسمع كابتا صلاح جديد انت العلماء لما كم يقوموا يقوموا طولها واحد عن جسم ولما كم يقوموا طول الهيدروجين لتلاتة عن جسم دي واحدة وقتنا بالفيديا اسمع عن جسم فده يعتبر اما ده يعتبر اي حاجة حجمها قصير تباسترون اي حاجة حجمها طويل تباوي 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 اسمع بيقول ليه الكوبيل ايه الدليل العلمي ايه الدليل العلمي ان الكوبيلة قوية وان الهيدروجين ضعيف ايه الدليل العلمي كله ايه الدليل العلمي كله ايه دليل العلمي ايه دليل العلمي ايه الدليل الهيد الهيد محتاجة طاقة ربعمية وتمنتاشر كيلو جول بيرمول اما هذي عشان تتكسل محتاجة طاقة واحد وعشرين كيلو جول بس يعني الكلام تاني تاني محتاجة طاقة كام ربعمية وتمنتاشر محتاجة طاقة كام واحد وعشرين كيلو جول بيرمول ماشي مزد ماشي هسوه بيبط بوابسترنتس الهيدروجوه السادة المحترمين ايه قلت الكل اللي عايزة كريبة فيه انا كأومر سليمان عندي هيدروجوه وهو كاستاذ رامي عنده هيدروجوه وواستاذ حسين عنده هيدروجوه ايه ستبه ممى داخل Bruno بمثار ماقل skulle لا نحكم معرفش قال لي تاني عشان تعرف قوة هيدروجوه أسمح عشان تعرف قوة هيدروجوه قسمك صيد عشان تعرف قوة هيدروجوه و الثاني عشان تعرف قوة الهجنبون بعتمد على حقين بعتمد على الزونية والحاجة اسمها الديفرنس في الاليكترو لقدر بدينا وهي اسمها العربي فارق القوة فاكرينها لما كانت درسة او التاني اول اول تقولون تماما قولوا ورايا كل ما القوة تزيد سمعت كل ما القوة تزيد كل ما الانجلي يزيد كل ما الانجلي يزيد كل ما دا بيحصل لهم انجليز كل ما السترنت او بتاعت الهايدر جنبون برية كمان لنحصل لها انجليز السؤالين اللازم يجب الموجودين عندك اكذا قل بقل بالورا يين ديتشيه هيدروجيت بون اس 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 يلا ننصو صارو زبا يرمش لين الهيدرزن بو مجدنا الهيدر أقوم الهيدرزن بو أسرين أقصد الهيدرزن بو نو أنا نسأل أن القوم تعتمد على كم حاجة حاجتين الزاوية وفرق الكور حاجة فكاري هي الزاوية كان هنا كامل الزاوية كان هنا كامل الزاوية مش هتقصر ماشي لا الهيدرزن وهنا الهيدرز والهيدرزن حاجة فاكر ما اسمع الهيدرزن والهيدرزن فالهوية يمكنك ستغفر الهوية الهيدرزن أوهدرزن يزين كل والقوة يزين كل واحدة كل واحدة كل واحدة اكيد ده اربعة اكيد ده بيسحب بقوة فكده الالكترو دي اعلى ماشي اصحب اللي بعد تبحدز انا لين الاتش درون هاين وجيب مون مون استرون اقوة مت الان اتش سري اتبقى حد يبقى عنايه بسرعة ها 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 لا هاكتبه لو جينا بكين الاتش درون محترم الرجل المحترم الورا هتفقها اتش واو وهينا هتفقها اتش وايه ده كل واحدة تلاتة ونص وده كل واحدة طوبين طوار ده كل واحدة تلاتة وده كل واحدة طوبين طوار هنا صح وهنا صح اكيد دهبنا بفرق طبع فرق ايه الالكترو ميجا كيبت هتطول برا حاجة كمال بقى لازم تم اصريح بيها حد يتفكرني زاوية الاتش كانت بكين مية وتمانين زاوية الاتش سري كانت بكين مية وزتين مية تترا هيدرال والكلام ده انا بتكلم على الزاوية وكاعة الهايدروجين بوند اللي انا عمله علمك بيها هنا كل ما الانجل بيحصل الله كل ما السترنس بيحصل الله بكده مية اوكوا من الان حسن ده اخر حاجة داخلت من الانجل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله في كل مكان وفي كل بيت وفي كل محافظة ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض الهومورك بتاعنا الاساسي الرسمي اللي بيتكلم عنه لو بيناقشنا فيه فكرة الهايبروديزيشن الكوردينيت بوند هستاذنك شد الرحلة يلا هنمطالك مع بعض بص اسمع اياك تتفرج على الفيديو ده وانت مش مذاكر ما تتفرجش على ده وتقول اسطان عندي متحان وانت مش مذاكر ازعل ادايق ازعل اولع بس بص اهم حاجة انت عرف ان الحصة الجاية انت عندك انتحان شامل فالانتحان الشامل اللي سيادك هتاخده ما يخوفكش ما يزعلكش كده كده الانتحان خمسين في المية متوسط او فوق المتوسط وخمسين في المية هاي ستاندرد الانتحان اللي جاي لك باشا هو يعتمد على مدى فهمك وزكائك وتطبيقك للمعلومة اللي سيادتك فهمها وحافظها مع بعض فعمل حسابك بإذن الله يا قلبي ان شاء الله الفترة القادمة من اول ما نبتدي انتحان شامل بحجز عدي بعد الحصة انتحان الشامل حصة كمان و بعدكده عندك كانت انتحان شامل كمان وهيبقى اسبوعين رمضان انتحانات شاملة عام Kos شاملين وورا بعد ما يصني identific pronominate وبعد الانتحان الشامل هيبقى وصلنا لنص لوحد avenues وبعد انتحان تالث وفي النهاية همchu توالحا Nuevo لو سبتك في رمضان لو سبتك وسوحتك وبدأت ان انا اقولك اسمع براحتك انت انت تعتبر انت عدو نفسك دلوقتي هتعدو نفسك هتوقف نفسك وتبطق نفسك وحاجات كتير هتحصل وهتراكم عليك وانا ولا عايز ده ولا عايز مراكمة وعايز على القل النصفات في رمضان حتى لو بنسبت 75% يلا بينا يلا بينا نفتح لي بقى كده الهومورك وطلع لي ورقة جانبية ويلا بينا نبتدو الدرس شباب نبدأ مع بعض بسؤال رقم 22 من صفحة رقم 41 اول حاجة وطيزة صاموا في زال نمبر اف سيجما اد باي بود هي لما اجا اقولك كلمة سيجما فانت لازم تفكر معنى كلمة سيجما يعني زي ما بنقول عليها كده في الكيميا هيد باي هيد وش الوش وانا كنت بديها الرمز ده وهي اي ربطة سنجل موجودة اي ربطة بعد السنجل كنت بقول عليها باي بوند والباي بوند هي اللي بتبقى صايد باي صايد يعني ايه كان بتبقى بالبلد كده جنب الجنب اثنين جنب بعض نسوكوا مع بعض بربطة اسمها باي بوند ايه المركب ده ها اتش وهم كمسين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى واحد اتنين اتش وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا ان بتصلى عن نبي يا رسول الله والسلامة انت عارف ان الن ربنا خلاقة تمسك في تلاتة ربطة فهي ما عندهاش غير هي العيني يا غوزبانا ما عندني أحد جديدة هنا امريكا كده لانة مسكف بالقتل، إنها جميل كده هنا انها مسكف 3 نقصها في 1 إنها مسكف إلى 1 ا قد تواجه أنها مسكف 1 رابط لكن لابت ل least تمسكها في 4omatic فضلها ومن промهج drinها هنا، ستبقوس على الدنيا هنا حالكم آتي بإعطاء مسكف at 3 على مهجل هذا السابق أنا عن السята ثلاثة الأسرةية ثلاثة الأسرةية ثلاثة الأسرةية المنظر الجميل الجميل الى قدام هذا هو الشكل الرسمي للربطات خلال البند اجمع عدد السيجما و عدد البائي لو طلبت منك من هم الوايا الرابطات هتقول لي ده اسمه سيجما ده اسمه باي ده اسمه باي سيجما باي سيجما باي سيجما باي سيجما باي تعال العد مع بعض قدي واحد اتنين تاراتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر دول اتناشر رابطة اي ده قال لي ده السم بتاعهم يقول لحد يسألك السم كام هتقول لي والله السم عندك بتولف اللي بعده يقول لحضرتك بس انت كده كده حافظ بس بيقول لك ايه رأيك اعلمك طريقة انا قلتها وشرحتها في الفيديو تعال هومك بس اعلمها لك اكتر ايه هي ازاي اعرف نوع الهاي بري داي زيشن من غير بالبلد كده بيشة باستخدام له باستخدام قاعدة وقانون يا ترى ازاي اعرف الهاي بري داي زيشن باستخدام قاعدة وقانون قال لي يا عمر اسليمان عشان تعرف الهاي بري داي زيشن باستخدام قاعدة وقانون هتقول عدد السيجما السنجل اللي موجود في المص او ماسك زي ما نقوله كده ايه ماسك مع السنتر الزيشن زيشن يبقى عدد السيجما الماسك مع السنتر زيشن وق الماسك يزاق قال لي يا ميستر زيشن 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 بدني ميرك скаж بотрمين جماسك خي لمبارك متهجلة متين كده نعرف ونشوف يلا ماشي لو جيت قلت لك عندي مركب عنده اثنين لومبير وعنده هنا واي 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 اما عرفش ايده يطار التهجيم ده ايه قاعدة التهجيم التهجيم بتقول شوف المركب اللي في النص ماسك في كم سجمة دي واحد اثنين تلاتة دي هو الراجل اللي في النص ماسك في تلاتة سجمة زاد ماسك في كم لومبير والاتنين بعتبرهم حاجة واحدة واحد مجموحهم كام اربعة اسمع يبقى مستر هو من اللي بيطلع اربعة قوة اوه اس بي تري انا بيطلعه اربعة قوة توام ده مستر جميل يبقى الناتج الحفظ بيقول لحضرتك لو ناتج القانون طلعلك باربعة يبقى التهجيم اس بي سري لو ناتج القانون طلعلك بتلاتة يبقى التهجيم اس بي تون لو ناتج القانون طلعلك باتنين يبقى التهجين اس بي يبقى انت عندك كم تهجين تلاتة تهجينات اس بي ثري اس بي تو اس بي طب بقولك ايه وهي بيسألني مين قال لي بيسألني في السؤال على الكربون دايكسايد تعالى كده نمسك الكربون الكربون حوالي كم نقطة ادي واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة واحدة من هنا واحدة من هنا طي ايه ده ايه ده ايه ده ادي ربطة من السنجل بيمسل يبقى كده الكاربون ماسك دبل بوند مع الو هنا ماسك دبل بوند مع الو هنا فانا هبدأ اقول لحضرتك حالا لا ميستر حالا بالا انا شايف شايف ربطات قدامي سنجل اسمع شايف ربطات سنجل باشا سيجما ديما التانية باي سيجما باي الراجل اللي في النص ده هتولي ده عنده لومبير وده عنده لومبير يقول لك القاعدة بلهاش ده وابده القاعدة بتعتمد وترتبط وتشترد على المركب اللي موجود في النص بس طيب يا ترى الراجل في النص الراجل في النص قدامك القاعدة بتقول عشان اعرف التهجيم طيب يقولو عليها عدد التهجيم يساوي المركب اللي فيه اتنين سيجما زائد فيه كام لومبير اللي فيه زيرو لومبير زيرو لومبير هنا مجموعة اتنين باشا مين الحاجة اللي اجابتها اتنين الحاجة اللي اجابتها اتنين عند حضرتك هي الاس بي يبدأ ديابة هنا هتكون اس بي بس تعالة ادي اس بي اللي بعده بيقولي which of the following choice represents the number of the bond in the molecule باشا واحدة واحدة هنا ده سيجما وده باي ده سيجما وده باي فانت زي النرمة تختار اتنين واثنين غلط ما تنساش ان الكاربون هي مسكة off double bond c double bond c بس هي مسكة هنا مع h ومسكة هنا مع h مسكة h2 وهنا نفس الكلام h وهنا نفس الكلام h طب باشا فبالتالي لما تيجي تفكر تقولي بس سيجما باي يقولك صح سيجما باي يقولك امين سيجما 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 لو جيت سيجالتك دول كم سيجما هتعد معي 1 2 3 4 5 6 هنا في 6 سيجما وهنا في 2 باي 6 سيجما واتنين باي تعالة ندور فين النمر في سيجما بوند 6 والنمر في باي بوند 2 نبقى ديجابة ستة الاتنين ديجابة تبقى دين امين اللي بعده on dissolving hcl خلي بالك جاز خلي بالك قوي من الجملة دي اللي انت بقى الجملة مهمة بقى تبقى عارفها انت مش بتذكر المعلومة بس المعلومة بكل اللي حواليها ال hcl يصنف عندي اساسا لم قبل ما يدوف في المية بيكون جاز بيجيبوا الاسد على هيئة جاز يدوبوه في المية يتحول لأكويس جميل دي معلومة ده ما تكمل كمل لو انا حطيت hcl باشا هو ال hcl لما تحط في المية هيتفكر حاكتين هيتفكر h plus cl ده ما تنساش المية اساسا ربنا تخليقها ان هي عندها كده ميول انها تفك وبنسبة بسيطة هتتفكر ايه المية عام غير ما تتفك المية بتاعت حضرتك اسمها h2o وفتكر كده ال o لو كنا بنرسمها في النص حواليها 1 2 3 خط صغير اولا 1 2 3 4 5 6 امين هذا اسم كوبيلانتمون مؤتيب على الشهر مستر ال h عايين بس عيين بحر غدر عايين في مية يبقى الراجل ده عيم جوه المية hboster الراجل ده كنا بنقول عليه لو تكتكر اكسبتر يعني ده راجل فقير وطالبه الراجل ده راجل فقير فهياخد الالكترونات طالله هيحصل يا أستاذي الجلعاتي تتفرج ده معاه تنينيوك ايه ده ده راجل غاني ده غاني قوي ده معاه كمان واحد ده بيتقول عليه دونر ماشي فالله هيحصل جلعاتي يا زبادي ايه يا مستر عمر قال لي اللي هيحصل عندي جلعاتي ها جدا هذا الراجل الغني دونر يعني بيعمل حاجة اسمها دونيت فالراجل ده هيعمل جلعاتي هيعمل يا هيجي على الراجل الفقير اللي عامل لوز بنسميه بالأمارة بروتون ماشي فده فيكند يقول له خد مني إلكترون الله السهم ده اسمه عندي كوردينيت بورد خلاص جميلة بسر طب هنا لو حد سألك بقى ميت المركب الجديد ده اصبحت مسكة بدل متنين اصبحت اتش سري او والإشارة البوستف دي هتترحل على المركب كله بوستف اسمه هايدرونيوم سمعني اسمه هايدرونيوم يبقى هنا لحد سألك يترى الربطة ما بين الهيدرونيوم ممكن يسمعها بروتون و الووتر اسمها ايه هي اسمها كوردينيت بورد اللي بعده ماذا يترحل على المركب الجديد من الهيدرونيوم بين الهيدرونيوم بص سبي سري بيبقى ثالت قوض بقى ثالث قوض السري الزاوية 180 سبي 2 بقى ثالث قوض الزاوية 120 ترانيل سبي الانير الزاوية 180 طول ما نطلع الهناك الزاوية بيحصل لها ايه ؟ قال الزاوية بيحصل لها انكريزنج كل المركبات اللي قدامك ممكن تعمل كوردنج معنا كلمة تعمل كوردنج يعني تدي مين تدي الفقير يا ريت يا جماعة ركز مع بعض شوية مين الفقير اللي هو الاتش باسطف طب مستر ما عدا طب مستر مين دايما بدي الفقير ايه واحد غني باي يا اخوية قال لي غني بالالكترونات عنده ايه ؟ عنده لون بير طب بص يا استاذ مين هو واحد نحن عارفين بيعمل كوردنج نحن عارفين طب في واحد اليوم جديد مين الراجل الجديد ؟ اسمه يا مستر فوسفين ايه ده مين ده ؟ بي يلا اعمل بي اتش تري شكله عامل ازاي ؟ ربنا خلق البي حد يقول حواليها كم نقطة رجالة ؟ الفوسفرس هتلاقي حواليها مستر انت عندك اوكسيجين و سالفر و نايتروجين و فوسفرس سيب حواليها خمسة برضو زي النيتروجين خلاص ؟ مسكة في كم اتش ؟ هتلاقيها مسكة في ثلاثة اتش اللهم صلى علينا بيه بالله عليك ركز سيب كل في ايدك وركز قال لي مستر و ده عنده لنبير زيادة فاللي هيحصل كالقاتي ان الراجل ده هيقول لي ده خد الكترون يبعمل كوردن بون مع الهايدروجيني بقى الراجل ده معانا خلاص اسمه فوسفين لا ده معانا صح مظبوط الوحيد اللي ما ياخدش بقى الهد دي لنبير هو الهدش سيال لا مستر تبا سيال عنده لنبير لا لا ما يحسبش مش هو ده اللي احنا عايزينه اول ما تسمع باي بوند افتكر ان انا اول ما اسمع كلمة باي كنت بقول لي نفسي سايد باي سايد ومعنى كلمة سايد باي سايد يعني جنب الجنب ماشي كان بتحصل ما بين مين قال لي كانت بتحصل ما بين البيور بي البي كانت شبه الدمبل شايف وصدها بهاية شبه الدمبل شايف والتو دمبل شايف كنت بقولك بحبك كمان بس في بعض المراجع تقولك بص ممكن نسموها كده اه دي اه وتعمل اوفرلاب اه كده انه ما انقططش معك هتقول لي ده هقولك لا ده سفريكال شايف باي باعش هتقول لي ده هقولك استنى هو ده تقمانيه وده برضه تمانية بس المشكلة ان هنا التمانية ايه بالتمانية ايه بس كا الجوسه ده بس كده مس比如 أل ما من الانواء اللي ينفع هذه الدمبل شايف ؟ فالشكل ده شايف فين ده يعني ده صح او والله عظيم ده صح مش كده مسك Dig incentiv la Hola با هببي دول الانواي من الانواي الובرلاب بس في واحد جمض الجمب وفي واحد وش الوش بالمنظر ده على خط مستقيم حتى ب obed Ts Romans ببقى عليه Upper upright بالشاكل ده على خط مستقيم ولكن Color Wirther يعني في وش بعض side by side بحو ده اليوجي ايه ye breathing الصحيح 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 اللي بعده يقول which of the following choice represent the correct bond in ammonia انت عارف ان الامونيا هي عبارة عن ماسكا فيتش ماسكا فيتش ماسكا فيتش و معاها هنا لومبير خاص بيها مع مين مع ال H بوستن مستر هدرو لها ال HBoxing اللي عنده قوضة فاضية و relatingه التفضر الالكترون ماذا ؟ فهنا معنى كلمة اكثر مغلقه اليكتروني يبقى انا بديله اليكتروني يبقى انا بعمل عملية ايه ؟ قال لي مستر بعمل عملية donate يبقى انا دونة يبقى انا دونة اصلا انا راجل donor انا مقاطى لالالكترونيات يامل حاجة ال ال اتنين الاكترون دول بتوهم مين ال ال اتنين الاكترون دول بطوء النيتروجين كلهم بطوء النيتروجين تب الاجابة هنا السهم ماينفعش بقى كده ادي اول غلطة والالكترون هنا خلي بالك اكس ودايرة ماينفعش باكس ودايرة ليه لان ميستر يا ميستر يا ميستر تفضل يا عم هنا الاثنين الكترون طالعين من مصدر واحد حتى تقولك الحب من طرف واحد هنا الغني بيتبرع بين الاثنين مش بواحد شكاس مع كوردينيت فده كمان ماينفعش يبقى الاجابة عندك هتضمن هذا وهذا طب ميستر لو جينا بصينا خلينا نتطفق مع بعض الان ادي دايرة اثنين ثلاثة اربع ايوه استنى كده ميستر لو جينا بصينا هتقولي ميستر طب ليه احنا هنا هنا فيه نقطتين هنا فيه نقطتين اهم رايحين لله مظبوط الكلام ميستر اولا الاكسات دي دي تابع الهايدروجين والنقطة تابع النايدروجين اللي حصل ان النايدروجين تبرع خلي بالك بص دي النايدروجين مسك مع اكس النايدروجين مسك مع اكس لكي نعمل ربطة كأوردينيت بولن فهي تبقى الإجابة الصحة اللي هو رابع يقول لي حضرتك which of the following sub-level وفين ناسم the bond of HCL molecule arise by the result of overlapping 1s orbital 1s orbital 1 hydrogen with another one of the atomic orbital which of the following which of the following okey اولا احنا عارفين ان هيدروجين لما هيعمل overlap يعني لما هيمسك مع الكولورين واحدة واحدة حد فكرني الهيدروجين في كام إلكترون واحد الهيدروجين في كام إلكترون رجالة واحد لما تيجي نوزحها كده 1s1 والS spherical shape فيها دائرة واحدة لما نيجي نوزح الكلورين هتلاقي نفسك موزحها SS بس 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 10 10 و ال 12 الوقضة الاولى كنت اسميها ايه بي اكس الوقضة التانية بي واي الوقضة الاخيرة اسمها بي زاد و لو جيت ركست كده و فنمت القضة دي مليانة القضة دي مليانة القضة دي اللي فيها نقص اسمها ايه القضة بي زاد اللي موجودة في الدور الكام التانت هنقول عليها سري بي زاد فسيقتك بالامورة لو تفتكر او استاذ كنت برسم معاك الرسمة دي هقولك ده اسمه عندي بي اكس اسمه عندي بي واي west وان الى الى ال bek هكيلكترون الي الي جواه ال 1 الكترون ولما ال S سيعمل معها الوبرلاب فهيبقى هنا فيه شئير يبقى مين اللي بيمسك ال 1S من الهيدروجين مع ال 3BZ يبقى الإجابة هنا 3BZ اللي وراه which is a following sub-level their orbital cam be hybridized مين في دول ممكن يتهجله هايسينجن في السؤال ده هنعمل فيه بس تعديل بسيط حسنا بس عشان افتديل لك التعديل حالو هنخله ده لو صمحت 2S تعال بقى قلتلك بس عملية التهجين بتحصل ما بين 2 sub-level near in energy يبقى عمليات التهجين بتحصل ما بين 2 sub-level قريبين لبعض في الطاقة او يعتبر نير 11 موجودين تقريبا نير لي في نفس الدول يعني محدش يقول لي قودة بتاعت 2S يعني هتتجوز محدش يقول لي القودة بتاعت 2S هتتجوز من القودة بتاعت 3B ما ينفعش الكلام ده من الصح لما يحصل تهجين لما يحصل تهجين ما ينفعش 2S ما يسمعها 2S ما ينفعش ده يحصل لازم هنا 3S مع 3B مثل لو سمحت هنا 1S تعمل تهجين مع 1B وفي حاجة اسمه 1B اساسا غالب يعمل حاجة 3B تعمل مع 4D غالب الحاجة الوحيدة الصح 2S مع 2B ما ينفعش الوحيدة الصحية في مفتاح من الاسمه ما هو المفتاح من المفتاح في مفتاح المفتاح في هذه المفتاح 1 واحدة لو سيتك تفكر وتغسل مفتاح C3 وهذه كربون وهذه كربون وهذه كربون وابتاح حاجة الربنا خلق كل كربون ويمسك في كام رابطة 4 هنا يمسك في كام 1 هيمسك في كام 1 1 2 3 1 2 2 3 كل واحدة من دول ADH 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 كل واحدة من دول كام H يا رجالة قال لي 8H حضرتك كل الربطات سيجما 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 ما مرة بطتك كلها باشا سيجما يبقى التهجيم بتاعك ايه قال لي يبقى التهجيم بتاعي كله سيجما يبقى Sb3 لا باشا لو كان كله سيجما وفي واحدة باي يبقى Sb2 لو كان كله سيجما وفي اتنين باي يبقى Sb يقول What is the type of hybridization in B E F2 مستر لو سمحت ال B E موجود في Group 2 A فهنا في نقطة وهنا في نقطة هيخش ال F يرتبط معهم ال F عنده سبعة حالو 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 نفس الكلام ال F هنا يلا بنا جميل جميل تنين اه خطير مستر لو سمحت وبعدين ولا قبلين يعمل حاج تعالك كده مستر هدي لون بير هدي لون بير هدي لون بير و هدي لون بير لون بير لون بير لون بير كل اللي انا شاورت عليهم توز فيهم اهم حاجة ده هدي رابطة single و هدي رابطة single يبقى ايه يعمل ازاي؟ ماسك من هنا مع F ماسك من هنا مع F اهم مركب عندي يا رجالة هو المركب اللي موجود في center طب ازاي يحسب القعدة؟ عشان احسب قعدة دي التهجين براها عليه شوية عشان احسب قعدة تهجين هعمل ايه؟ هجم عدد السيجما بتاع المركب اللي في النص زائد عدد اللون بير بتاع المركب اللي في النص باشا ها هنا فيه كم مركب سيجما في النص لو جينا فكرنا كده سنة اوفينا تعملتوا فين؟ الله انتم قدمها لو جينا فكرنا سنة هنلاقي ان هنا سيجماية هنا سيجماية لابا عندي كم سيجما؟ عندي اتنين سيجما زائد ها عندي كم لون بيرتولي هم؟ اقول لك كل دول ما لهمش لازمة ليه؟ لانه كل دول حوالين مش المركب اللي في النص المركب اللي في النص قرعة يبقى زيرو سيجما اتنين و زيرو مجموحهم اتنين مين اللي لما بيتهجم بيتألع اوتين؟ الاس دي بس ماشى اضع حاجم البيبارتيزييشان ناس بي سري اكسبت اين يعني كلهم اصبلى معادلة بص سي سي الاني فوان RE في سي الاني ميسك هنا في سي الاني ميسك هنا في سي الاني ميسك هنا في سي الاني ميسك حوالي اربعةibal برضو القاعدة اللي الم� фотографيش القاعدة اللي شغالة اربعة سيجما زائد اللون بير اللون بير بتاع المركب اللي في النص جام زيرو يبقى اللي الجام بتات حضرتها كينا في الاخر هتبقى اربعة طالما اربعي والراجل ده اس بي تري حلو مستر سي اتش سي ال سري باشا طالما كل الرباطات سيجما هعملها ازاي سي مسكة هنا في اتش ومسكة في كل الرباطات الباقية في سي اللات باشا طالما الرباطات كلها سيجما ده كله سيجما ده كله سيجما يبقى اس بي سري تعالا بقى نشوف دول ان دول في يوم شوية لابوا شوية حاجات في الرسمة كده نقدمنا منهم ايه هو يعمل حاج يلا اس او سري واتش تو اس اتش تو اس يعني اس في النص الاس موجودة في جروب سيكس ايه يبقى حواليها كم واحدة دي حواليها ستة تب يعمل حاج ها هرسم عليها اتنين اتش اسمها اتش 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 تو اس هرسم اتش من هنا جميل لو جيت سؤالتك الرابطة الي انت رسمتها دي قال لي اه دي رابطة كوبيلان سينجل رابطة كوبيلان سينجل يبقى انا هعمل ايه قال لي اعمل حاجة احنا كل اللي هنعملو دتوقتي عشان احسب التهجين هعمل كلاتي عدد الرابطات السينجل اتنين سيجما زائد عدد اللون بير اتنين واتنين مجموعهم اربعة اربعة ايه قال لي احنا كده بقى معانا اربعة قوة مين اللي تهجينه اربعة اس بي سري ايه ده يعني انت كمان اس بي سري ايه ده يبقى انت وحيدة اللي غلط يبقى اللي بص الاكسبت هي دي انا اخترتها لما سبحان الله اتأكدت من كله بس يقولك بتيجي نعرف ليه الاكسبت ما هو مش كلامه خلاص اللي هي الاس او سري اولا انا هرسم اس في النص ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ادي خمسة ايه دي ستة جميل وهنا مسكة في كم او كمون هنا تعدل يابعاتج vamos ياخد صحمل ادي واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة قيم ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ما هي حصل الرجال المحترمة يو لا انه دا وديه يمسوك بالما tang طب مير ايه اللي هي حصل ده عنده اتنين بس ده عنده واحد فردي ارتبط بايا حد همست مع فردي وانت ارتبط بايا حد ذو همست مع فردي طب ده في اوه . اعني يا والده يا عيني يا ولده ما ارتبطتش مع حد وعندها ستة تعمل ايه هتضطر تفك لومبير عند المركب التاني ارتبط انت مع دي مسكوتي اهو عشان تخلصي وانت ارتبطي مع دي وخلصي ايه ده مستر يبقى كده الاس اصبحت دبل بوند او من هنا دبل بوند او من هنا دبل بوند او من هنا ومعليهاش اي لومبير كلنا استفدنا بيها وفكناها امت بفك اللومبير لما تزني ارجالها تب مسكوتي اومر سامح تذا ادى عدد الرابطات اوقت ان ان اتبقى العدد الرابطات بالاضافة ان العجل اللومبير الليموجود في النص سجما باي سجما باي مش مهم الترتيب فيها ثلاثة سجما زائد اللومبير اللي في النص تلاثة وزيرو مجموحهم كام تلاثة من يعمل حج هلي عدد تهاجئينه تلاثة مفيش غيره الاس بي تو كيبال ايه كابا ان الاس اس بي تو يصنف عندي اس بي تو اللورا اه انا عايز العد هنا ان كاربون كم و كمي عن الحاج قال لي في الكاربولة اثنين و ثلاثة ماشي اه اولا بص يا رجالة كويسة ان انا ايه التعديلات عايز اعملها لايف مش عايز اعمل الغلطة بتاعت قبل كده ان انا عدل مع حالي كده واحدة واحدة خلي التعديل لايف اول حاجة هنا في الآخر خالص في ربطة زيادة هستأذلك شده يعني في ربطة هنا اول مثال الثالثة عندما ييجي عد عدلي من هنا يلا واحد اثنين تلاته اربعة خالص في الامتحانه اديهلك متعما معدودة اساسا يلا بقى نحل المسألة يقولى في الكربونا رقم اثنين و ثلاثة توبا أقولك ما تيجي نشوف اثنين و ثلاثة دي فين لو جينا نبص على اثنين و ثلاثة ادي الكربونا رقم اثنين وادي الكربونا رقم ثلاثة اعيز اعرف الكربون هو رقم اثنين و تردد التهجين بتاع كم الكربون هو رقم اثنين مسكة هنا في double bond و مسكة هنا في double bond يعني عندها ايه؟ قال لي بقى الكربون هو رقم اثنين لك يا عم الحاجة الكربون هو رقم اثنين sigma by دي الكربون هو رقم اثنين عندها 2 by bond طب باشا لو انا عندي 2 by يبقى انا هعمل كم تهجين ايه ده طلعه ما ظهر لي 2 by يبقى انا على طول من غير ما افكر Sb لابتعرف الكربون هو رقم ثلاثة في الكربون رقم ثلاثة انا C ماسكة اشباله يمين و ماسكة في اثنين H H هنا و H هنا حتى ماسكة في H تولا و انت شايف هنا sigma sigma واحدة واحدة ايه ده مستر ده؟ دي هنا ماسكة فين؟ سوري ايه ايه اوكي معنش C هنا ماسكة double bond من الجنب ده وهنا طبعا ايه مش اثنين H والحاجة واحدة H معنش والكمبيوتر ساعد بيها طبعا ايه يعمل حاجة ما اعمل ايه يشيلي ايه يشيلي ايه عدة رابطات sigma باي الله انا ماسك في واحد باي اسمع لو ماسكنا في واحد واحد باي واحد باي بس يبقى انا عمل هاتهجين اسمه Sb2 الكربون التاني Sb والتالت Sb2 اسمع التعديله بس لازم انا عدله عشان دوليته مصبوطة ايه اللي هو اراه there are different type of bond enzy molecule of amonium amonium coloride اللي هو مركب اللي اسمه NH4Cl مع علمك العالي انت رجل فاهم ودارس ان ال NH4 شعرتها بسطف لو جت فكرت ال NH4 هي كل الربطات طيب بتيجي نرسمها اولادي اولا ايه بص يا ماشي ال N ماسك هنا في H ماسك هنا في H وهنا في H ايه زيادة ماشي ماسكة في ساهم كده كورداني بلس نحية التانية هنا رجالة CL شرطه A بص يا ماشي لو جت فكرت بصت مع بعض يعملوا رابطة اسمها رابطة ionic وذول الربطة الرسمية الاصلية العالمية اسموه ايه اقالي دول اسموهم Coveyland واخر رابطة ايه اا اولا اوه اوه واخر رابطة الهي دي اسمها H8 ايه يبقى ايه مين اكتر حاجة موجودة ؟ اكتر حاجة ان انا عندي ثلاثة بولر كويرانت بوند اه دي اكتر حاجة عندي بالاجابة الصحة سؤال لبعده اذا كان فورم كوردينيت بوند اكسبت يعني كل دول يكونوا كوردينيت بوند بصة باشا بس انت مراجل صحيح وفاهم وعقل فيك انا اقدر اكون كوردينيت بوند معلقتش بسطب وكده كده دي موجودة عادي كنت مطلح اهمة من الماء اهمة من الاسد اما للصعوبة او الفكر فين لما حد يقولك مين المركب اللي يعرف يعمل كوردينيت قوله بدور على مركب غني هو قصده مين المركب اللي يقدر يساهم باتنين يبقى مركب عنده لونبير تب مستر معلقة كلما ايا كان عددهم بس على قليل يبقى عنده حتى احد لونبير على دماغه تب مستر اللونبير على الاثنين على بعض تفتكر كنا بيقولهم ايه كنا بيديهم رمز ايه في الاي اكس ايه جميل هنا لو جيت برمز ده عنده ايه عنده لونبير يمشي ايه عنده اتنين ايه برضو بيتبرع ستبرع على واحدة ده ما عندهوش ولا واحدة ايه طرح ما عندهش ولا واحدة ايه بقى انا مش عارف اتبرع يبقى انا راجل غالبان كاتيان تعبان تماما في العفاد من الى الوقت الى الاطب الماضي ماذا هو التوطل من الوقت الى الوقت الى الان ليست طرح ما التوطل Vergleich مع ايه الان في الان تبقى انا سوف نأتي غالبا يا مستر 2,2,4 نفس الكلام هنا هعملها ازاي البي فيها كم قوضه هاللي فيها 3 قوضه وهنا في كم قوضه نفسها يا بدي N و D الجودة هنا واحدة اسمها PX واحدة اسمها PY واحدة اسمها PY نفسها تمنى PX PY BZ ماشي يا رايس ايه علي raising sigma ايه ده ihnيه عليها الي هي Elise start for a live هذا هيمسك مع هذا وهذا هيمسك مع هذا وهذا هيمسك مع هذا عالعلم اول الاتنين هذا يمسك معه يوم اي مصقه مع اي من بعد سجمة و اي من بعد سجمة ستبقى في تنى تبقى باي عشان كده حتى تلاقي الجميع شك صحيح هناك كم قوضه هناك الان يوجد تحتاج حسكتها هناك الالكترون كل قوضه مشاركة بالالكترون آمل يقول لك عدد ال الوربطال ده هو يسألك على عدد ال الوربطالات اللي عملت الوفرلاف ويسألكش كم قربطالات الدلات هنا والدلات هنا يبقى كام أوربيتال كلهم اللي عمل الوبرلاب اللي قرأ بيقول لي which of the following two molecules are similar in hybridization type of the central atom بص هريحك مين في دول شبه بعض الصح لما ديجي نعرف نيه هقول لك احنا لسه رسمين من شوية ال S أو 3 حتى لو اعرف ان تقول لك S فيها double bond O من هنا double bond O من هنا لسه رسمينا في السؤال اللي باب بفت طب ال S أو 2 ال S أو 2 لما تيجي ترسمها هتلاقي عندك double bond O double bond O بس الفرق ان هنا فيه اثنين لومبير اللي هم قريدي الوج جديد معهم في S أو 2 طب مستر لو سمعتك ازاي هم شبه بعض في التهجين هقول لحضرتك هو عشان نحسب التهجين هعمل هي مستر قال لي يساوي عدد السيجنة زائد اللومبير هو يا عم زائد الإيه طب يلا ها فيه كم سيجما سيجما باي سيجما باي ده هنا فيه ثلاثة سيجما وقال لي يا مستر وفي النص المركب اللي في النص معلوش ولا لومبير يبقى هنا التهجين عندي ثلاثة اللي بيطلع ثلاثة قوة بيبدأ اسمه سيجما باي سيجما باي هنا بشوف عدد السيجما اللي هو الدين سيجما واحدة باي يبقى مستر واحدة سوري مجموحهم كام قال لي مجموهم ثلاثة ده مجموحهم ثلاثة S بي ثلاثة ده مجموحهم سواء ده او ده هم نفس نوع من الانواع التهجين اللي صفحة الأقرابي يقول السؤال ده جميل قوي ثلاثة ده مجموح ثلاثة ده مجموح واحدة يقول لي مستر الثانية لو سمحت هو ايه الهيدروجن بوند؟ الهيدروجن بوند بتحصل ما بين مركبين واحدا قوي والتاني ضعيف القوي هيسحب و بياخد والضعيف يتسحب بياخد أشارة برشا البوسطف القوي بيسحب بياخد أشارة برشا البوسطف قل لي مستر ولقابلي فالبرشا البوسطف اللي هنا يمسك مع الفرشا النقدف اللي في المركب التانية لانها ربطة بتحصل ما بين المولاكل دي اسمها ايه؟ اللي نسموها عندي في الكيميا اتش بوند او اتش بريتش او هايدرشون بوند جميل الارقة دي بتزود من القوة بتزود من بايلينج بوند تماشي مستر في حالة المية لو تفتكر انا كنت اقللك المية لها شكل محدد في الهايدرشون بوند شبه الشبكة حتى بالأمورة كنت اقللك انها اسمها نت اوبن شين حصل يا عمر اسلمان مستر الاكسجن مسترنا الاكسجن ماشي هنا تتش مستر هنا تتش مستر هنا تتش والاكسجن سحبت عشان هيا 3.5 حفاكر بقى نخدت رسملك ينه ايه قل انت خدت رسملي هينه ايتش تو او ورسملك هنا ايتش تو او ايه داء ورسملك هينه ايتش تو او ايه د Patrik ورسملك هنا ايتش تو او يعني عايز ايه كان اخسر يقول لك الآن ان كل واحدة من ذات اخبت برشية للدب كل واحدة م fingertips كل من احدة من ذات الي無قا كل واحدة من دي برشي النجد بودول هياخدوا برشي الباصطب تب عايز ايه؟ لو جيت سألتك في الوقت ايه اللي هيحصل فاكن لما قلتلك ان المالكيل الواحد ان المالكيل ان المالكيل الواحد من المية بيعمل ايه؟ بيعمل اكتر بيمسك مع اربعة مية ان المالكيل覧 rapport الول نجاد فاللي كانت تمسك مع Александ حسنا经 Sen فendarه احتيار East مع كم المالك يوم المية واحد المسك مع اربعة يعني فيه خمسة دلوقتي قدامي تبتع لك هذا العديد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فسعة عشرة دول عشرة كوفيلاند شمان عدينا كله ما انا قلت لك الواحدة موير تمسك في اربعة باشا يبقى انا معي اربعة وعشرة كوفيلاند تعالى نشوف اباب يقول ايه زالشي بتوين يعني ديفايد من غير ما تفكر بين كوفيلاند بين كوفيلاند يعني الكوفيلاند موجود فوق والهايدروجين موجود تحت طيب اقولك ايه تعالى نشوف هو الكوفيلاند كام مسائلين كنانين عشرة على الهايدروجين هو كام اربعة يبقى انت حاطد الكبير على الصغير هو انا محط يا مستر عمر لما اجا اقول حضرتك ان انا حاطد الكبير على الصغير يبقى الرقم اللي هطلع ماله اللي هيطلع اكبر من واحد اكبر يعني بق السمكة باساس بعيدة عن الواحد يبقى اكبر من واحد ايه كم واحدة سجما واحدة سجما واحدة 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 ثلاثة يعني مم continua واحدة مع مجموع تلاتة بعض الهاجين السجما لان انت عندك قاعدة بتعرفك قاعدة التهجيل اللي بعدين يقولك which of the following molecules its atom become excited before occurrence of hybridization اللي الاتوم بتاعتها بيحصل لها excitation يعني معناها ان الالكترون اللي كان واقف تحت الالكترون اللي كان واقف تحت ياخد بعضه ويطلع ينط فوق يحصل له عملية اسمها excitation حتى قوة داخلية بتخليه نط لقوق مين المركب اللي بيعمل كده؟ هو مركب الكاربون ده اللي بيحصل في الحالة دي هو ده الوحيد المركب اللي فيه كاربون اللي هراه in sp2 the hybridization the arrangement of the electric pair in the space is ال sp2 هي كم قوضة؟ قبرة عن ثلاثة باشا ادي واحد ادي اتنين ادي ثلاثة واحد عمل ثلاثة ده اسمها planer triangle planer triangle الزاوية بتاعتي هنا فيه كانت بكاملة و تفتكر كانت بمية وعشرين هل planer triangle بمية وعشرين بيقول لي هنا وقت ازا نمبر افزا سيجما بونج انزا اوبا زا تفكر ان كل ادشم فكها 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 خلاص اقعد افك كل واحد من دول لكي تعرف العدد هتلاقي العدد عندنا ان شاء الله بعد اقتلات اتوانتوشة اللي قربي يقول which of the following choice represent the type of bond in oxygen molecule and hydrogen molecule معلش سابعني اللي افتيار بتاع بيه شلي بس في اللي عند الهيدروجين شلي اللي فيه حتة ببتوه عليها بص بش في الهيدروجين هو بيعمل ربطة واحدة ال H ربنا خلقها بتعمل ربطة ال N ربنا خلقه بيعمل ثلاثة ربطات الاكسجين بيعمل ربطتين فانت من جميع تفكر واحدة واحدة كده على الهادي يا الزبادين وانله alternative على liver منرو فاده sigma باي باي منرو فاده sigma وباي 1 ‫ Sergey 1 an one هنا 1 sgm2 و تمثبذ بص صحة تبقي B بكده شباب Russian نكون وصلنا عند النقطة بقية الاساي كويتشل يلا نشوف هنحل الاساي ازاي يلا شباب جزء الاساي هتكلم في بقية كده هنزل لك حلو بس عايزك تبقى فهمه جام من اين وراع فيه يلا حضرتك ذاكور داينيت بوند كونسدر كونسدر ليه هتقول لها مستر أسل والله داينيت بوند بيحصل ان بيحصل عملية شير ولكن من طرف واحد يعني ايه من طرف واحد يعني يا مستر بالبندي كده انا عندي واحد بس هو اللي بيعمل عملية شيرنج فور اتنين الالكترون واحد اسمه دونر والتاني اسمه اكسيبتور بيبقى عنده بيكنت اللي بعده زا سيجما بوند سترونجر زا باي بوند هتقول ان السيجما بوند هي هيد باي هيد هي بتقال علاج كولينير على نفس الخط بفيها اوفرلابنج بيتوتش جزء كبير في جزء كبير مع جزء كبير بي اوفرلاب اتش اوثر اما دا سايد باي سايد هنا هتقول ان في الهيبردايزيشن دا فالهيبردايزيشن دا اس بي وطالما الراجل الطايد دا اس بي خلي بالك فبالتالي هو عنده اتنين هايبردايز دا اوربيتان عنده واحدة هنا وواحدة هنا وانا اهم حاجة عندي شكل ورقة الشجر المشدعه بالحاجات التانية فهنا الزاوية بمية وتمانين دي ار نوفري بوزيتف هيدرجن اي ليه مفيش بوزيتف هيدرجن ودي قلناها قلنا عشان نرقتش بص براجل جبان بيجري يتحد مع المية او يتحد مع الامونيا او سري او يتحد مع الامونيا ليه سواء او هنا او هنا فهم ناس اغنية دونيت عندهم لومبير اكسترا او يدهالو الاثنين وبيعمل معهم كوردينيت بوند اللي هراء فورميشن اف كوردينيت بوند ان امونيام اي خلي بالك ليه بيكون كوردينيت بوند في الامونيا ليه بيكون كوردينيت ليه لان الامونيا النيتروجين بيبقى عندها اثنين الالكترون فوق دماغها لومبير فبتبدأ انها تتبرع بهم دونيتد للهيدروجين فبتبقى اسمها الوراء الوراء شكل القوض المتهجنه مختلف عن البيور ايو طبعا لان انت عندك القوض البيور زي البي مثلا بيبقى واخده شكل الاس واخده شكل الاسفيريكال اما الشكل بتاع الاس فهو واخد صفات من الاثنين صفات من الام والاب صفات من الاثنين لان هما هايبردايز حتى شكلها شبه ورقة الشغر نسر لو سمحت مخلي بالك والنهاية بتبقى ايه بسر هاتين اندمغوا مع بعض بيبقى فيها بروتروجين فانت هتقول هنا ان الشكل بتاع الهايبردايز بروتروجين اكثر بروتروجين لان نتيجة الدمج اثنين اوربيتال اللي قراب يقولك انا عندي هنا طبعا هنا بس فيه طنقيته بس انا بس حاجة مش مظبوطة خليمي بعتالكو على النت خلاص او ممكن نبص عليها دلوقتي سوين كده الترقيم منين الترقيم الترقيم اه كله كده صح بص الترقيم هنا واحد اثنين ثلاثة هنا واحد اثنين ثلاثة و دي و دي و دي و دي و دي يقول لي اقول انواع الهيبردايزيشن فرست كربون طبعا الفرست كربون اللي هي الكربونة دي فنهاجز يا الشطول ما عليك سامحني اننا هستخدم بس ايه المنا و اكتبتنا الكربونة الاولى ماسكة هنا في ايتشن و ماسكة هنا في ضمن بومب خلاص خليها في ربطة كمان تريبل بومب خلاص زود لي بس اذا سمحت هنا ربطة زينة طب يلا بيها الكربونة الاولى اللي اما زبطتها لك اهيه ماسكة في تريبل بومب هي ماسكة في ايه لو جيت فكرت هلاقي يا مستر انها ماسكة في سيجما سيجما باي باي و ما عليها شوان لومبير فاكر كنت معرفها باديش عن ازاي ازاي عدد السيجما اللي هو اتنين سيجما زايد اللومبير اللي هو زيرو مجموحها كان اتنين امين مين اللي كان بيطلعوا التين قال لي ده مابيش غيره الاس بي ده ممكن اعرفها ازاي واحد عنده اتنين باي ايبا كتنين اسمه اس بي هنا هي عباره عن سي مسكة في اتنين اتش و مسكة هنا في خطين وهنا مسكة في سي اتش انا لو جينا بس فكرنا الاثنين اتش ادي اتش شمال و ادي اتش ينين لو جيت ركزتا كده هلاقي هنا ادي سيجما ادي باي انا مسك هنا فيه تلاتة تلاتة سيجما ولا لومبير نسروا معي واحدة باي انا ما مسك في واحدة باي ايبا التهجين اسمه عندي في الكيميا اس بيتو خلاص بيقولي هنا دروزة structure هنا هترسل مركب انا هشتغلك على واحد بس يلا نشتغل عليها رجالة و اعمل حاجة انشتغل على ده لان انا هتنشبهك كتير اوه يلا اشتغل على مين يا عمي اشتغل عربي ده سي اتش سي اتش سي اتش سي بي ارتو اشتغل على واحدهم بتتعلم منه باي كل حاجة اوه يلا ادي سي مسكة في ثلات اتش ماشي وهنا سي مسكة في اتش وهنا سي مسكة في ارتو وهنا كده مسكة في ارتو بتاع الكربون حضرات اتقوله هنا مسكة سيجما سجما سجما هنا مسكة في واحدة سجما ترون مسكة في واحدة سجما براحي تردأ زيشة اسمه اس بوتو وهكذا بقى في الباقة عايزة اكتكمل اللي هو راه صادت ايضا اوبوزت كونباوند عند كالكوليت فيه كونباوند هنا لا اش موجود فالحمد لله نعدي هنا بيقول لي هنا ايه عندي مادة اكس فيها واحد الكترون مين اللي فيها واحد الكترون اطلاب هايبر مادة واي ستة الكترون اخدينه ده الكربون مادة دابلي وفيها سبعة عشر ده الكلورين مادة فيها تسعة تاشر ده البوتاسي طب مثلا انا ما اعرفش وزع تسعة تاشر اتلاقي نفسك عند الاس وون فانت كده موجودة هتلاقي بقى نفسك نفس التبديل بتاع الكلورين اللي تحت البوتاسي بردحت بيقول لي لو سمحت عايزة اعرف نوع الرابطات اثنين اتنين اتنين من الواي يعني جبت اثنين الواي من الواي اللي ده بي ناسم يعني سي اللي مع سي اللي سي اللي توق ده نوع اسمه عندي في الكيميا بولر كوبيلان داميري داميري طب لو انا عايزة اهجل هنا واحد مستمتنين زي بعض كوبيلان احنا في الصبح واحد اتوم اف الامنط Z مع واحد اتوم اف اي Z يمسك مع اي ايه ده واحد اتوم اف Z يمسك مع دابلي اوكي مع واحد اتوم اف دابلي يعني بالبلد K تمسك مع C L ده بوسطب و ده نيجيت يبقى ده اسمه عندي في الكيميا اللي وراه واحد اتوم ال اكس مع واحد اتوم ال دابليو فين ال دابيو احيي فين ال اكس احيي يبقى H C L H C L ده بيتقال عليه في الكيميا بولر كوبيلانت اللي بعده بيقولي بيقولي لما اتوم اف واي نفس السؤال ها بيمسك مع اربعة اتوم اف اكس هو فين ال اكس ال اكس ال اكس اللي هي ال اتش وال واي اللي هي السي أتوم اف واي اللي هو السي September ها ده B S 3 اتوم اتنين اتوم اف واي يعني C 2 بتمسك مع اربعة اكس اى ده ال ايه RE C S B 2 وتبقال لي و اتنين اتوم اف واي ده C 2 بتمسك مع tomatoes الى اسمه عندي S B الى اسمه A C Thailin او اسمه E Sine الى بعدين Y زى A C Thailin هو C2 H2 اكتب هتقول عشان لا عنده اثنين باي بوند عنده ربطتين باي و طالما عندي ربطتين باي بوند فانا راجل باتتسر بسهوله كل ما اتتسر بسهوله ببقى مور اكتب اللي قراب يقول لحضرتك بيكير مائنين The type of the bond in ammonium carbonate molecule قول لي أبقى شامل غير ما تفكر الامونيوم هي الان ماسكة هنا في اتش ماسكة هنا في اتش وفي اتشاية زيادة ماسكاها بالشكل ده بالكوردينت بون لان الان اتش فون دي زيادة ومعها السي او سري واحد باستب واحد نجدب يبقى اول ربط ايونيك غير كده الرابطات ما بين الان والاتش وما بين السي والاو تعتبر بالنسبة لكوبيلن وما بين الباستب والنجدب ايونيك واخيرا السهم اللي شبه الارو الجميل ده كوردينيت نكون خلصنا الجزء بتاع الاسئلة الخاصة بالبارط ده جزء هايستاندرد والمكان هو من التليجرام هم بس عاملين تريك كده يعني الناس بعتقالك تريك مش عاجبني ان هم احنا لسه مخلصناش الهيدروجون بوند الميتاليك بوند فهم حطولك الهومورك بتاع الهيدروجون بوند بس انا هنقيلك الاسئلة الخاصة بالهيدروجون بوند نحلها ولما نخلص الهيدروجون بوند نحلها سواء يالله بينا بص انا كده هنرتح مع بعض الليكتشر وليسون فول بص انا بس اسلح ان محتاجينها سؤال اول ده سؤال الحصة لسه بتاع الميتاليك يالله بينا سؤال التالي مين هنا بيمسكه مع بعض بص باشا عشان يحصل هيدروجون بوند لازم واحد قوي يمسك معه لازم واحد بيقدر يسحب يمسك واحد يتسحب منه وهم اللي كدهين يعمل برشة البصت برشة النجدب والتانيين نفس الكلام يعملوا مع بعض ربطة هيدروجون بوند لما نعمل وتم ده ازاي رجالة فالعلماء بيقولوا كلام بسيط الكنزة بيحصل ما بين مين ومين leech و الف oh بس هنا te wo b المسر c و he h والoh يبقى مين الحاجة فيها oh ايبه تاني تاني ازاي الهيدروجون بوند من حاجة فيها مين tr طبقار هو حاجة فيه هبا حاجة فيه هبا ماشي مقسمıyor المرور في هيدرون بوند مارا. هنا ميزة في هبا اللي بعده السؤال ده لسا يقول لي مرور بوند با اردو نفسك بس انا هقوللك ده مش السؤال اللي بعدها استعدم لما اجا اقول لك البيلنج بوينت اعرف نفسك كده هنا قصده بيها هو المركب القوي محتاج حرارة عالية كل ما القوة المركب تزيد كل ما حرارته تزيد فاكيد هو المركب اللي عندنا في الهيدرون بوند هو الهيدرون بوند هو الهيدرون بوند وبعد كده الهيدرون بوند كانت زاويتها 160 ساحبها اقل شوية الهيدرون بوند يبقى ده اضعف واحد كل ما المركب عنده اضافية الهيدرون بوند وكل ما البيلنج بوينت بتاعه بزيد الهيدرون بوند في الهيدرون بوند يحتوي على ربطة اضافية اسمها في الهيدرون بوند يبقى عنده الهيدرون بوند في القوي قلبه الهيدرون بوند قلنا انه طولها 3 انجستروم اما ده طول 1 انجستروم فالراجل ده Longer Than الرسال حلو قوي 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 البوند اللي بتحصل ما بين المياه ايه الرابطة اللي بتحصل ما بين الوتر موليكي المستر ووتر ووتر يعمل رابطة اسمها Hydrogen Bond هنا واحدة بتسحب واحدة بتسحب واحدة بتسحب وواحدة بتسحب وواحدة بتسحب وواحدة تروح مسكين مع بعض المياه النقيا الهاتش تو تقدر تعمل الهيدرون بوند والهاتش والأوفدنوس فيما بينها عندها كوبيلنت بوند يارا الهارا سؤال الحسه اللي بعدها The hydrogen bonds are found between the molecules of all of the following compounds except بس هاتش تو NH3 و HF جميل اللي بعديه سؤال الحسه اللي بعده هنا The following figure represents 6 molecules HF بس كيف مع بعض الهيدرون بوند يترى زي ايه ماشي ها خليجي مكتفك معي ان كل HF كل HF بيمسكوا مع بعض بربط هاي كل HF بتمسك ب HF تبوسين هنا HF HF بس كيف مع كل واحدة مسكة مع واحدة ما ياخد مسكة مع اربعة تبتعلي هنا ال HF بس كيف مع دلاتة عارض جميلة من دلات مصر بتعلي هنا كل واحدة مسكة مع واحدة كل واحدة مسكة مع واحدة عميه سلسلة مقفولة حتى برعلي اسمها Cyclic هنا مسكة مع اكتر من واحدة غلط يبقى الصح واحد وثلاتة فين واحد وثلاتة اهي اللي بعده اللي بعده ده الحسه اللي بعدها السؤال ده برضه اللي بعده رزقك رزقك اللي بعده رزقك اللي بعده المركب اللي قدامي يا ترى رسمته عاملة زي وفيه كام هايدرون بوند وفيه كام كوفيرانط بوند نعمل هناك المركب ده رسمته زي و م voters احذرون بوند سجل بم بم ثلاثا يبقى فيه hedge يبقى فيهlaughs وده برشا سر وفرشا بوسلم التانية تاخد بارشا سر تبقى تعمل واحده هيدرون بوند تبقى ده هيقدر يعمل هيدرون بوند ويقدر كمان يعمل عنده سنجل تبقى ده مظبوط وده مظبوط ده دبل مش موجود مش بداش دبل تبقى الإجابة الصحة هتبقى الإجابة بيه يقول لحضرتك هستغزلك عن مين تعديلة هم تغير في الجراف تخلي مكان الهيدرون بوند تخلي مكان الهيدرون بوند يقول لي لو عندي مركب اكس محطوط pure water او in room temperature مركب اكس مول اف هيدروجين مركب y مول اف كوبيلات ماشى لما مسخنه عند مية يا طرى لو مسخنته عند درجة حرارة مية يا طرى ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتغير او ايه اللي هيتعثر موسى ماشى سيادتك لما تسخن عند اي مادة زي المية عند حرارة مية فهتتبخر معنى كلمة انها فتبخر يعني الهيدرون بوند هتتكسر بدل ما كان مسكين مع بعض عشان يبدأ يطيعوا طائرين ولكن هتفضل اسمها هتش تو او بس بيه برد يعني الكوبيل انت بوند مركب هيفضل موجود لكن هايبجون بوند الكابوتربط راحت تاني تاني واحدة واحدة ايه قال له مسخن مش هنقولوا هنا اتش تو او ماسكة مع اتش تو او حصل فلو علماء لما تبدأ ان انت تكسب وده بيبدأ يطير وده بيبدأ يطير اتش تو او ماسكة هنا في اتش ماسكة هنا في اتش كيف لا انت بوند لسه موجود اما الهايدرون بوند اختفى يبقى الاجابة صح بعد ما تبدل طبعا هتبقى الاجابة سي ان دون تتشينج ان دون تتشينج ان دون تتشينج بيقول لي ايه الفاكتورز اللي بتقصر كل ما الانجل بتزيد كل ما القوة بتزيد ايه تاني يا مستر كل ما الفرق بيزيد كل ما السحب بتزيد طبعا نمر بوند بير ولا ايه لازمة يبقى الاجابة صح واحد وثلاثة كل ما الابتك محي ونفرق افرق